المشاهدين أمساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء موضوع المناقشة في نهاية الحلقة يتعلق بمجموعات الأولترس الموضوع ليس رياضيا لا تجاوز حدود ذلك وانتقل إلى دوائر متعلقة بالأمن متعلقة أيضا بالاستخدام السياسي بيبقى فيه تساؤل هو هل فيه البعض بيستخدم بعض المجموعات داخل الأولترس لإحداث حالة الفوضى ورفع شعار القانون مش هيطبق علينا وإثارة حالة البلبلة ولا لا وبالتالي القضية ليست رياضية فقط لا متعلقة كمان بالدوائر الأمنية والسياسية فضلا عن الاهتمام الشعبي لأن الحدفة الأخيرة متعلقة بأكبر نادي في مصر وهو النادي الأهلي وقبلها أيضا مع النادي القمة الآخر وهو نادي الزمالك كان فيه مجموعة من الحوادث المتعددة اللي جعلتنا نقول هي مجموعات الأولترس بتحتاج للإحتواء يعني هما شباب لازم نحتويهم ونتكلم معاهم ولا القضية تجاوزت كل ذلك وبدأنا نحتاج إلى الحسم أكثر من الإحتواء والحسم معناه أنك تنفذ القانون بشدة دون أي توازنات ومعناه أنك تبعد تماما عن سياسة الإحتواء أو الإحتضان اللي كان بيلجأ إليها البعض خاصة أنه وصلت المسألة إلى حد أن مجموعة من الأولترس تنزل الملعب أثناء تدريب النادي الأهلي ويبقى فيه اعتداءات على اللاعبين وكمان هما اللي يحددوا مين يمشي ومين ما يمشيش فيه كمان حوادث سابقة المسألة مش متعلقة بحدثة حصلت خلال الساعات القليلة الماضية لا دا عندنا تراكمات من الأحداث سواء ما يتعلق بنادي الزمالك أو بالنادي الأهلي دا اللي حيخلينا نتكلم في هذه القضية هو احنا أمام مجموعات من الشباب عندهم حماسة شديدة وحالة حب لأنديتهم بتدفعهم إلى التجاوز حيناً وإلى الغضب غير المشروع حيناً آخر ولا المسألة لا بقت تحتاج إلى إعمال القانون تحتاج إلى الحسم وتحتاج إلى الحزم مع مجموعات الأولترس حنناقش هذه القضية وحنشرك المشاهدين معانا فيها وزي ما بقولكم مش متعلقة بالرياضة فقط لا دا بقت قضية أمنية وقضية سياسية وقضية شعبية أيضاً الدهب عيار 14 هل هيحل المشكلة؟ الحكومة شايفة كده وزير التموين شايف إن دا ممكن يحل المشكلة ويقضي على ارتفاع أسعار الدهب اللي بيسبب مشكلة متعلقة بالمقبلين على الجواز المقبلون على الجواز بالتأكيد هيبقى عندهم مشكلة كبيرة طيب وزيرة التموين والحكومة قالوا نشوف الدهب عيار 14 هتلاقوا فيه احتجاجات من أصحاب محلات الدهب وبيقول دا مالوش سوء ويعني ما فيش في حالة انتشار وحالة رواج والناس لا تقبل عليه هل دا يحل المشكلة ولا ما يحلهاش؟ الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الدهب ارتفاع حاد جدا نتيجة ارتفاعه في الورصة العالمية وارتفاع النقد الأجنبي اللي هو المصنع بيدبره عشان يشتري المادة الخام لتصنيع المشهولات فعرضنا الأمر على الوزير التموين وكنا معنا بدائل انخلال القانون المصري وهو طرح عائرة الأقل من العائرة المطروحة في السوء المصري الـ 21 والـ 18 وبدأنا نعمل توعية للتجار عشان يبدأوا ينتجوا العيار الجديد العيار الرقم 14 سعر الجرام بالنسبة للمنتج الجديد الـ 14 يقل عن العيار 18 في حدود من 80-200 جنيه ويقل عن 21-150 جنيه في سعر دا ارتفاع الدهب دا عالمي تاني حاجة هنا عشان العملة المصرية بس بتنزل دلوقتي فهو دا اللي مغلي الدهب في مصر بالنسبة لحكاية الدهب الـ 14 هو الدهب الـ 14 دا موجود من زمان بس الناس ما كانش بتصق فيه لكن هو في الآخر الدهب دهب التجربة دي حصلت قبل كده من 15 سنة وما لقيتش قبول من المستهلك المصري لأن ثقافة الأسرة المصرية تتلخص في أن الدهب بالنسبة لهم هو عيار 21 وعيار 18 الدهب العيار 21 بـ 457 يبقى العيار 14 بـ 346 في حالة الورج 75 فينها قفل نتيجة استياسة القطأ نتيجة كم الدرائب نتيجة تكلفة فالورج قفلت 75% بالفعل قفل أنا شاف أنه مش هبقى فيه إقبال على عيار 14 وقال إن إحنا منكنا عزبون بالعافية أنه هو ياخد 18 مش بنقوله منكناه أنه ياخد 21 ولا منكناه بالعافية أنه ياخد 18 ما بيرضاش هعمل له عيار 14 فطبعا مش بحدش هامش بيه عيار 14 ده من زمان ومن الستنات وشغالين فيه ومعلوش إقبال جمد معلوش إقبال على سوق المصر خالص بس أنت بتشير الده بدأ بتزيني بيها وبتركني قرش فهتركنيها أقلي ليه؟ صح؟ يعني أنت كل ما بتزيدي بتزيدي في القيمة بتاعته مش بتجيبي اللي أقلي منه مش هيامش على فكرة عيار 14 لا مش المفروض أن احنا نشتري عيار 14 عيار 21 أحسن يعني أفضل عيار 21 بس مفضلش 14 ده خالص يعني أنا أنا كواحدة راح أشتري هشتري 21 أكيد أشتريهوش ليه بدأ مرخيص عن 18 المانع هي هي يعني ده برضو دهب وده دهب المهمة عندي أنه هو يبقى 14 وأنا عفلنا 14 18 21 ما عادش فيه شغلة بالنسبة للدهب خالص دي مهنة يعتبر سميها انقردت الوقت يقولك طالوا عيار 14 عيار 14 إيه هو الزبون مش معترب بـ 18 يعترب بـ 14 يتحقوا عالشعب اللي بيقولك عيار 14 أو عيار 9 وخفضوا الأسعار عشان الأسعار خالية كل ده دي حكى عدون ده كلام فاضي الدهب معروف الشعب المصري معبادش عيار 18 وعيار 18 زي منتوس سمعته تقليد متوارف عند العائلات يعني لعيار 21 لبلاش وبيربطوها بقيمة البنت وبالتالي هم شايفين ان الحل اللي بتطرح الحكومة المتعلق بعيار 14 وده يحل المشكلة على اعتبارنه أقل سعرا ده مش هيحل المشكلة في مواريث تورسناها في المجتمع ان البنت قمتها كده مش هينفع ينزلوا عن كده وده سمعته من أصحاب المحلات ومن الناس العادية يعني ده حيخليني أسأل الدكتور وصفي أمين وصف رئيس الشعبة العامة للمجامرات يا دكتور وصفي أهلا بيك خلنا متزال خير هل شايف ده حل زي ما استمعت كده العائلات واصحاب المحلات يجمعون على ان عيار 21 لبلاش هي قيمة البنت قيمت البنت كده قيمتهم فكرة متأصلة من زمان ولكن مع ارتفاع قيمة الدهب احنا بنحاول نعمل محاولة نقلل فيها الفجوة ما بين أصحاب الدهب وما بين إمكانيات الزبون ويعني نأمل النجاح لتنشيط حركة الركود اللي موجودة في سوء الدهب لأن الناس اللي حافظة مع الارتفاعات دي ومتطلبات الحياة زادت عليها ما عادش فيه عندهم فاقد عشان يتزيانوا بالدهب على فغم من ان هو الدهب يعني زي اللفظ الأجيم زينة وخزينة يعني هو بيتزيانوا بيه ووقت الاحتياج بيمده دي هم ينزلوا يستبدلوه بعملة أو بلقود وبيفق وازمين آه فانت العيارة 14 بقى يعالج مشكلة السعر ازاي فرق السعر قد ايه يعني حضرتك لو احنا قلنا العيارة 21 بحوالي 456 جنيه لو جينا نشوف ال 14 هيكون كام هيبقى 300 آه فده الى حد ما يعني ممكن يعني الغريشة اللي هي هتقطع 10 جرام في 450 أو 70 بالمصنعية بتاعتها 4700 جنيه لو جينا نبص لها ليه بقت بـ 3000 ومتين طيب ده حيخلينا اسأل استاذ سامي مرؤس احد اصحاب المحلات يا استاذ سامي اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ وعيد استاذ سامي هل ده حل آه فكرة انه نغمغ الاسواق بدهب عيار 14 عشان نحل المشكلة هل ده يحل المشكلة طبعا انا ابدأ مكلمة عدتك نعمل مكلمة الدكتور وصف طبعا الدكتور وصف آآ بيحول جاهدا ان هو يعني تعيش بس المحاولة دي فشل يا فاندي لان اتعملت قبل كده ويه السوق غير قابل او متقبل ايار 14 لان حصل قبل كده يا استاذ وائل من فترة وطرحوا ايار 14 وبقبل فشل ليه العائلات متمسكة بعيار 21 العائلات متمسكة بـ 21 و18 يا حد ما في التشكيل يعني الـ 18 الوقت بالعافية انما تنزل الـ 14 دي معنى كده انك بتجيب بنتي في كوميتها في الحضيط في الارض يعني ده استاذ وائل زيب كده كمان يعني انا باسأل سؤال للدكتور وصف طب ويه المصنعية بتاعت الـ 14 المشكلة تفع دي وانا ما اواطش بحاجة يعني احنا المصنعية بتاعت عائل الـ 14 ما لها؟ يعني احدى الشركات الكبيرة اللي موجودة في مصر بتعود الكلام ده 14 تلاقي المخرج لكن طول عمرنا الـ 21 او الـ 18 هو ملاز امن لكل اسرة بيغبطوها يعني اولا بقيمة البنت ثانيا بانه ده يعني لما تخزنه فممكن بيجيب فلوس بعد كده افضل يعني وائل بيه ان الـ 14 والدكتور واصف طبعا هو كبرنا في السوق وعارف ان الـ 14 ندي قبل كده من 15 سنة باب الفكل برضو تعرضنا الارتفاعات اه عائل الـ 14 وابل فكل بس ده مش مش حل يا أستاذ وائل ومعليكش المشكلة مش حل يا أستاذ وائل خلينا شوف اه والفرق في السعر زي ما قال الدكتور واصف كده اه الفرق في السعر كبير الفرق في السعر كبير يا فاندي بس برضو في نفس الوقت هو المطنعية برضو بيكون مرتفع من السليلة يعني لو الـ 14 نزل برضو يعني انت النهاردة الخامة بيكون بسعر زي ما الدكتور قال بس مطنعيته كامل يريد الدكتور يجاوبني في السؤال ده خلينا اسأل العميد محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين يا عميد محمد أهلا بيك أهلا بحضرتك ومشاهد يدري من القرامة أهلا وسهلا الحل اللي بتتحمس له الحكومة ووزارة التموين والمتعلق بان احنا نرمر الاسواق دهب عيار 14 ده هيحل المشكلة لانه هيكون في متناول العائلات وحيخفف شوية من حدة ارتفاع الأسعار العائلات نفسهم وأصحاب محلات الدهب بيقولوا ده ليس حلا بسبب الموروس التقليدي ان قيمة البنت في عيار 21 ولو حتنزلها شوية خليها عيار 18 النمر 14 ده تبقى فضيحة الاول انا مع احترام الجميع العراء العيارة 14 هو عيار قانوني منصوص عليه في القانون المعادة الاسلامية والاحجارزة تبقى رقم 68 ل76 اللي احنا بنعمل به في السوق المصري المصري. اه. هو مش عارة 14 بس العيارات الموجودة تلاتة وعشرين ونص وواحد وعشرين وطمانتاشر واربعتاشر واثناشر وتسعر. دي كلها العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون اللي بتحدد نسب الدهب النقي في السبيكة المحدة العيارة. الاول قيمة العروسة اه اه لما نربطها بالاعرقام العيارات طب ما في حملة بتقول بلها شك. يبقى الناس دي ولادة ما نعمش تمن. طبعا مفهوم خاطئ. انما انا اقول حضرتك القصة من الاول ايه? اه. القصة من الاول ايه? انا خلنا نتدخلنا في هذا الموضوع. اه. ان الموضوع كان اه يفتق النزول هذا لا يرفع هذا التوقيت ان احنا كان من سنة وشوية هجمت علينا ما يسمى بالزهب الصيني. وهو لا ينتمي الى الزهب بشيء. في هذا التوقيت. اه. اه. سوسائل الاعلام ونشد المواطنين ان هما ما ينخدعوش وراء هذا الاسل. ويتجهوا اذا كان فيه اتجاه عشان رخص سياره. يتجهوا الاعيارات الاخرى اللي موجودة. بس حضرتك مستاذنا وعارف ان السوء عرضه طلب. في هذا التوقيت كان سارب دهب وتناول الناس وكان فيه حركة رواج في السوء. فمحدش استجاب لهذه الدعوة والامور مشت لغاية يناري اللي فدها. بدأت الاسعار ترتفع ارتفاع جنوني وحد. مما هذا ثقافة المصريين بتختلف عن ثقافة الشعوب الاخرى. نحنا بنتخذ هذا الدمان. المنتج كزينة وكوعاء الدخاري وكاستثمار في نفس الوقت. لما ارتفعت الاسعار ارتفاع الجنوني ده. بدأت الناس تبيع الدهب. عشان يجلوا استمار الارباح. على امل ان ينزل شعر الدهب. فيتعاد الكارلة والدورة مرة اخر. ما نزلش شعر الدهب. في الناس بتبيع وما بتشتريش. وصل الامر الى ان فيه ورس بدأت تفض. وفيه كيانات صناعية بدأت تخفض العمالة. وتخفض التفض. مما دعاني التدخل بقى. فروحت المعالي الوزير وقلت له انا عندي عيارات بديلة. كان عندي حضور بديلة للرقود هذا السوق. حسب رقود مفيش بياه ولا شرع. مم. فجماعة التجار. جماعة السلعة. لان انا اللي قال لهم كل شهر ده سابق. لما الموقف ده جماعة الناس وقلت لهم ايه الحل. الحل انت بتبيعه. قال له لهم ابن داعش. طب الحل ايه? نحاول نمتج العيار الاربعتاشر والمدهل لسول مصر. عشان هزيه الصناعة اولا. ما تمتفرش لان احنا متميزين فيها كمصرية. مم. وزي في الواس الوقت اخفف العيب. عن الاسرة المصرية. في اتجاه لان احنا عندنا مناسبات دائما مرتبطة بالبعد السمين. اي مناسبة. لاجح. اه جواز. اعياد. هدايا. فاحنا عايزين ننشط هذا السوق. ونحافظ على زي الصناعة. فاستجابت احد الشركات الكبرى. وجابت عينات. وشوفناها. ونزلت في السوق. ولا اقلاقة اقبال. باعوا منها. صحيحة هي النيات التجربية للسوق. لما تباعد. الاشكال جميلة. والصنع المصر بارع. سواء في الاروارشة او في اكبر كيان. بسم الله ان شاء الله المنتجات بتنافذ الاصناف العالمية. اه. بيشتركوا كمان في معارض برا. ورفعينه اصنا قوي. طيب بس انت انت حدك الحال. خلينا ندخل في الموضوع. يعني عيار 14 ده هيحل ايه? عيار 14 هو عيار من الزهب. من معدل النفيس. الزهب. وهو كنته فيه. واحنا قولنا للناس ان هو هيباعه ويشترك. وما ينتبق على 21 و18 ينتبق على 14. طب المحلات واصحاب محلات ده. والعائلات بيقولوا يعني اه. انت عارف زمان كانوا لك تاكسي ملاكي لما حطش رجلي يعني. فهي عيار واحد وعشرين لبلاش. او عيار 18. ايه دي مهمتي ومهمة حضرتك. ان احنا نغير من استقافة المستارك المصري للمسوقات الزهبية. عشان ده نقطة فرحة عروسة. وعريس. ولا ندمر صناعة. ده النازم تبقى حدول بديلة. العسعار دي ليس عشان نخش فيها مثلا ما هواش مونتج ولا نزله في المجامعات الاستعلاكية بسعر ارخص. لا. ده مرتبط ببورسة عالمية. مرتبط بسعر نقد اجنادي بيدباره الصانع. عشان يحضر احتياجاته ببادة الخام. عشان يصنع. فالعسعار دي ايش يجينا احنا ولا نداخل جمهورية المصاربية ده اعلامية. فنعمل ايه فان ده ندمر الصناعة. نضيف لخانة العاطبين عاطبين جدد. ولا نشغل الصناعة بالبدائل اللي مجصوص عليها في القانون. هو ده اللي نزلنا دي. يعني انت اه بت بتقول للناس علشان اولا ما ندمرش الصناعة وثانيا علشان اه يعني. يعني. الموروث التخليدي بتاعنا بتاع الهدايا من المعادل النفيس. وهو معدن نفيس. انما كل كل موضوع انه اقل عياره. يعني مثلا الاربعة وعشرين له عدد اسهم معينة. يبقى الواحد وعشرين اقل منه في الاسهم من الدهب النقل. الثمنتاشر اقل ازا كان مثلا الواحد وعشرين طب ايها ايها المشكلة كبيرة الى هزا الحد انت بتقول لي الصناعة مهددة بالتدمير وكمان المقبلون على الجواز عندهم مشكلة كبيرة. اه بسبب اه ارتفاع الاصعاط. انا انا ان احنا كمان ندعو لتوجيه النظر الى العيارات اللي موجودة فعلا. انت بقول لحضرتك الحاج. طب ما هذه العيارات هي الاكثر منتشرم في غروبة عميك. اجيل العيارات كل بننتجها والصناعة دول كانوا بننتجوها وكانت بتروج في المدن السياحية في عصر رواج السياحة. وكانت بتصندق. عيارة اربعتاشر انت عارف يعني عندنا يظل اصل قيمة البنت كده. طب بلاها شابكة بلاها شابكة طبعا هي حملة وشعار مثالي. نتمنى الناس تتحمس له وتعيش الواقع يعني. اه وتحاول انها تدبر احوالها حسب الواقع. اه. ولا تغيير النظرة الى الاستخدام المشغول الزهبي. وهو الاسهل. وهو الحل الامسل للجميع الاطراف. اه. الاقتصاد والصناعة متميزة. موجودة هنا من فرعنا. هنقفل على ايدينا احنا يا استاذ وعين? اه. بطول يا اه. 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 يعني ايه. صناعة. صناعة احنا متميزين فيها. لا طبعا طبعا. يعني هنا هنا التفكير في بدائل وحلول. ومحاولة اقناع الناس. بس انت عارف انت بتدخل في اه. اه. يعني. يعني. تقليد من اهم التقاليد. لانه كل بيت بيبقى في اه اما انهم مقبلون على جواز او بيجهزوا لجواز. اه. وبالتالي هيبقوا اه معنيين بهذه القضية يعني. وبيربطوها دايما زي ما بقولك فيه جانب ادبي ومعناوي. اللي هو قيمة البنت مع ان قيمة البنت. آآ يعني. لا تساوي اي مال. بالزبط. وثانيا بانه اصله ده بينفع في الزمن الاخبر يعني او في لحظات المحن. فبينفع يعني. طيب. عشان كده فاندم كان شرطي للناس وانا بتكلم معهم. سماعة والتجار. ان تكونوا معاملة على قدم المسوامة الواحد وعشر والتمنتاشر من حيث التعامل في البيع والشراء. يعني المواطن النهاردة لو اشترى الاربعتاشر. لو سمحتم لما يرجع لأي ظرف من ظروف عايزي ليه يبقى عادي جدا. وهو خاضع لارتفاع اثار دهب وانخفاضها برضه. لانه هو دهب. انما عدد الاسهم اقل فسهره هيبقى اقل. هو دي النظر. اه. اه. وانا طبعا طمعان في 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 الاعلام الاحترم ده حضرتك. انه يساعد في تغيير ثقافة المصير تجاه استخدام المجالات الثانية. الف شكر. هاخد بس تلفون اخير من الاستاذ فاهمي ميشيل من اصحاب المحلات. يا استاذ فاهمي اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ واي. مساء الخير. اعيار 14 يحل المشكلة ولا يعقدها? والله هي يا فندم احنا اه المشكلة في الثقافة بتاعتنا. اه. ثقافة ان احنا نشتغل في دهب نشتري دهب. ثقافتنا ال دايما بنقول ايار واحد وعشرين ده احسن حاجة. لكن في دهب من زمان بنشتغل ايار تسعة. ايار اتناشر. ايار اربعتاشر. ايار تمنتاشر. احنا بنتكلم في ثقافة المصريين. ثقافة مجتمع ايار واحد وعشرين لا بلاش او يعني بالكتير او تمنتاشر. بالزبط كده بالزبط. وكان موجود يعني في السبعينيات كان موجود السائد ايار اتناشر بعظم الشغل الفرعوني اللي كان بيتباع في مصري. في السبعينيات. في السبعينيات ايوة. وبعد كده قلنا لأ ايار اتناشر مايصحش نبتدي نعمل تمنتاشر. فالغاية النهاردة احنا نقدر نعمل العيارات الموجودة والدهب دهب. يعني امتو موجودة في ايار واحد وعشرين. تمنتاشر او اربعتاشر او اتناشر. طيب انت شايف انه ده مرتبط بثقافة المجتمع اه واذا ما غيرناش ثقافة المجتمع يبقى مفيش نتيجة من اللي بيحصل ده. اه شكرا. اه. الف شك. طبعا مسألة اصلها مرتبطة يا جماعة زي ما بقول لكم بيه اه يعني باهم من من اهم التقوص في حياة البشر يعني الجواز اللي بيبني حياة جديدة يعني الناس لسه اه متشددة جدا فيما يتعلق بتقوص الزواج اه والتقاليد المتورثة. ما عندهمش استعداد يقولوا تعالوا نخلق اه ثقافة جديدة اه تتمشى مع الواقع الجديد. اه لكن يعني خلونا نشوف اه ازاي ممكن الناس تستوعب ده وتتفاعل مع الكلام اللي احنا اه سمعناه ده كله وفي كل الاحوال كمان اه قيمة البنت اغلى واثمن من عيار واحد وعشرين اه وبالتالي هنا مش بالعيار اه كمان ال اه ال اذا الاحوال المادية بتقتضي ان الناس شوية تغير اه او تقلل اه مما كان يحدث اه سابقا فيه ناس خلاص كمان دلوقتي حتى اقولك ونعمل فرح ليه و وكل هزيه التكاليف اه طب ما انا ااخد الفلوس دي واعمل بيها اه مشروع او اه 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 نستمتع بيها في 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 صفر او في اي اه 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 قضية تانية يعني يحلوا ازمة يحلوا مشكلة اه التفكير يجب انه يتمشى مع الواقع ومش حنقول اصله اجدادنا وكل اه زمان له اه ظروفه وقواعده يمكن ان احنا نغير ونبدل كل هذه المفاهيم وفي كل حوال كمان ده مش هيبقى حل مشكلة لانه الناس شن تبدل وتغير المفاهيم محتاج سنوات اه وعشان كده ده حل الحكومة وحل وزارة التموين اه هل بقى حيمشي ولا لا احنا استمعنا لوجهات النظر المختلفة اه اللواء كمال مطروح اه رئيس لجنة الامن القومي اه في مجلس النواب وهو كان محافظا لمرسى مطروح وهو من الشخصيات اللي بتحظى باحترام كبير سواء في الاوساط النيابية او في الدوائر السياسية والعسكرية يعني وهو هنا اه قال وجهة نظر وجهة النظر متعلقة بان اه الناس لازم تتحمل الناس لازم تتحمل ليه على اعتبار ان الحالة اللي بتعيشها مصر حالة الامن والامان اللي بتعيشها مصر لها ثمن لها ثمن فالناس لازم تتحمل ارتفاع الاسعار الكلام ده طبعا عامل جدل اه كبير حنبقى نناقش فيه اللواء اه كمال مطروح بعد شوية اول ما يبقى جاهز اه بس تعالوا اه طايم اللواء اه اللواء دكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب وانا كنت لسه بأكد منذ قليل وشخصية بتحظى باحترام كبير في اوساط النواب وايضا في الاوساط السياسية والعسكرية طرح وجهة نظر ملخصها الناس تتحمل لان حالة الامن اللي وصلنا لها لها ثمن هذا الثمن الناس تتحمله في ارتفاع الاسعار يا ساتلواء اهلا بحضرتك اهلا بك يا أستاذ واهل تحياتي لسيادتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين التحية لك يا ساتلواء كلام حضرتك يعني احدث جدلا شديدا ما بين مؤيد ومحتج يعني حضرتك عندك وجهة نظر يا جماعة لازم نتحمل خاصة ان فيه اه صحيح في ارتفاع اسعار وفيه مشاكل اقتصادية فلازم نتحمل نعم بسبب ان احنا نجحنا في الوصول الى هذه الحالة من الامن والامان تفضل حضرك تفضل وعايز كمان في هذا الايطاري اهستاذ واهل اؤكد على بعض العوامل او اللي تقترب من الحقائق اه اول اول حاجة اه عوامل مؤثرة يعني اول نقطة مؤثرة هي كلنا نتفق ان المنطقة بأثيرها كانت بتواجه ظروف استثنائية اه هذه الظروف كانت تستهدف معظم دولها منها مصر عشان اه اضعفها وتفتتها اه لتعرض مصالحها مع مصالح بعض القوة دي عامل اولان مهم كلنا متفقين عليه يمكن مصر ربنا اكرمها ونجت من هذا المستهدف العامل الثاني اننا داخليا وجهنا ثورتين اه 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 في خلال السنوات السابقة لحوالي خمس سنوات توقف فيها انتاج تقريبا اه في منظم اه انحاء مصر ومش كده بس نتج عن هذه الثورات اه بعض المظاهرات الفئوية اللي ادت الى رفع مرتبات اه دخل المعظف في الدولة من سبعين مليار يا سازواء لسنة 2011 الى مئتين وسبعين حاليا وكل ده مئتين وسبعين مليار كل ده بالسلف اه من الدين الداخلية اللي خلت دين الداخل الوقتي يصل الى مئة في المئة اه بعد كده هوت كمان ان احنا اه 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 مصادر دخل المصري بتاعنا اه كلنا متفقين نهاية اثرت كثيرا نتيجة اه الفترة الماضية منها مثلا بعض المصادر اللي هي السياحة اللي كنا بالفتن وعشر كان يمكن وصلت الى 13-15 مليار دولار الان يمكن حوالي اربعة مليار دولار اه الحاجة الاخرى ان زيادة السكانية اه ده عامل مؤثر جدا وده عامل مهم جدا وانا باعتبره يمكن في مستوى الارهاب ان الزيادة السكانية بتزيد كل 6 شهر الان حوالي مليون بشر مليون نسمة اه استاذ واهل 5-6 اللي فاتكوا اننا وصلنا ال 91 مليون ومعنى كده ان احنا عايزين فيه 2 مليون مطلوب ان احنا نؤمن لهم حياتهم مستقبلا فيه سواء عمل او سواء تربية او سواء مدارس او تعليم او صحة او اسكان كل هذه العوامل بتبقى يعني مهمة جدا في التخطيص الاستراتيجي للدول بعد كده كمان نقطة اخرى اننا نواجه تراكمات ماضية كثيرة جدا سواء في عجز موازنات او في معلش يعني لازم نكون واضحين واحنا كلنا متبخين ان هناك فساد متراكم وهناك نواحي متعددة عايزة اصلاحها من اول التعليم والصحة وحاجات كثيرة جدا متقابل مشاكل احنا مش راضين عنها كلنا كشعب واحنا محتاجين وهي كلها محتاجة امكانيات وميزانيات كبيرة في الوقت اللي ميزانيتنا بتواجه او اقتصادنا بيواجه فعلا ازمة حقية كل هذه العوامل بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان احنا في مرحلة استثنائية هذه المرحلة الاستثنائية احنا بنواجه ده نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية وامنية من قوة كرهة سواء داخلية او خارجية كان بيراد بنا ايه؟ كان بيراد بنا للأسف نكون زي سوريا او زي ليبيا او زي اليمن او كلام ده كله واحنا ربنا نجانة بفضل الله شبحانه وتعالى بفضل قيادة محترمة وطنية بفضل جيش قوي ومحترم وطني بفضل شعب يا واعي تكاتف مع كل هذه القوة كل الكلام ده كله ادى ان احنا نخرج من هذا النفق المسلم ونحقق استخرار لم تنتهي معه التربص بينا حتى الان هناك ضغوط سياسية واقتصادية واقتماعية وامنية وكل الكلام ده كله وهو للأسف الشديد بدينا مأثر علينا تأثير كبير جدا وخاصة في المشكلة الاقتصادية اللي هي يجب ان هي او الان بتتعامل لها عمليات جراحية بقى لان وصلت الى مستوى ما ينفعش ان هي تظل عليه هذه المشكلة بتأدي احيانا الى في مرحلة من مراحل الى زيادة بعض الاسعار الى زيادة بعض الخدمات اللي هي زي الكهرباء او خلافو اللي هي بتؤدى بسعر اقل من تكاليفها كل هذه الموضوعات يمكن عايز اقول ان احنا كشعب طول عمر الشعب المصري شعب عظيم وبطل وطول عمره من العصر فرعون القديم والحديث كان هو بسبب قوة مصر وعشان كده بقول ان احنا ما احناش اقل من الشعوب دي كلها اللي هي بنت بلادها بعد وديت امثلة بعد الحرب العالمية او في خلال الحرب العالمية القولة او التانية كان في بلاد اكلت الحشائش اللي في الارض زي تالينجراد ولينجراد في بلاد بنت نفسها بعد ما بقت جات على الارض خالص زي المانيا احنا فينا تجربة قوية جدا في اعقاب حرب سبعة وستين سنوات العجاف اللي عدنا فيها بلدنا عشان حرب ثلاثة سمعين الشعب كله كان متكاتفا وعلى وعي كامل جدا اللي انتفض انتفاضة خوية وحقق نظر لبلده هذا كل الكلام ده بيؤدي او بيحقق او بيدي حقائق معين ان احنا شعبنا القولة اللي طول عمره له تاريخ عظيم يستطيع يستطيع ولا سيامة ايه ولا سيامة واستاذ وائل احنا كنا مبارح مع اجتماع مع سيد رئيس الوزراء كمجلس نواب لان احنا بنقف احنا صوت الشعب واحنا بنقف على كل نقاط التي تؤثر على الشعب فكنا بنتكلم على نقاط اهمة جدا في المرحلة الخاصة في الزيادات اللي هي بتتم في بعض الخمزة الكهرباء وخلافة انما احنا عرفنا ان هناك اجراءات كبيرة جدا من الحماية للفئات الفقيرة الفئات مش عايز اقول الفقيرة اللي هي محدودها للدخل اللي هي يجب ان تساند تساند وتبقى ما ما يبقاش عليها اي ضغوط ولكن احنا بنحمد الله على فضله ان احنا بننزل بفضل الله في بلدنا بنلاقي الاكل وبنلاقي الشرب وبنلاقي الاصناف الفجأة على انواع يعني فيه ولكن انا عايز اقول هناك حماية للمحدود الدخل وهناك توازن في الحقوق والواجبات بنعمل ان احنا عشان نبني بلدنا بناء مصر الحديثة او المصر المستقبل يجب ان فعلا يبقى احنا كلنا كلنا متكتفين ومتحبين عشان فعلا كل واحد فينا يبقى فاهم هذا الضور لان احنا عايزين نبقى فعلا نعبر بلدنا ونقويها وبعد كده نبقى يعني نحقق لها كل الامال والشعب كله يبقى يجني سمارها في المرحلة طيب هو طبعا ستلوا لانه البعض هنا بدأ يتصالد حتى وانا داخل واحد المسؤولين بيقول مش ملاحظ بيقول لي مش ملاحظ ان فيه حملة بتستهدف شعبية الرئيس السيسي متعلقة بالاوضاع الاقتصادية ومحاولة انه تصوير ان البلد بتموت اقتصاديا هل تعتقد ان فيه حملات من هذا النوع انا اولا انا اولا باتفق معك على حاجتين الحاجة الاولانية ان فعلا هناك ابواق خبيثة وايدي خبيثة بتعمل على احداث بلبلة لهذا الشعب واحداث يعني 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 لخبطة في الموقف الداخلي يعني امس يعني احد الصحفيين المحترمين في الاخبار المسائي بيكلمني او هي اسازة بتكلمني بتقول لي الشارع بيقول ايه جدوى المشروعات القومية ده ده مصدقل لكلام سيادتك ده ده هدفه ايه هدفه احداث البلبلة عند هذا الشعب فانا قلت لها ببساطة جدا انت يعني 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 وانا بقولها لسيادتك تاني عشان يسمحها كل الاخوة اللي بيقولوا هذا كلام احنا عافين ان احنا بلدنا بتزيد اتنين مليون زي ما كنا بتقول دلوقتي في السنة من البشر اللي اتنين مليون دول اذا احنا خططنا لنفسنا الان فقط يبقى احنا ما احناش امناء مع هذا الجيل القادم او مع بلدنا القادمة ان شاء الله ولا سيامة ان العلاقات الطيبة المتميزة اللي عملها الرئيس السيسي داخليا وخارجيا واقليميا وعالميا هي اللي حققت لنا هذا العكاس يعني يعني لما نقول مشروع الضبعة اللي هيتم بتكاليف ويمكن بخمسة وعشرين مليار عشان حاجة مهمة جدا عشان ما يبقاش اعتمادنا على طاقة واحدة اللي هي الغاز ويبقى فيه طاقة اخرى اللي هي طاقة نوية اللي يجب كانت تدخل لنا وهذا الخمسة وعشرين مليار دول مش هنسدد بينهم حاجة هيتسددوا على خمسة وعشرين سنة من دخل هذا المشروع اذا المشروعات الاخرى كلها هي مشروعات عشان تستوعب عديد من العمالة عديد من افاق الاستثمار لان هي كلها حاجات تتصل بالبنية الاسدية تتصل بثناء تتصل بنواحي اقتصادية تتصل بتنشيط العملية الاقتصادية كلها لمصر عايز اقول اه فيه ايادي ايادي خبيثة وافكر خبيث بيحاول يعمل هذا الكلام بس انا عايز اقول النقطة بقى التانية ان انا عايز اقول حقيقة ان كل الشعب يدرك ان الله سبحانه وتعالى اقرب مصر بهذا الرجل الوطني المخلص اللي احنا بنفق ان هو مهما كانت مصر تواجه تحديات متعددة الا ان كل هو كل القرار هيقوله هيعمله هو واللي حواليه والمعاونين ليه هيكون لصالح مصر وليس لبيع مصر او ليس للتضحية بمصالح باي فئة من فئات شعب مصر هو شعب مصر وانا اذكر الناس كلها اذكر سيادتك ان هو كلمة قالها في بداية حتى كلمة كانت غريبة ما اسمعناهاش قبل كده قال ايه قال الشعب المصري عايز حد يحنوا عليه يطبطب عليه مش كده يا استاذ وائل اه هو الكلمة دي هي تديك المعنى البسيط او الكبير اللي هو يقف يقف وراءها بس هو عايز اقول حاجة احنا كده دي بلدنا صروف بلدنا هذه هي امكانيات بلدنا يا استاذ وائل كلنا نعلم ان دخل بلدنا الان 631 مليار جنيه المصروفات الاحد الادنى 664 مليار ثم عندنا ديون وخدمة ديون وعندنا الدعم اللي بندفعه وعندنا مهيات الموظفين اللي هتلك 270 مليار عندنا حاجات كثيرة جدا اعباء اذا ما اقفناش وقفة قوية وكلنا عاوننا فيها عشان نزبط اقتصادنا ونعمل العملية اللي هي الواجبة عشان نبني بلدنا مش هنبقى جدعان وبعدين هنبقى هنبص نلاقي بلدنا يعني فعلا بينجح اعداءنا ان هم يقودونا في الاتجاه الخاطئ طيب عشان كده احداك بتقول تحملوا بس حتى لو الناس شايفة ستلوا ان فيه سياسات اقتصادية من الحكومة لم تتمكن من حماية محدودي ومعدوم الدخل يعني انا عايز اقولك حاجة دي دور بتاعنا بقى في مجلس النواب ده الدور بتاعنا في مجلس النواب وده احنا بنعمله جدا يعني انا عايز اقولك حاجة رئيس الوزران بارح كان قاعد مع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وكل واحد فينا انه ما في نفسه ليه لان احنا بنمثل نبض الشارع نبض الانسان المصري وبالذات الفئة المحتاجة والفئة اللي هي ما يضغطش عليها اكتر من كده وعايز اقول لسيادتك حاجة واحنا ده لقينا تفهم كبير جدا عند رئيس الوزراء وعند رئيس وزير مالية وعند كل الحكومة واحنا ده واجبنا ان نتابع بدقة وانا يعني لا تنسى ان منذ سبيع قليلة كنا بنقش المعاشات وقفنا عند الحد الادنى بالذات وقلنا بلايته 75 قلنا لازم تترفع وكنا بنتمنى ان يطفعوا اكثر من كده وترفع على 125 والمعاش اقل معاش في الدولة كمان يترفع رفع كبيرة بحيث ان احنا حتى الحد الاقصى وقف عند حد معين بحيث ما يزيدش لأي موظف حتى بياخد مهما كان بياخد اقصى من 323 جنيه والحد الادنى كان 175-125 جنيه ده عشان الفئات البسيطة لان التركيز الان لهذه الفئات لتحقيق حماية اجتماعية لها لان دولهم مقوط مصر ده شعب مصر وبعدين اللي بيتم في حي الاصمرات في العلاج العشوائيات واللي بيتم في المشروعات الزراعية اللي بيتم في الكلام ده كله هو مناخ مناخ عشان يعمل بفرص متاحة سواء مسكن ملائم كريم او سواء وظيفة مناسبة في مشروع معين احنا عندنا كمان لازم تعرف النواحي الاقتصادية عامل انعكاس على النواحي الاجتماعي عندنا نسبة بصالة مع انها نسبة من 13.5 الى 12.5 انما نسبة بطالة كبيرة عندنا كمان العشويات عندنا نسبة الفق عندنا حاجات كثيرة جدا ما ينفعش الا ان احنا كلنا نتكاتف ونركز فيها عشان ننهض ببلدنا وان احنا مش هينهض ببلدنا الا احنا الا المصريين مش هنتوقع ان قوة اجنبية هتيجي تساعدنا او هي اللي تبني بلدنا لا مش هيبني بلدنا والتجربة بتقول كده عبر التاريخ ما بناش بلدنا بعد 67 الا المصريين ما بناش بلدنا في عصر الحديث بعد ايام محمد علي وبقت مصر امبراطورية الا المصريين وما بناش بلدنا قبل كده الا المصريين وما قفش قدام كل قوة الاستعمارية الا المصريين وثق ان المصريين هم مملوين بطاقة كبيرة جدا وعندما تتفجر طاقاتهم يصبح يا اخي الفاضل المستحيلة ممكنا وقد لمست ذلك وعصفته في كل الحروب انا شاركت فيها ققائد لكل المصريين واللي كانوا تحت قياتي وكانوا كلهم مملوين بالقوة والوطنية وكان كل واحد مستعد يضحب حياته بسبيل بلده فما بالك ان حياه دي قد ايه فما بالك ان احنا نضحي بان احنا نتحمل مرحلة عشان نبني بلدنا ونفهم ونبقى فاهمين وعيين ونبقى فاهمين ان هناك قوة كارهة وسيئة تخليا وخارجيا محليا واقليا بتحاول ان هي تنال من استقرار وامن مصر سيدة لواء بشكر حضرتك الف شكر لواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب هو طبعا هذه الرؤية زي ما قلتلكو بتثير جدلا ما بين مؤيد ومعارض على اعتبار ان هو بيقول لازم نتحمل في امن تحقق وهذا الامن له فاتورة باهظة صحيح الناس طبعا بتكتوي بنار الاسعار في مختلف المجالات مش سلع او اتنين او تلاتة لا في اسعار في سلع مختلفة وكلها بتصيب اساسيات الحياة طيب السؤال حتى اللي احنا عايزين نشرك الناس معنا فيه هل الكلام انه الناس يمكن ان تتحمل يعني هذا الطرح خاصة انه هتشوفه في خلال الاسابيع القليلة الماضية في حملات في الصحف العالمية بتستهدف الرئيس السيسي شخصيا وبتستهدف الوضع في مصر بتتكلم عن ان وكلها بتستخدم نفس العنوين يعني اقولتلك انا جمعت العنوين اللي بتستخدم في بعض هذه الصحف بتكلمه عن انهيار اوضاع اقتصادية ومعيشية وسوق ادارة وعن انه المشروعات القومية الكبرى دي لم تدرس جيدا هو طبعا ما فيش مشروعات قومية بتحقق عائد على الفور يعني لا عائدها بتكون في المستقبل لكن كمان فيه مواطن عادي ممكن يكون قاعد بيسمعنا ويقول طيب انا هتحمل ايه اكتر من كده وفيه محدود الدخل ومعدومي الدخل اللي هو يعني لا يستطيع انه يتحمل يعني حيموت طيب كلام اللي هو كمان عامر يمكن ان يكون منطقيا واقعيا طيب لكن هل السياسات الحكومية نجحت في انه كل الناس ممكن تتحمل حسب طاقاتها يعني انا مش هقول نفس درجة تحمل الغني هي نفسها درجة تحمل الفقير او محدود الدخل او معدوم الدخل لكن للأسف انا سايب كله وبقول للجميع تحمله بنفس الدرج ده اللي هيخليني نشوف وجهة النظر المختلفة المضادة وانا زي ما قلتلكو اللواء كمان عامر من الشخصيات اللي بتحظى باحترام كبير في الاوساط المختلفة وفي الدوائر السياسية والعسكرية ودي دعوته الناس تتحمل زي ما هو بقول احنا كنا بنخوض الحروب والناس عارف انها ممكن ما ترجعش يعني تموت تستشهد يعني فالناس اذا كان على السعدات انها تضحي بارواحها فيمكن انها تضحي ببعض بالمزيد من المعاناة يعني تتحمل المزيد من المعاناة لو استاذ احمد التنطاوي عضو مجلس النواب في وجهة نظر مضادة حسمعه يا استاذ احمد اهلا بيك اهلا وسلام بحضرتك ومشاهدك المحترم اهلا بيك طرح اللواء كمال احنا وصلنا الحالة من الامن والامان في وسط محيط تفتت تمزق ده له فطورة يعني فبيقول للناس تحملوا لان الامن الذي يتحقق ما كانش سهل انه يتحقق بالاضافة الى ان احنا بنواجه حالة استثنائية وانا حتى بطرح ده للناس الناس عندها استعداد اه تتحمل وفقا لهذا المفهوم ولا لا الناس حتى للبعض بيقول ده ضحوا كان يمكنهم يضحوا بارواحهم في تلاتين ستة يعني اه اذا لم يتدخل الجيش في التوقيت المناسب يعني اذا هذا التدخل يعني ربما حصل فيه بعض التأخير شوية او اي امور يمكن انها تعطله ساعات كان يمكن ان مصر تشهد حربا اهلية من قبل خندق خلاص استخدم السلاح ولولا التدخل الجيش في التوقيت المناسب هو اللي حمى الارادة الشعبية استاذ احمد هل شعار الناس لازم تتحمل لاننا حققنا الامن ولاننا بنعيش مرحلة استثنائية ده شعار واقعي ولا لا اولا مصر لم تشهد طابقا حرب اهلية ولن تشهد طوال تاريخها الى ان يرسل الله الارض ومن عليها حرب اهلية وده يعود في المقام الاول لطبيعة الشعب المصري ثم في المرتبة التانية للموقف الوطني للقوات المسلحة المصرية ولازم يترتب بالطريقة دي وإلا بالشكل ده احنا بنروج للرواية اللي احنا دلوقت بننتقد اللي بيتبنوها الاول الشعب المصري ثانيا انحياز طبيعي ومنطقي من قبل القوات المسلحة المصرية للارادة الشعبية ده ده شئبه دي ولا يجب ان احنا طول الوقت يعني نعيد الامر ده على سبيل ما يشبه كده ضمن معايرة المصريين او اخيرهم ما بين المعادلة دي الامن او التنمية المصريين يستحقوا الامن والتنمية والمصريين اللي بيستحقوا الامن والتنمية قادرين بمواردهم الذاتية على تطبيق الامن الحقيقة يعني انا يعني مع كامل التأدير والاحترام لشخص ورؤية السيد النائب بس انا يعني في مسائل انا شخصيا مش متبين اولها المواطن يتحمل يعمل ايه يعني يعني انا برضو عايزة ايه اللي مطلوب من المواطن يعني يرقد في سلام يعني يموت في هدوء وصمت ما هو متحمل اصلا يعني احنا بنطلب منه ايه يعني المواطن بيعمل ايه ما هو اصلا متحمل اللي منهم بيشرب المر شربه متحمل انا عندي موظفين بقالهم اربع شهور ما ابضوش ومتحمل بيجي يكلم النائب بيقول له انا حضرتك دلوقتي ما ثبتنيش على الباب الاول للاجور ليه عشان اقضب مرتبي زي زميلي بدل ما بيتأخذ اربع شهور اه وفي النهاية متحمل كويس اللي بياخد واحد واربعين جنيه بتاعة تشجير ولا مية وواحد جنيه ولا مية وعشرين جنيه بتاع الفحتو اللي اعتماد وانتاج التقاون مطلوب منه ايه معه حضرتك اصلا متحمل الناس كيفت امورها وآآآ يعني تعبير الشطرة بتخزل برجل حمار اهو دلوقتي دارك في البيوت المصرية والناس بتتصرف انا دلوقتي فيه اسئلة منطقية المفروض تتقاون مم مبناش نهضة المصريين غير المصريين والعالم بيحاربنا ده بقى مارت ايه معانا اللي لاجأت للعالم دلوقتي ممثل في صندوق النقد الدولي طلطت منه يفرط شروطه واملاءاته وبدأت انافس فطورة ايه كلها ضريبة سياسية واجتماعية باهظة عشان اجيب مجموعة من الموارد المادية احطها في ايدين مجموعة من الوزراء الفاشلين اللي سابقا توفرت لهم موارد اضعاف دي واساوا استخدامها النهاردة احنا بنقول مجلس النواب بيقدي دور انا بقول لحضرتك مجلس النواب ما بيقديش دور لو بيقدي دوره كان المفروض نحاسب الحكومة دي انفقت المنح والقروض تين كان المفروض كل مشروع الدولة هتشرع فيه خاصة لو مشروع كبير وحيمتد السنوات طويلة وحصر فيه فلوس كتير كان المفروض اطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ليه وقرر فيها ده ما حصلش ما اطلعناش على دراسات الجدوى بتاعة المشروعات الكبرى معرفناش القروض اللي الدولة خدتها قبل كده والمنح لغاية دلوقتي مجلس النواب مر من عمره سبع شهور ولا ثمان شهور الكلام ده ما جلناش ما اطلعناش عليه الحكومة قعدت لغاية من اسبوعين ثلاثة فاته تدعي كذبا بان ما فيش مفاوضات بينها وبين سندوق النقد الدولي وما طرحتش على البرلمان في البرنامج بتاعها ان هي هتاخد كرد من سندوق النقد الدولي وبعدين راحت قعدت معاه فوقضة ضلمة واعلنت الاتفاق وكأن مجلس النواب بالنسبة لها موفيته طحتي الحاصل ولو كان عندهم حفظ سياسي زكاء بلاش حاجة تانية كانوا يقدروا يستخدموا مجلس النواب في الضغط على الطرف التاني اللي بيتفاوضوا معاه من سندوق النقد ويقولوله لو توصلنا الاتفاق غير مرضي مجحف ظالم للطبقات المتوسطة والفائرة في المجتمع المصري نوابه هيرفضوه نوابه هيرفضوه ومن ثم هنتحط احنا الاتنين في موضع حرك انا الحقيقة عايز الناس تتكلم كلام يعني ايه محدد الوقت حضرتك بتقول المصريين يتحملوا مفيش مشكلة بس كل واحد يتحمل على قدر ضقته عظيم اه منا لسه بقول الناس على استعداد للتحمل لكن وفقا لطاقاتها وقدرتها بص يا استاذ وعي انا هي الناس اصلا عامل ايه غير انها متحملة انت شايف حد دلوقتي انت شايف حد بيعمل مشكلة يعني ما هي الناس متحملة بس السؤال السؤال حتى الناس لما تنفخ او تشكو حتى مش هنصادر هنمنعها حتى من الانين والشكوى يعني الناس حتى يعني لما ترفع شكواها لنوابها وتقول لهم انتوا صوتنا انتوا اللي بتمثلونا اه طلبوا الرحمة شوية والشافقة فنقترح تياسات بديلة مش الناس بتقول ايه يعني الحلول ايه الراحة وبهدوه انا راح اجيب 12 مليار دولار وفقا لاملاءات الحكومة ركعت فيها قولا واحدا بان شهور بنقول لهم يعملوا قانون للتصالح في مخالفات البناء هيدخل فلوس قد دي واكتر من غير اي شروط ضايح يفرط ضريبة جديدة بتاعت القمة المضافة ضريبة غير مباشرة يعني ضريبة عمياء يعني بيدفعها المواطن البسيط قبل ما يدفعها الغني ولانه البسيط بيستهلك 100% من داخله في حين الغني بيوفر معظم داخله فيبقى كنسبة وتناسب البسيط بيدفع اكتر كويس كده فنقول لهم يا جماعة في بدايل من داخل نفس النطاق اللي انت بتفكر فيه اللي هو بتحفرد ضرائب الدستور قالك افرش ضريبة تصعودية والعالم الرأسمال اللي انت سعيد جدا وعايزت تحبه به الضرائب فيه بتوصل لما يقارب 70% امريك كويس كده انت عندك دلوقتي بتدفع الغني زي الفهير ليه والدستور قالك في حاجة اسمها ضريبة تصعودية انت حضرتك كان عندك قانون بتاع ضريبة التاروة للي داخله اكتر من مليون جنيه ايه المنع ان ده يدفع لغيته ولا اجلته ليه فين ضريبة الارباح الرأسمالية في البورصة اللي قلت انا هعملها علشان اشجع البورصة تاني يوم البورصة نهارت بعد ما انت لغيته وتحققت خسائر مش مكاسي وبعدين هي بورصات العالم يعني اللي بتدفع الناس ضرائب ما بتكسبش واحنا مصررين ان احنا ناخد من كل نظام اسوأ ما فيه نيجي نطبقه هنا ونقول ما هو موجود في الحتة الفلانية كذا ولا موجود في الحتة العلانية كذا يا جماعة احنا نتكلم بهدو اذا كان فيه نية صفحة السؤال انا باقترح من خلال برنامج حضرتك مبادرة فاضح اكرم لنا ان احنا نطلب شهادة صلاحية للاقتصاد المصري من المواطن المصري لا من صندوق النقد ولا من دولة اجنبية ولا من صحف ومحللين ضربية تعالوا مصر دلوقتي اي انسان ينكر ان احنا بنعاني ازمة كبرى يبقى عايش في كوكب تاني يبقى هو قاعد على الياخت في مرينة وبيطلب من المواطنين اللي في كفر الشيخ انهم يستحملوا ويصبروا وده كلام يعني ايه علشان الناس بتسمعنا وبتتفرج علينا طيب انا اقترح ان احنا ندعو لمؤتمر اقتصادي يحضروا طفوط العقول المصرية من الخبراء الاقتصاديين من كافة الاتجاهات السياسية والفكرية محدش يفرض على مصر اتجاه اقتصادي هندفع ثمنوا لعشرات السنين اللي جايين بالذات لو كان فاشل وبالذات لو اعتد الكذب على الشعب المصري في مناسبات عديدة احنا قدام حكومة في احسن الاحوال عمرها شهور وكما اتمنى يعني ان عمرها يكون ايام الشهور هل يعطل ان احنا نسلم دفع بس انت انت يعني عشان اكمل وجهة نظر اكمل الطرح المبادرة اللي انا باقترح كان لنا ندعو للخبراء الاقتصاديين من كل المدارس السياسية الاشتراكي والليبرالي والاسلام السياسي والناصري والناس تقعد مع بعض تقول بهدو يا جماعة ادي موارد الدولة المطرية ايه ودي مصروفات هاي ايه البدايل اللي انتو بتقترحوها فالناس تقترح بدايل ايه جماعة احنا اتجاهنا اللي جاي كذا فان الاول نصفة قر على نهج اقتصادي مع مصر اللي مكتوب في البرنامج بتاعي الحكومة حاجة واللي بيتنفس في الواقع حاجة واللي موجود في الدستور حاجة تالت وانا مش عايزة الحكومة دي تختطف النهج الاقتصادي بتاع الدولة وتورطنا وتمشي طيب الحكومة دي مش هي اللي هتدفع القرب دي لما نتفق على النهج الاقتصادي ونطرح البدايل ونتفق نقوم من ده نعلن للشعب المصري ونصرحه ونقول له انت هتستحمل في ايه والغاية امتى وكل الناس هتستحمل ونصرحه بذلك استاذ احمد التنطاوي عضو مجلس النواب ده ليه الدعوة اللي اطلقها اللواء كمال عامر انه الناس تتحمل وكأننا نخوض حربا على اعتبار انه ما تحقق من امن له ثمن ولو فطورة باهزة وفيه طبعا قطاع بيقول ان فكرة مبادلة التنمية بالامن هو طبعا ما فيش حد قال انه الامن تحقق والدولة مش عايزة تعمل تنمية لكن كمان ما تبقاش التنمية مقابل الامن يعني لا ان الناس تستحق لتنين طب هل الناس ممكن تتحمل اكثر من ذلك خاصة انه من الواضح ان حتى مع القرد صندوق النقد الدولي ما فيش حاجة اسمها الصندوق ما بيفرضش شروط ده يعني مستحيل لا الصندوق بيدهس العامل الاجتماعي كما هو متعارف عليه طيب حيبق بالتأكيد في خطوات واجراءات تانية وفيه هنا حتى احد المشاهدين واحنا قاعدين بيقول انا مستحيل اتحمل لكن المشكلة ان الارتفاع كل يوم اللي هو بيقول احنا فيه الناس تتحمل بس مش كل يوم زيادة اسعار مفاجئة ده الاستاذ عبدالراضي من قسنا عندي هنا فيه رسالة خاصة امنيت حياتي ان اقابلك يا استاذ ولا انا من برسعيد عند 54 سنة تعالي للستوديو هنا في اي وقت ان شاء الله حالقاك هنا فيه ناس بتقول نموت لكي يعيش المسؤولين يعني يعني هو بيرد على ده هنا كمان والله احنا عجبنا البلد وعجبنا رئيسنا واللي مش عجبه عنده المطار ياخد طيارة على اي بلد طبعا فيه تحفظ على ياخد طيارة على اي بلد دي هو عايزها ويريد ما يرجعش تاني ويسبونا احنا عايشين مبسوطين في بلدنا ومع رئيسنا دي رسالة طبعا ما قدرش اقول لا اي حدس اللي مش عجبه يمشي لا يعني فيه هنا لدي يعني لدي ينفع يتقال لا من الحكومة ولا من الناس العيشة غالية دي رسائل كتير بالشكل ده فيعني ده هتلاقوا فيه تعليقات مختلفة هاخد محمد محمد تفضل استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد سمعني ايو 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 ما حدوتك تفضل عايش تعال لا يتفضل اول انت حدوتك راديو محترم جدا الله يخليك الله يخليك اه وبرنامج يقرأ محترم جدا الله يخليك تفضل استاذ محمد وبعدين انا يا سيد المراحزة عندي 69 سنة دولار اه وقدمت الجيش 8 سنة حربت الحرب السنزاف وحرب 6 اكتوبر اه تمام وابسط حقوقي مش واخدها يعني حتى شقة واخذة من الدولة ما خدتهاش ولاجي نهاردة 3 بلاد اكبر واضع عندي 30 سنة لشغل ولا وظيف يعني يعني انت حربت 8 سنين اه والله وما خدت واخذة حتى زر الطراب من بلبي يا رابط وما افضى وانكلم عزل مجلس الشعب ولا حالات لما انتناج من 50 سنة فاتح عندك ولادك بتقول ما انتش عرف عندك ولادك وانتش عرف تشغالهم وانتش عرف للسيد ورجل التوامين والمارضة برجاء التقرم اللي لكنتشغل عائلوا لواد من ولادي وغلابة بقى ساتر الغلابة والاخر يتحملوا ازاي يعني نتحمل ايه بعد لكله يعني نتحمل ايه بعد لكله وبعدين الرأي اللي بينادي بقى بالشعب يتحمل ذا بينادي الصورة دا بينادي الصورة اللي بينادي الصورة ونتحمل تحمل ايه يعني نهاردة عندك 69 سنة خائف ان انا اموت واضح في كلمة دي ويالهم ارزي ايش حقي ويالله محسنين واسموهم مصري والاتنين ادو خدمة العسكرية زي انا برجو هذا شي عجيب يعني طيب شي عجيب انت بتقول يعني انت عب تحمل انا عايز حضرتك تجو تصورني وشوفي عن طبيعة وارضة وضعي ومعيش كين شكلها يعني انا معايا ثلاث ولاد مش متجوزين مش 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 غالين ومعايا ولاد متجوز ومعاها بنتين ووجد يعني محسن رجاء التقرر تعالوا صورونا وشوفونا على الطبيعة عشان ما تقولوش الناس دي وارضة في كلمة دية مهماش مصريين وارضة تحملين هذا شيء يعني غريب ده شيء بسكين الغضب في نسية الناس حقيقي يعني طيب والله يا عمم بحمد بقول كلام ده بقول كلام ده موارزة هو ما عندوش الصفاق الموارزة في كلمة دية اه لانا دخل مثلا على الفين جنيه هو بسم الله ما شاء الله دخل عشر عشرين عالف جنيه مش هنحس بالفضل اللحنا فيه فالشيء عقيل انت بتشغل ايه عم محمد بتشغل ايه عم محمد بتشغل ايه نعم بتشتغل ايه عم محمد عشرين بسعة وستين سنة كم تسعة وستين سنة تسعة وستين سنة ربنا يديلك الصحة الله يبارك مبتشتغلش دلوقتي يعني مبتشتغلش ما عاشي ما عاشي 2500 جنيه يعني انت بتاخد معاشك تنفق بيه على ولادك التلاتة على ولادي موافزة في كل مدينة ولادي التلاتة وعيل معاها ولدين والتاني معاها بنتين وود كانت كانوا واحد موافزة في كل مدينة وللأسف حتى شاب ده يبيه موافزة من مجلس المدينة نسطف الطلبات وطلباتنا اكيد مية في مية بتروح استندريك المهملات لان احنا اصلا مهملين ما يدرش على اولادك التلاتة ما بيشتغلوش ما بيشتغلوش واحد واحد شغال موافزة سواق وموافزة بلون صلاقي وكثرت طلبات في الصلاقي عشان يعينوهم مطلح للأسر ولا حياة المنتين محمد الثامن سنين اللي ما بعدتهم في الجيش موافزة بعدهم في الإسماعيلية ربنا انا اداء كنت تبقى طيب يا محمد الف شكر في كل الاحوال يعني يا محمد نموذج يعني بيسلط الضوء يعني هو اداء حارب اه 8 سنين اللي دخلوا الجيش اه في الفترة ما بين 67 وما بين 73 دول قعدوا مدة طويلة كبيرة يعني هو بقول انا حاربت في السنزاف وفي الحرب اكتوبر وبالتالي يعني هنا اداء يعني في دول زي الجزائر مثلا بشوف اللي هي بيشوفوا اولاد عائلات المقاتلين والشهداء اه اللي هم قتلوا في مواجهة الاستعمار الفرنسي وفي عائلات منهم اصيبوا عائلات استشهدوا عائلات الناس موجودين يعني بيشوفوا اولادهم فين بيشغلوهم يعني بيعملو لهم المطالب الاجتماعية والمعيشية بيحاولوا انهم يسهلوا لهم يعني اعتبار دول كمان دفعوا ثمنا فينا ثانية ما دفعتش هذا الثمن لكن في كل الاحوال ده لانه اللي هو شعار تحمله فالراجل بيقول ما انا دفعت ثمنا للدفاع عن البلد وطبعا اللي بيدافع عن البلد لا يطلب مقابلا هو بتكلم عن انه يعني كل اللي كان بيتمناه ان حد ممكن يقول له تعالى نشغل ابن من ولادك يعني يا استاذ محمد ايضا استاذ محمد تفضل محمود من البحيرة استاذ محمود تفضل يا استاذ محمود ايضا معك باش تفضل ناش هم على هو تحملوا الناس تستطيعنا تتحمل لان احنا بنعيش ظروف السلسنائية ولا ايضا ولا الناس لا تستطيع ان تتحمل اكثر من ذلك سلام عليكم عليكم السلام وطلعه وبركاته تفضل استاذ وقل معي او انا معاك تفضل معاك محمود رسلان من كفر الضوار اهلا بيك تفضل حضرتك رئيس استيس وعاد لك زمرة باش على اصعار حتنزل حتنزل حضرتك انا باش شعر يوم بخمسين جنيه وما فيش حالة من لحجة زي ما انت شايفي انا باش وبعدين في الاصعار ده وبالتالي هنا انت بتقول شعار تحمله يعني ما تدرج تتحمل اكتر من كده ايه يا باش والله عزيزي لا شعر عدغالي او كل حاجة بتقليه مصرف مدارس ومش عارف اعمل ايه ولا ايه طيب طيب انا بشكرك طبعا احنا لو خدنا يعني مداخلات من الناس متعلقة بداية يعني حنلاقي فيه الناس بداخلها الكثير لكن كمان خلونا نقول انه وجهة النظر اللي بيترحها اللواء كمال عامر فيها اه لا فيها ايضا جانب واقعها درجة التحمل بقى انه الناس تتحمل بنفس الدرجة بسبب سياسات حكومية هو ده المشكلة يعني الناس ما هي متحملة وعلى استعداد نها تتحمل لكن كمان كل وفقا لطاقته يعني استاذ منصور تفضل يا استاذ منصور تفضل عليكم السلامة وطلو بركاته تفضل مش هو استاذ وائل ده تفضل ايو انت على الهو انا معاك انا كنت شغل في شركة عصمان احمد عصمان اه وساعة الجيش اتفصلت بعضوني جواب انزار فاصل ووالدي والدي خد الجواب دورة ما وانا وانا هنا في الشهون بتاع اسكندرية حضرتك بالوقت كنت في انتضام الاجتماعي بابني عند السكر انا سمعك انا سمعك عند السكر ودحاجك في المستشفى الميري وربنا اعلم بسبب الانترين ايه الليك مفيش وانا عيني وانا شغال جت حصوية في عيني بواب طب بصوا هما هياخدوا البيانات واحنا هنشوف لك ازاي نحل المشكلة معاك ان شاء الله بشكل الشخص طيب في كل احوال بس استاذ بدر من السويس قبل ما ننتقل للموضوع التاني وساس بدر تفضل تليفون اخير تفضل وساس بدر حضرك اسمي خدر ومس بدر خدر ايه خدر من السويس ساس خدر وساس خدر تفضل حضرك الناس بيقولك تحمل هل اتحمل مثلا سياسات حكومية خاطئة اتحملها انا انا عاوز من الحوار المجتمعي احكاية تحمل الحكومة تنزل للناس ما تكلميش في برج عاجل ويقولك تتكلم كده احنا عاوزين الناس بحوار مجتمعي مع الناس علشان الحكومة تفهم الناس الحكومة شاهم الناس طيب وبالتالي انت بتقول كيف يطالبوننا بالتحمل طيب هاخد تليفون اخير ايضا من النائب هايفم الحريري يا استاذ هيسم اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ وائل شعار تحمله بيترحه اللواء كمال عامر رئيس لجنة الامن القومي بمجلس النواب على اعتبار ان ما تحقق من امن وامان له فطورة بالاضافة الى ان احنا بنعيش حالة استثنائية خاصة يعني تعليق يا بسيس هايس يعني الشعب المصري اثبت على مدار عشرات السنين اللي فاته انه اعظم شعب يستطيع ان يتحمل الكثير لكن هناك شروط للتحمل الشرط الاول ان يشعر اننا في الطريق الصحيح ونحن لا نسهل في الطريق الصحيح وبالتالي ان استحمال النهاردة حقيقة استحمال خطأ لانه بنسمح انه يعني نستمر في الطريق الخطأ والشرط التاني ان يشعر ان هناك قدر ولو ضئيل من العدالة في مقدار التحمل بمعنى ان كلنا شايلين الشيلة مع بعض وهذا ايضا غير صحيح المواطن النهاردة يعني ساعة معينة من المواطنين افقر ناس في البلد اي اللي شايلة البلد افقر ناس في البلد اللي وقفت عند رئيس الجمهورية ودته اصوات لم يحصل عليها احد من قبل في اي انتخابات ووقفت جنبه ولما الرئيس قال له انا مش مش عايزة تجيكو انا مش هادر هما النهاردة دقول له نفس الرسالة احنا مش مش عايزين نستحمل احنا مش قادرين نستحمل الشعب المصري مستعد ان هو يبدل رويا بجنب الدولة دي لمدة عشرين سنة لحد ما وقف على رجلنا ونبقى احسن دولة في العالم لكن احنا محتاجين نؤكد نؤكد ان احنا ماشيين صح زميلي احمد طنطوي كان بيتكلم عن بدائل وانا متصف في البدائل اللي هو طرحها هناك بدائل عزيزة وهناك تقسير شديد بل ربما يوصل لمرحلة التواطئ لفارح ساعة معينة فينا المجتمع الحكومة تاكل وتشرب من عرق البلد وهنتفوز البلد وتاخد وتاخد من جيب الغلاب هبنكتلمش ليه عن الكهرباء عارقة بتاخد جنيه ونص من غلاباء في الكهرباء وجنيه ونص من غلاباء في الماء وخمسين جنيه في الأدوية وخمسين جنيه في المواصلات وفي البنزين وتاخد من مرتباتهم مش بتزود مرتباتهم هم يستحملوا ازاي لو احنا نستحمل كلنا نستحمل الوزراء الشركات حالتك فيه ثلاث مصانع بترول توقفت في الزيارة الأخيرة رئيس الجمهورية يعني احنا لو بنتكلم على اقتصاد الدولة فاحنا بندر باقتصاد الدولة عندي عمال شركة الترسانة بقالهم شهرين قاعدين بره بيوتهم ما بيشتغلوش طب دولة يتحملوا ازاي عندي شركة نيازة فيها مشاكل والانتاج بيقل وبالتالي الفلوس بتقل والأرباح بتقل يتحملوا ازاي ما احنا لو عايزين نتحمل ندي للناس امارة ان احنا ماشيين صح وان احنا ان شاء الله بكرة اللي جاي هيبقى احسن لكن تقول ما احنا بنقول للناس كلام بظلم اي افعال بالعكس هما بيهروا افعال بالعكس بيشوف الوزراء ماشيين في مواكب بيشوف وزير بيغير مكتبه بيغير عربيته لما يشوف دول هو ازاي يستحمل ازاي يقبل ان هو يتحمل الحلول دي مش هتجدي مع المواطن احنا عايزين نشتغل بجد واحنا اكثر الناس حارفين على نجاح رئيس الجمهورية لان انا بعترف وبقول اذا نجح البلد هتنجح واذا لاخد والله فشل فاحنا كلنا هنفشل معاه واحنا مش حمل فورة تالتة ومش حمل ان المواطن البسيط يطلع يصور في وشينا ومش عايزين ده وشطرات الحقيقية ان احنا نمنع ده نمنع ده ان احنا نعد للبسلة شوية ده احنا طول الوقت نميلين على الفيض وبناخد منه وبناخد منه في الدرائب وناخد منه عشرة جنيه عشان سندوق رعاية اجتماعية والصحية للقضاء وناخد منه خمسين جنيه عشان نعمل محاكم محاكم مجلس الدولة المواطن يجيب منين يعني قولي قولي منبع اللي المواطن ياخد منه فلوس رجيل هو في الاخر ياما موظف ياما سريح على باب الله انا مش بتكلم بقى على زي حالاتي يشغلين في البترول او يشغلين في الكهرباء ولا بتكلم على الخضاء ولا على زباط جيش او شرطة او في البنو الفئات اللي هي عندها قدر من الماء او مرتب او دخل شهري ثابت يسمح لهم بحياة كريمة في ظل الصقوبة الاقتصادية اللي موجود انا مش بتكلم على دول انا بتكلم على السواد الاعظم من الشعب المصري اللي النهاردة طماطم بيتعشر جنيه عليه اللي النهاردة ما بقاش قدر يشتري القدر البقيل ده غير بقى مشاكل قدوية غير مشاكل التعليم المدارس اللي احنا داخلين عليها غير مشاكل العيد اللي جاي طب الناس تحمل ده ازاي احنا لو احنا بنتكلم على التحمل انا شخصيا مواصق في الشعب المصري ووثق ان هو يتحمل معنا خمس سنين تزوف اسوأ من دي بس نسبت له ان احنا ماشيين صح ان فيه عدالة اجتماعية في التعليم وفي الصحة وفي الوظائف النهاردة عارتك بتشوف الوظائف الخاصة بالقضاء فيه فئة معينة هي اللي بتوصلها وفئة محرامة عليهم هو عنده اشكلية في دي حاسس ان فيه عدالة حاسس ان فيه صورة بجد قامت في البلد دي وفيه تغيير حيحصل احنا مش بنعمل ده احنا طول الوقت بنلعب على مشاعر الوطنية الصلبة القوية المتوازكة لدى المواطن المصري لك في نفس الوقت وطنيته هتخليه يخرج عشان يحمي البلد لانه شايف ان هي ماشية غلط احنا مرة تانية اكثر نتحل فيها على نجاح الحكومة وعلى نجاح رئيس الجمهورية وبنتكلم جوه المجلس لربما احد يسمع صوتنا وينور بسيط حد ويفتح ويدان حد ويعرف ان احنا اللي بنقوله هو القصوة طيب استاذ عيسم ربما شعار تحمله اللي بيطرح بكثافة وقوة على اعتبار وانا كنت لسه بقول احد المسؤولين كان بيتكلم معي وانا دخل على الحلقة وبيقول انه ما اتلاحظوا انه في حملة على بتستهدف شعبية الرئيس السيسي وهي هذه الشعبية هي بمثابة رمان ميزان يعني بيحمل المجتمع وفي حملات في الصحافة العالمية بتستغل انات الشكوى عند بعض المواطنين وبالتالي هنا شعار تحمله علشان الناس تخفف من الشكوى ومن الانين اللي البعض بيستغله يعني بس يا سيد الرئيس الخليان اعترف بالواقع يعني سقوط نظام مبارك يرجع ان مبارك مارس ممارسات اكثر من يعني مش عايز يعني لا تملك اي قدر من الزكاء ممارسات غبية التوريخ على سبيل المثال وبالتالي ده كان سبب رئيسي الاسقاط الانتخابات المدورة في 2010 كان سبب رئيس الاسقاط غباء الاخوان الارهابيين والعنف اللي كانوا بيمرسوه كان سبب رئيسي لخروج الناس في 36 وبالتالي لم يستطيع احد ان يتلاعب بشعبية الرئيس السيسي ولا يحاول اسقاطه الا الرئيس السيسي نفسه الرئيس السيسي هو القادر الوحيد على زيادة الشعبية اللي اعترف انها انخفضت النهاردة على الرجوعها مرة اخرى اذا رجع بمصر للطريق الصحيح وهو القادر على اضعاف هذه الشعبية او مزيد من اضعاف هذه الشعبية اذا استمرنا في المصار الخطأ احنا عايزينه ينجح وعايزينه يستمر السنتين الجايين وبقول من حقه ان هو يترشح 4 سنين لو الشعب اراده واسخ فيه مرة تانية ولايه افضل المرشحين يجيبه لكن اذا استمرنا بده الشعب اللي هو بجنبه والديره اعلى الاصوات وهتف باسمه هو شعب اللي حيفض استمراره وده حق مطلق للشعب فكرة المثومة بالغذاء والامن انا عايز اقول لك اي حد تفهم ابجديات الحياة يعني ان الغذاء هو اول حاجة في الامن لو انا مش لايه الغذاء بتاعي محدش تكلمني عن الامن هو الامن ايه ايه هو الامن ان انا بقى شيء بالخارجية في الشارع طيب فيه بالخارجية في الشارع الامن هي ان انا مليش اكل اه هو الامن ان انا مليش اكل لو انا مش قادر اكافي بيتي اكل مش بقول بقى ولا علاج ولا تعليق ولا لبس طيب نسمع وجهة نظر مضادة وخليك معايا أستاذ عيسة أنا بلاقي فيه تعليقات من الناس يعني شعار تحمله متجاوبين معاه جدا وفيه ناس تانية بتقول ان احنا بنتحمل لكن اللي هو ايه المشكلة ان كل يوم فيه مفاجآت جديدة بتزيد بتزود مرارة الحياة علينا يعني كل يوم عندهم فيه صدمة تاخد الاستاذة وسام موسى عايزة تعلق استاذة وسام تفضلي نساء الخير يا استاذ وقال على حضرتك نساء الخير تفضلي انا هعلق حضرتك على تحمله بس اول عايزة اوجه حاجة يستدق اعضاء مجلس الشعب اللي هما رفضين دعوا تتحمله طب ما يريد يبتدوا هما حضرتك واشوفت مبادرة منهم ان هما بيتنزلوا حضرتك عن مستحقتهم استاذ وقال ده انا ليه تحرك قريب في بيت المصير سمعت ان هما بياخدوا حاجة اسمها بدل مصير يعني حاركي لك انتخيل ان عضو مجلس الشعب اللي دخل مجلس الشعب دفع حلوس قد كده دعاية انتخابية طب ما انا عايزة كده اشوف مبادرة من عضو واحد من اعضاء مجلس الشعب يقولك انا حتنزل مش عايزين احنا اخي يعني السواد الاعظم منهم بديا مرتاحة ما يتنزلوا هما الاول عن مستحقتهم بتبقى مبادرة منهم قبل ما يعلقوا مش عجبهم وبينتقوروا تزوائل نرجع مع بعض شوية بالتاريخ كويس تفكر حضرتك لانتسبعة وتمانين ايام المرهوم الدكتور عاطف شد لما كان رئيس بزارة وكان حضرتك وزير الاقتصاد الدكتور الرزايل وتفتكر حضرتك كان ايامها تعليقات بتاعت الاستاذ احمد رجب ومصطفى حسين وفلاح في الكفر الهندوى كان مصر بتعدي في وضع اقتصادي زي اللي احنا فيه دلوقتي ايام حضرتك القرد بتاع نادي باريس وصندوق النقد الدولي كويس بس كان ايامها حضرتك المعدن البني ادم المصري غير للأسف المعدن الموجود دلوقتي الناس اتحملت كان وضع سيء كان وضع صعب حضرتك عدينا بالبلد ليه لان فيه ولاء وحب وانتماء حقيقي للبلد اللي بيتكلم وبيقولك الغالبان ويه ويه سمها الغالبان ويقولك هو حيقدر يتحمل مصاريف علاج ومدارس هو ليه بينصوا حضرتك ان الحكومة كويس بتدعم الناس دي من خلال فيه بطاقات تموين فيه علاج ليهم التأمين الصحي فيه حاجات بتتعمل للناس الغلابة كويس فعايز اقول لها حضرتك حاجة يا استاذ وائد اكتر ناس ممكن تتحمل هي الناس الغلابة وعارف ليه لان الناس دي مؤمنة بجد وخايفة على بلدها ومش بتاعت شعرات ودي ما بتتسلمش اللي بيطلعوا بيتكلم بيقولك البلد والاقتصاد بيقع ويه 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 الناس دي يا استاذ وائل اغلبها قاعدة في الساحل الشمالي وقاعدين خاضرتك في اللي يخد بتاعتهم برا وقاعدين بس بيتصدروا للناس والشعب البصري الاحباط والخوف والقلق من خلال الفيسبوك بواقع التواصل لكن في ارض الواقع اه خنقول في غلق اه في غلق مقدرش انا لو انكرتها ابقى واحدة مغيبة او واحدة ست كلمة مش مزبوطة لكن حضرتك مقابل الغلق الدولة بتعمل حاجة للناس اه بتعمل للناس حالك اللي هي غلبانة وتحتقاط الفقر لكن لازم حضرتك وبعدين انا سمع حد بيقول الامن مش اه 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 مش ان ما لاقيش عايش لا هو في عايش طب حضرتك حتقل انا عايزة اسأل لبيسة السؤال ده حضرتك حتكسب ايه كويس لو انت بقيت بقى داخل الفرد في البلد دي مليون جنيه شهريا كويس وبيتقطع تحت في الشارع ومش قادر تفتح باب بيتك وتمسل طب ما حتكسب ايه حضرتك حيشدك ايه حابب تاخد فلوس الدنيا يا طبقه زي طب ماها ليبيا كان شعب الليبي ايه حالات المستوى الداخل بتاعه هما فين دلوقتي حضرتك والسوريين ويه ويه بلاشه النبي اللي بيحب البلد بجد حيقف جنب البلد وانا ديتنا يعني انت متحمسة لمبادرة اللي هو كمال عامر اللي بيقول فيها تحمله لان الامن ده اه تمنه غالي جدا اللي احنا حققناه وبالتالي الناس لازم تتحمل اه هذا الفمن تتحمل الناس تتحمل لحد معين كويس اه حضرتك قدر اللي هو بطلق بس ياريت كتلوة اللي اه عضو مجلس الشعب اللي عامل لبادرة اقول له انا عايزة اشوف خطوة من قدراتكم اعضاء مجلس شعب وابتدوا ان تثبتوا الاول للمصريين دي اول حاجة اقفوا جنب بلدكو حساعتها كل المصريين والناس الغلابة كونوا انتوا قدوة انا عايزة نفت وعايزة المداخلة اللي كانت قبل منك اللي بقولي اه اه الوزر اه الوزر انا حرج ضدها حضرتك عربيات الحراسة اللي مع الوزراء اللي ملحاش حد ضد من داك بتكلف البلد بنزين ومرتبات بص حضرتك هي في حاجاتها عايزة تتضبط كويس بس نتحمل اه نتحمل ونقف مع بلدنا واللي محوش يساعد حضرتك اللي اللي معاه اللي معاي فاعد اللي معهوش حضرتك لكن ان انا اطلع واقعد واتهجب اه طبعا الامن حضرتك لا يقدر بثمن الامن دا كويس راح ثمنه عارب يعني ايه حضرتك دم دم ناس كتير قوي دم امه اللي بقى تحرق على ابنها طيب اطفالي تشتب هاخد تعليق اخير من الاستاذ هايفام الحريري في وجهة نظر هي بتقول بعض عضاء النواب مجلس الشعب النواب مدلدلين رجلهم في الميا في الساحل الشمالي وبيقولوا للناس تتحملوا ازاي هي بتقول الامن ملوش ثمن كنتو غالية جدا يعني وبالتالي الناس لازم تتحمل تفضل يعني فيما يخص الجزء الخاص بمجلس النواب انا بضم سوريا صوتها واحنا فعلا بناخد اخدنا بدل مصيف وبالتأكيد بناخد مرتب تبقى للدستور وتبقى للقانون وبالتأكيد هي كلام مصحيح في هذا الجزء ام فكرة ان احنا الامن ملوش ثمن هو فعلا الامن ملوش ثمن وما حد مختلف على قيمة الامن لكن انا بقول ان جزء من هذا الامن هو الغذاء ان انا بتكلم مصر ان انا بتكلم على الغذاء لان بجديات الحقيقة نهاردة اول بتاخد فلوس بتروح تشري اكل لعيالك مش بتروح تصيف لهم ولا بتجيبلهم لبس ولا تحطنهم في التعليم الغذاء النهاردة ما بيهاش متوافر المرتب اللي بياخد انا كان بيكلمني مواطن من سهاج يقول لي انا خمسة وعشرين سنة مدرس داخله الفين خمسة وتسعين جنيه اقول له حقيقة رقم تاني مدرس خمسة وعشرين سنة الفين خمسة وتسعين جنيه وعنده اربع ولاد ست جمعة الراجل ده يعمل ايه انا بقول له يعني انت لو عايش محترم مستحيل بعايش محترم مستحيل بألفين جنيه بألفين جنيه اكل اربع بطون وهو مراته ست بطون بيأكلهم ازاي انا مش عارف ففكرة الاستحمال انا بقول الشعب المستهدي يتحمل والشعب لما وقف جنب رئيس الجمهورية وقف لانه هو كان عنده امل كبير انه هو الراجل يحطينا على الطريق الصح في حاجات بتعمل صحة في بلد ايوة في حاجات بتعمل صحة في البلد لكن في حاجات كتير بتعمل غلط السياسة الاقتصادية والمالية اللي بتعملها الحكومة النهاردة دي هي سياسة فاشلة اداء الوزراء اللي موجودين بالجزء الاكبر منهم اداء فاشل ولا يصحك ان احنا كنا نديله الثقة ولا يصحك الموازنة اللي قدمونا ان احنا نستمر بيها حتى لان احنا مستكين نقف وقفة حقيقية كل واحد يحب البلد دي نوقف اي شعارات طنانة واي شعارات بتنشد الوطنية وبتنشد الدين والكلام ده ونتكلف مصلحة البلد في الاتجاه اللي احنا مشين فيه ولا مصلحة دا في الاتجاه داني اللي قول الحق فضيلة بشكرك يا أستاذ هيسم بشكرك جميعا في تعليقات من الناس على شعار تحمله الناس تتحمل ازاي وهم رفعوا مرتبات القضاء والشرطة يعني يعني خلينا نشوف الناس مرتباتها يعني حتى والشرطة الناس بتستشهد الزباط هنا فيه كلام بيقول أنا مواطن تحت خط الفقر لكن واجبي أتحمل من أجل مصر أستاذ أستحلفك بالله أبتكلم عن مشكلة خاصة الشعب مش قادر يتحمل دي رسالة تانية الأسعار ارتفعت من أول شهر أتصرفت فيه مرتبات مجلس الشعب فيه ناس طبعا بتتكلم عن أن الحرام الغلبان يتحمل علشان النخبة وكريزة المجتمع هتلاقي هنا الجدل ما بين الناس بتفسر تحمل أنهم على استعداد للتحمل والناس تانية طبعا شايفة أن فيه سياسات اقتصادية حكومية بتخليهم كل يوم بتنزل صاعقة على رؤوسهم متعلقة بارتفاع سلعة جديدة وسلعة أساسية متطلبات حياة معيشية بتزداد مع كل يوم كل يقصة يوم الناس بتلاقي فيه متطلبات معيشية واجتماعية بتزيد في كل الأحوال نقشنا الموضوع تحملوا شعار واقعي ولا ليس واقعيا تحملوا لأن ما تحقق من أمن وأمان ومن وقوف على أقدامنا ملوش تمن ده شعار واقعي ولا كمان هو إعادة لفكرة الأمن مقابل التنمية يعني أنا ببدلكوا الأمن فمحدش يسألني عن التنمية طبعا ما اعتقدش أنه يعني هنا ممكن تكون السياسات الحكومية لم تصل حتى الآن إلى الحد اللي بيلبي مطالب الناس لكن بالتأكيد التوجه الرئيس وأنه يقود عملية تنمية حقيقية هل بقى الارتفاع الكبير في الأسعار وفي متطلبات الحياة المعيشية والاجتماعية بسبب سياسات الحكومة التي فشلت في مواجهة هذه المتطلبات وهذه الأعباء ممكن تضيع ده وتضيع شعار تحمله لأن الناس بطبعتها بتتحمل وأي حد هنا كل الناس يعني بيقولك أنا مستعد أتحمل من أجل مصر ولكن وبعد ولكن بيقول أنه عنده حدود وعنده طاقة مقهى مقهى الملك فاروق في الأسكندرية في أثناء مرور موكب الملك فاروق في سيدة يونانية اعترضت الموكب وقالت له لازم تنزل تشرب عندي حاجة في المقهى من يومها وبالفعل لبى الملك فاروق طلبها ومنذ هذا اليوم يعني اعتاد الناس تسمية المقهى بمقهى الملك فاروق وكانت حتى فيه الاتجان المتعلقة بالملكية احتفظت بها حين مرورك في شوارع وأزقة حي بحر بالأسكندرية حيث عبق التاريخ يمتزق برائحة نسيم البحر تجد بها جزءا تاريخيا أصيلا منفصلا عن الزمن الحالي يخطف نظرك فجأة تاق الملك فاروق على قدران مقهى قديم اسمه مقهى فاروق لتحكي لنا هذه الجدران تاريخا وقصصا وكثيرا من الذكريات وعن سبب تسميته بهذا الاسم اختلفت الأقاويل والحكايات أنا وارس القهوة عن والدي الله يرحمه الناس الهديمة اللي عايشها في بحري واللي بيعودوا في القهوة من زمان بيقال ان الشارع اللي جنب قهوة فاروق اسم الشارع ده شارع التتويق أما التوج ملك فاروق على ملك مصر كان معدي من الشارع ده كان رايح لأصر المنتزم كانت القهوة دي صحبتها واحدة يونية كاسمها ميري اعترضت الموقب اللي كان معدي فيه الملك فاروق وأصرت ان الملك فاروق ينزل يشرب حاجة ويسلم على الشعب ان كانت هي المقهة الوحيدة لأيام الملك فاروق كانت موجودة الشارع ده صمية بشارع التتويق كان لما يديجي الملك يتوج ملك يعدم الشارع بده لغاية راس التيم يعدي الملك والناس تشوفه وكلام بقى خلاص سيبقى الملك فعشان كده دي بتعتبر من أماكن الأسرية المكان كان بيلتقي فيه الملك فاروق مع أصدقائه لشرب الشيشة فهي تعتبر علامة تاريخية من العلامات الموجودة في منطقة البحر القهوة كلها انا بحس فيها بتاريخ مصر لان القهوة قديمة برضو عمر طويل وتعتبر يعني من الحاجات الأسرية اللي موجودة في المنطقة وبمجرد أن تتخطى قدمك عتبات المقهى تجد في استقبالك الكثير من التفاصيل القديمة بين صورة التاج الملكي ولافتة النحاسية فاخرة وأعمدة من الرخام النادر وأغاني زمن الفن الجميل ليخبرنا مبنى المقهى العريق أنه سيظل يحمل التراث الجميل للأجيال القادمة محتفظا بروح الرقي والأصالة أول حاجة الوحيدة اللي كانت في القهوة دي يعني كان العواميد الرخام اللي موجودة في القهوة دي العواميد دي رخام رخام نادر دلوقتي أن أنت تلاقيين بيقولون نجبله خلصت أصلا فحاجة برضو قديمة من زمان هي دي حاجات من دي الحاجة دي معمولة من القهوة من زمان يعني إحنا شارينا والرخام ده موجود في القهوة دي بحافظ عليها أن أنا كل فترة بجيب اتجاب تاج قصدك على التاج يعني بجيب كل فترة حد بيجي يلمحها أنا دايما محتفظ بالشكل القديم للقهوة اللي أنا بشغل جاني أم كلسوم وعبد الحين بحافظ كل أغاني القديمة أمر زي اللي ساعدتك هو هدي ده أبونا يوناني تحفة حاجات تحفة حتى البروزات اللي موجودة تحف حاجات دي كلها تحف فلما تيجي تبني حاجة حديثة بتموت يا قديم الناس برا الحاجات دي بتحوط عليها وبتعملها أماكن أسرية القهوة أجمل ما فيها صحابها لأن هم حافظوا على الأسر اللي هم أخدوه مغيروش فيه لو البلد كان الصحاب بتاعها نفس المنظر كانها تبقى تفاروق هي أسكندرية ماصي كل الدول فيه شباب بتيجي مهتمة تسمع الحكاية تبقى تيجي حبة يعني المكان دا لقى عشق عند الناس من مصر بتيجي كان فيه في الوقت اللي كان فيه سياحة كان فيها جانب بتيجي بتيجي من كل حتة الناس بتيجي بتيجي عقس مصر نك تخشي تتفرجي على شباية الصور تحسي بعبق التاريخ ولما تسمعي بقى الأغاني الأديمة من عبد الوهاب وفريد ومخلثوم تعيشي جو تاني خالص ورغم مرور ما يقرب من مائة عام على إنشاء المقهى تجده مملوءا بالرفق وقد أصبح مكانا يجمع بين أحضانه ضحكات وحوارات مر عليها زمن فات ليحتسوا مشروباتهم وتذوب أفكارهم وحكاياتهم في فنجان من القهوة التي أصبحت قهوة بطعم التاريخ بارك لا تاريخ واللي عاش بحري يبقى تاريخ مصر إحنا التاريخ كله ألا ليت الشباب يعودوا يوم طبعا يجمع ما بين عبق التاريخ والذكريات الجميلة الست اليونانية زي ما قلت لكم اعترضت موكب الملك فاروق وقالت له لازم تيجي تشرب حاجة ومن يومها مقهى الملك فاروق وإحنا بنتكلم عن تحمله طيب الناس ممكن فعلا تتحمل بس كمان ما هي بتاخد ايه بقى في الصحة في التعليم في الخدمات التي تقدم للمواطن يعني حتى في بعض الناس كانوا لك تشوفوا في أوروبا حجم الضرائب عامل ازاي آه كبير لكن بيشوف طريق منتظم شوارع نظيفة حضائق أمام البيوت يعني بتقدم له خدمة في صحته وفي إحساسه بالجمال وفي طريق ما بيموتش فيه بسبب الإهمال الشديد طيب في الصحة كمان ما الناس ممكن تتحمل لكن شوفوا كمان المهزلة اللي احنا بنقدمها لكم كل يوم في حالات مختلفة آه الموت في المستشفيات المستشفيات معمولة لإنقاذ البشر في مصر لا المستشفيات ساحات للموت ولم تعد ساحات لإنقاذ البشر آه الحالة اللي هتشوفوها كمان عاملة جدل شديد جدا منذ الصور اللي هتشوفوها اللي تم تدولها بشكل كبير آه ابن عمل حادثة يعني فهنا آه المستشفى لازم تبقى فيه سيارة إسعافة نقله آه فلما تشوفو تم نقله بالشكل اللي احنا هنشوفو على الهواء على عربية ربع نقل نص نقل فالمشهد طبعا هنا معناها آه إن ما عنديش منظومة صحية ولا طبية في مصر وإن الناس ما لهاش حد ينقذها ولا فيه مظلة صحية صحية ولا مظلة تعليمية المشهد الحياة مؤسر وده أقل المشاهد يعني فيه مشاهد آه أكثر سودوية وأكثر إلاما يعني لكن في كل الأحوال آه هو هنا ينفع إنه إنه حد مصاب وبينزف أنقله بهذا الشكل ده اللي حيخليني أسأل والد آه المصاب مجدي حجاج آه وابنه اسمه السيد يا أستاذ مجدي أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ أهلا بيك أهلا بيك قل لي ابنك كان مصاب فيه حادثة هو سيادتك كان راكب مطسيكل مع واحد صاحبه وآ يعني عربية زلات عليهم فآ يعني اللي حصل إنهم اصابوا يعني صمت جندي آه هنا بقى مش بين إلو إسعاف لا هو سيادتك هو مكان الحادث إحنا طبعا هو إحنا بين هو بين الحادث كان تقريبا حول سرحين كيلو أم أه أيها صندي آه آه فطبعا هم ليلوهم إحنا ما نعرفناش إلا هو آه ما راح المستشفى واصحابه اتصلوا بينا فرحنا له المستشفى هنا آه في الحمود طبعا كفر الشيط آه آه سيادتك أنا راح ليه طبعا المستشفى مفيش فيها أي إمكانيات اشتريت القطن والشاش والبلسطة واشتريت المحلول اللي هو هيخسر له بيه رجله سيادتك أنا اشتريت حاجات بين امتين وستين جنيين وما فيش هناك غير دبطورين اتنين وخمس ممارزات قاعدين وراء المبنى مش قاعدين في الاستقبال لا أنا طلعت يجبتهم من بره وانسيادتك آه راح آه بعد ما جبت الحاجات دية قالوا لي أعمل له إشاعة أعملت إشاعة في مركز في الحمود فالمهم آه أنا خدته في عربية نص ناقل لأنه مفيش إسعاف دي بقى هنا هنا المستشفى المفروض ما اتطلعوش بالحالة دي إلا إلا في إسعاف لأ سيادتك احنا شلناه حتى الترول اللي شلناه عليه حديد سيادتك لو انت سليم ما تعرفش اتنين عليه أنا شلته على ترولي حديد يعني مش عايزة أقول لك واحد يجلو مقطوع من الصين وجسمه كله ينزف وما تعملوش أي إسعافات في أي مكان غير رجل وربطوه رجلو بالقطن والشاشة اللي أنا اشتريته ورباط ضغط وبعدين آآ بعد ما وديتهم عربية نص ناقل لأعملت إشاعة رجحت تاني فقال الدكتور قال لي دا يحتاج شرايع ومصاميره بتاعه فأحنا لقيت المستشفى ما ليش فيها أي إمكانيات أنا عمري ما شفت مستشفى يا سوائل بشتري فيها الشاشة والقطن ما فيش سن للوزير يا بيه اللي هو بيقول احنا بنسف مليارات على وزارة الصحة فحضرتك يعني انت اشتريت كل حاجة من القطن للشاشة 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 للهو حتى المحلول اللي اختلو برجلو ما كان الجرح لأن العظم ما كانت بينات فروضوته المحلول بيها نشتريتها من بره والقطن فيه مستشفى ما فيش بلاستر ولا قطن ولا شاشة أنا مش عارض المليارات دي يا سوائل بتصف ايه يعني الوزير سياسي يعني مستشفى فيش فاع قطن ولا شاشة ايه يا فن مستشفى فيش فاع قطن ولا شاشة ولا بلاستر مفيش يا فندم اي حابة خالد مفيش والله الناس اللي معاه يعني بقوا يجروا يهموا من بعض ويجروا اشتروا فالمهمة المسكلة كلها دلوقتي اما قلت لهم انا هعلكوا في بعضهم لان انتوا هنا مش هتعملوا حاجة فقال لي خدوا وماشي قلت له اقضوا الزام عايز عربية اسعاف انا هواتي واحد مساسة خمسة وتلاتين كيلو في عربية مستنقل ورجله مكسورة في اسمه كله بينزك دكتور خالد مجاهد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة يا دكتور خالد ألم بيك دكتور خالد زوال نساء الخير نساء الخير ده نموذج المشهد لما تم تداوله وانتشر الاب اضاف عليه كمان الراجل تم نقله في عربية اه ربع نقل او نص نقل ويه كمان المستشفى مفيش فيها اه شاش ولا قطن ولا ولا مستشفى يعني مستشفى بلا مستشفى وكانوا بينزلوا يشتروا كل شوية الحاجة علشان اه يتعالج بيها الابن يعني هل ده حال مستشفىاتنا لا اشوفها الزوال بس هو انا عندي تعقيب لكن خلينا اقول لحضرتك بس انا ادقيا نردنا على الواقعة دي بالذات اه لما حصلت ووصلت لينا اه معالي وزير طلب تحقيق في الواقعة من سيدة وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ اه ويعني تحقيق كامل لانه فيما يخص المريض داخل المستشفى دي حاجة الحاجة التانية انه قصة سيارات النص نقل اللي بيتم نقل المرضى فيها دي قصة كابتتعامل من فترة طويلة والسيد رئيس سيدة الاسعاف نزل مناش ده واحنا نزلنا بيان رسمي من الوزارة ان الناس ما تلجأش لهذا الامر لا سيما ان اه اه مفيش مواطن بيطلب عربية اسعاف وبتتأخر عنه يعني عربية الاسعاف في حد ستمية غمر كيف حضرتك عرفتها من يومين اه سهارة الاسعاف ستاشر سهارة الاسعاف وصلوا موقع الحادث بتقتلوا نص لكن الناس عندها ظاهرة ان هي تستخدم لو فيه سهارة اسعاف تأخرت عن مريض يبقى له كل الحق لكن اه طلب عنا ما طلبتش سهارة اسعاف ولجأت معقولة دكتور ما سمعتش خالص عن ان سيارات الاسعاف تصل بعد ان يموت المصاب او بعد ان يموت المريض لا استاذ واقل ما سمعتش في حلات كتير منظومة الوحيدة استاذ واقل احسن حاجة في مدارة الصحة والمميزة جدا هي اقتلسعاف وصلها للمريض حضرتك نادر جدا لما تيجي شكوى ان سهارة اسعاف تأخرت طيب المستشفى مفيش فيها قطنة ولا بلاستر ولا شاش والمريض بينزل يشتري الحاجات ده ويجي عشان يتعالج ده ده حق المريض تماما وده كلام يعني ما طبعا ده مش يعني ده ما ينطعش ويمكن عشان كده سهل الوزير طلب اول انبارح تحقيق في الواقع وان شاء الله هيكون فيه تقرير على مكتبه هزو اتخذ اجراءات في هذا الشق دكتور خالد ألف شكر واستاذ مجدي حجاج ألف شكر نتمنى يعني انه مستشفياتنا تبقى مستشفيات الصورة المأساوية دي ده انا بقولوك ده انا موزج يعني مصغر هطلع فاصل مين في المنطقة في نفس المنطقة طيب أستاذ أشرف غنيم أمين عام حزب المحافظين يا أستاذ أشرف تفضل بسرعة أستاذ أشرف أنا سمعت دلوقتي السيد المتحدث باسم وزارة الصحة بيقول إن الإسعاف بتوصل دايما طبعا عايز أقول له بس طب ليه الأهالي لما الإسعاف وصلت حول الاعتداء عليها لأنها وصلت متأخرة اتخذت بالحضرتك ومشيت وراء العربية ولحقتها بعد ثلاثة كيلو بالضبط يعني هي ما وصلتش في معاتها الثاني حاجة احنا عندنا فساد كامل في المنظومة الصحية والدليل يا فاندم إن احنا عاكت طلع قرار من السيد وزير الصحة من ثلاث تيام بإطالة السيدة وكيل وزارة الصحة وبعد كده تدخل السيد المحافظ وقال إن أنا رئيس جمهورية الشيخ وإن أنا ما ينفعش الوزير والمهم احنا عندنا منظومة صحية مسنود بس مش هقول لحضرتك أكثر من تهم طيب ألف شكر هطلع فاصل بعد الفاصل الأولتراس ليست قضية رياضية فقط لا أمنية وسياسية وشعبية احتواء أم حسم البعض اللي كان بينادي بمنهج الاحتواء والاحتضان والاستماع للشباب شباب متحمس الولاء للنادي ربما يكون جزء من طعميق الولاء للأوطان في كل دول العالم هكذا هكذا نشاهد الولاء للأندية في الملاعب لكن هل المسألة تجاوزت الملاعب وتجاوزت الرياضة ودخلت في نفق مظلم هل نحتاج إلى الحسم هل في استخدام سياسي من قبل البعض بمعنى أنه ربما أنه يكون في مجموعات بتستخدم تستغل في إثارة الفوضى من السبب في كل ما حدث ده مش عشان بس أنه خلال الساعات القليلة الماضية كان فيه وقعة متعلقة بالنادي الأهلي أنه يبقى فيه كمان الجماهير تنزل للملعب وتعتدي على اللاعبين وهي اللي تحدد تجيبه مين مدرب وتحدد كمان تجيبه مين تمشه مين من اللاعبين وتقعده مين لا فيه حوادث متعددة قبل هذه الوقع سواء في نادي الزمالك أو في النادي الأهلي الأولتراس احتواء أم حسم بعد الفاصل حنناقش هذه القضية هناك بعض سلبيات للأولتراس كان لها دور كبير في زيادة التعصب الكروي بدأت باستخدام الشماريخ والألعاب النارية مما زاد من حجم المشكلات والأزمات في الملاعب المصرية وإليكم أشهر الوقائع التي تذكر للأولتراس ما قام به أولتراس أهلاوي في مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك وأدى إلى إحراق مشجع زمالكوي ورد عليه الوايت نايتس بنفس الطريقة واقتحموا مقر النادي الأهلي ما قام به أولتراس زمالكوي من اقتحام ملعب استاد القاهرة في مباراة الإفريقي التونسي في موقعة الجلبية الشهيرة كذلك ما قام به أولتراس التحداوي من اقتحام استاد الاسكندرية في مباراة ودي ديجلا وجماهير المحلة في مباراة النادي الأهلي انتقل الصدام مع الأمن من خلال مباراة الأهلي وكفر الشيخ الودية كذلك مباراة الأهلي وكيمة أسوان والزمالك ووادي ديجلا لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى إصرارهم على تحدي الأمن من خلال اقتحام المباريات فقد قامت جماهير الزمالك بالدخول عنوة لمباراة الشرطة ونفس الأمر وقع من جماهير الإسماعيل في مباراة المصري وأبرز المساوي اللافتات التي تسيه إلى أندية المنافسة أو بعض الأشخاص أو الأمن مما أوجد حالة كبيرة من الاحتقان لدى الجماهير انتشرت عبر جميع الملعب ولعل النقطة السوداء في تاريخ الأولترس حرب الشوارع التي وقعت بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك قبل مباراة الفريقين لكرة اليد بعد محاولات الوايت نايت اقتحام النادي الأهلي والتي أصيب فيها أكثر من شخصا وكانت نهاية التراجيدية بمدبحة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 شخصا من أولترس أهلاوي أعقبها احتجاجات لأولترس أهلاوي واصلت لقطع الطريق وحرق مقر اتحاد الكرة بالأمس كانت الطامة الكبرى حينما اقتحم جمهور الأولترس ملعب تدريب النادي الأهلي وقاموا بتوجيه السباب لللاعبين ثم مهاجمتهم بالشماريخ وتطور الأمر إلى اشتباكات بين الجماهير واللاعبين أصيب على إثرها عمر جمال مهاجم الفريق بجرح قطعي في البطن وقرر النادي الأهلي تأجيل تدريباته لأجل غير مسمى لحين مقابلة وزير الداخلية وتقديم مذكرة بتجاوزات الجماهير وإصابة أكثر من لاعب بالفريق ترجمة نانسي قنقر الأولترس احتواء أم حسم بمعنى أن كان فيه جبهة بتدعو إلى احتواء الشباب الحديث معهم على اعتبار أن الحماسة الرياضية بتعمق الولاء للأندية وتعميق الولاء للأندية في كل دول العالم كما نشاهده وكما نتابعه هو جزء من الولاء للأوطان يعني حب النادي هذا الحب الشديد يمكن أن يعمق الولاء للأوطان وبالتالي كان بيدعو البعض إلى الحديث مع الشباب لكن مع تعدد الحوادث في جبهة تانية بتدعو إلى الحسم وإعمال القانون وإن منهج الاحتواء هو اللي بيؤدي إلى تفاقم الأحداث وتكرار بعد هذه الحوادث حنناقش هذه القضية خاصة أنه كمان في سؤال تاني البعض بيقول أنه لا في جانب غامض يعني ربما أنه يكون فيه جماعات سياسية هدفها أنه يبقى فيه حالة عنف ويستخدموا الملاعب ويستخدموا روابط تشجيع الأندية في إحداث حالة العنف هل بعض الجماعات السياسية زي الإخوان مثلا يمكن أن يستخدموا مجموعات وأنا ما بقولش كل يستخدموا مجموعات داخل الأولتراس طب كمان فيه هل مجلس إدارة النادي الأهلي مسؤول عما حدث في الوقاعة الأخيرة هل من ينتهجون منهج الاحتواء هم الذين تسببوا في ذلك حنناقش هذه القضية مع ضيوفي خاصة كما أكدت أنها ليست قضية رياضية فقط لا قضية أمنية وقضية سياسية وقضية شعبية أيضا أقدم ضيوفي الكابتن محمد عمارة لاعب النادي الأهلي السابق كابتن محمد أهلا بيك أهلا بيك أستاذ أستاذ أبو المعاطي زاكي رئيس تحرير جريدة وموقع نجم الجماهير أستاذ أبو المعاطي أهلا بيك أهلا بحاجة أستاذ أستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع والمشرف على الرياضة فيها أستاذ عصام أهلا بيك أهلا أستاذ كابتن محمد يعني خليني في الحدث الأخير وانتقل منه إلى الظاهرة ككل يعني ما حدث هل أنت شفته في الملاعب قبل كده أن يمكن لمجموعات من الجماهير أنها تعتدي على لاعبين وأنها تقول إحنا هنحدد المدرب يقعد ولا يمشي اللاعب ده يقعد ولا يمشي الشكل المؤسف الذي شاهدناه جميعا خاصة أنه كمان مرتبط بحوادث متعددة لمجموعات الأولتراس شايف اللي حصل إزاي أولا هو يعني شيء أنا غريب علينا في الناد الأهل الناد الأهل طول عمرنا بنتمرن يعني أنا حضرت المتشات لجماري الناد الأهل مية وعشرين ألف متفرج وممكن يبقى العدد زيهم برا للإستاد سواء مع المنتخب سواء مع الناد الأهل الشكل ده ما مرش علي تماما كنا بنشتغل ونتمرن ونلعب ماتشات في السادة التتش خمس تلاف وعشر تلاف وستلاف وسبع تلاف كل التدريبات مش الماتشات بس ولا كان يجرؤ أي حد ينزل أرض الملعب ما شفتش الحالة العنيفة ما شفتهاش وبعدين الحالة وصلت أن ان انت تبقى قدامي اللعيب وتشتمه آآ فيس توفيس كده بوالدته والده بأهله ده صعب جدا ممكن تبقى في المدرج وتشتمني ممكن كلنا أنا وأنا بلعب بس بتشتم الخصم. انا وانا بلعب بس انا 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 افكر حضرتك كنا بنلعب بمرة في اسكندرية. وجمال اسكندرية كان بتنادي علينا لعيب لعيب. كنا بلعب الاتحاد والاهل. اه نادوا الاول على هادي خشب. تعال هادي وبيقولولو بصوت عالي. هادي راح لهم فرحان جدا. راحوا شتمين. كنا بنتقبل وبنبتسم وبندحك وما فيش اي مشاكل خالص. اه. انما انا شاهدت الالتراس في السنوات الاخيرة بالتحديد في الثلاث اربع سنواته الاخيرة. في النادي الاهلي لان انا متواجد في نادي الاهلي الجزيرة بصفة مستمرة. اولا كل الماتشات الهاندي بول الباسكت الطايرة. مواليد اللي عنده 14 سنة و15 سنة و16 سنة بيحضروها. اه. ويكسروا الكراسي وكسروا الصالة. والنادي يصلح وما فيش مشاكل خالص. الموضوع بقى زيادة عن الحد. ده خلال السنين اللي فاتت بس. خلال السنين اللي فاتت. اه. ام. ام. ام بارح بالتحديد او اول مبارح من من يومين. اه. جي خبر ان الاولتراس هيروحوا للتمرين ويبقى في مشاكل مع اللعيبة من خلال التدريبات. ام. اه. المفروض انا 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 شخصيا يعني مش عارف هل الامن اه مش عايز يدخل في 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 صدام مع المجموعة الاولاد الصغيرين. لان كلهم يا زوائل سبعتاشر سنة اولاد صغيرين. والمفروض ان هما يعني اهليهم تبقى مسئولة عنهم بشكل اقوى من كده. النهاردة حسامي غالب ما يلاقى اولاد صغير. اه. بس انت طرحت سؤال اه. هل الامن. اه الامن ممكن يخاف انه واد فيهم يوقع هتبقى مش عايز صدام. الشرطة قتلت الناس. اه. ده ده اللي هتقال. عنوان يعني. ده ده اللي هتقال. فممكن يكون بيتحسسوا اه اقدامهم هما بتعاملوا مع هذه الظاهرة. سيزوائل لو حضرتك بتشوفهم وهم داخلين انا شفتهم هما داخلين النادي الاهلي اكتر من مرة مش مرة واحدة بس. اولا الامن النادي يقدر يحشهم ولا اي امن ولا اي قوة تقدر تحشهم. لان هما بيتجمعوا بعض باعداد غير عادية. وبيتجمعوا في نقطة معينة. وبيدخلوا النادي. لو شفت حضرك المنزر اللي بتخلوا اه اه بيه النادي يعني هيبقى صعب جدا. اولا في مرة انا شفتها الاعضاء اه معهم اولاد صغيرين اللي بيلعب سباحة. واللي بيلعب قلاتية. واللي بيلعب العب رياضية. الزعر ما بعده زعر بالنسبة للاولاد الصغيرين. فما حدش قادر يحكمهم بالنسبة لآآ دخولهم النادي. يعني ناس بتلوم بتقول لك فين امن النادي. امن النادي هيعمل ايه? امن النادي مش هيقدر على 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 المجموعة دي كلها. فهل آآ الدولة طبعا آآ يعني تتحمل الجزء الاكبر وده وجهة نظري. وفي نفس الوقت انا برجع آآ برجع تاني اقول للدولة معزورة ان هي مش عايزة تخش في صدام والبلد مش مستحملة. طيب هل مجلس ادارة النادي الاهلي بقى عشان آآ آآ اسأل ده كمان سؤال. لان البعض بيوجه اتهاما لمجلس ادارة النادي الاهلي. اما انه يقول انه مجلس ضعيف او بيقول انه كمان لعب لعبة الاحتواء مع مجموعات الالترس. ما استخدمش اسلوب الحسم. لا هو طبعا موقف آآ مجلس ادارة النادي الاهلي من الاول انا متابعه. هو مش عايز يخش في صدام مع 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 الجماهير. وعايز يكسب آآ الالترس في صفه. آآ. وبالتحديد المهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر كان ممكن آآ في بعض الاوقات الجماهير كانت بتشتغل آآ بعنف آآ كبير جدا في النادي. وبتخرب النادي. وكان هو بيحتوي هؤلاء الجماهير. فانا شايف طبعا كان دور مجلس الادارة آآ بالنسبة للجماهير كان دور سلبي. ما كانش ايجابي. لا كان لازم يبقى فيه خطوات آآ اقوى من كده. آآ كان لازم يبقى فيه آآ عقاب. آآ ليه ليه انا آآ داخل متش في الصلاة المغطاة اكسر الصلاة كلها. والنادي يتحمل آآ مصروفات التكسير والتخريب. مش اول واقع. يعني خلاص بيحصل كتير. ده واقعات كتير جدا. فطبعا المهندس محمود طاهر احتوى احتوى المجموعة دي هو والمجلس الادارة من الاول. بعكس مسلا اقول لك على النقيد المستشار الملتظى منصور في نادي الزمالك. استخدم اسلوب الحسم يعني. استخدم اسلوب الحسم في التعاون مع مع الجماهير. اولا من وجه ناظر السؤال دي مش جماهيري النادي الاهلي اللي انا شفتها. وتربيت عليها. انا دخلت النادي الاهلي واعرف قيمة الجماهير آآ آآ بتاعت النادي الاهلي. انا بشوف ان هي مجموعة آآ من وجه ناظر يعملوا حاجة حلوة قوي في المدرجات لما لما شفناهم في الاول. آآ دخل دخل من وجه ناظر دخل بعض المتسوسين في وسط هؤلاء الاولاد. وزي ما حضاك قلت ممكن يبقى فيه اغراض سياسية موجودة. فيه طبعا آآ توجهات موجودة في وسط المجموعة الكبيرة. انا في مجموعات قبل كده بس مش مش في الحالة الاخيرة. انما انا في مجموعات تانية. انا بشوف. بس تانية رفعت شعارات ضد الشرطة والجيش. الكاب اللي هما المسؤولين عن المجموعة. يعني انا قلت الكلام ده كتير جدا لازم يفرزوا الاولاد اللي هما يعني اكيد هما عارفين بعضهم كلهم. لو في حد مندس اكيد لازم يخرج بره. آآ هسأل آآ استاذ ابو المعاط زاكي بس قبل مسألك هاوقدم بس معانا الدكتور ياسر ايوب آآ الاعلامي والنقض الرياضي الكبير والمتحدث الاعلامي باسم النادي الاهلية. دكتور ياسر اهلا بيك. اهلا بيك ابن ستواري. اهلا بيك. هسمع بس لوجهة نظر الاستاذ ابو المعاط زاكي. ايه السبب الاحداث تتعدد. وسيناريوهاتها آآ يعني متشابهة وان اختلفت يعني في بعض التفاصيل. لكن هي حالة العنف والاعتداء. هل السبب في في الواقع الاخيرة او في بعض الوقائع. بس هنطلق من الواقع الاخيرة. هل ضعف مجلس ادارة النادي الاهلي. هل منهج الاحتواء اهه هو السبب في ده. ولا انه يجب ان احنا نستخدم اسلوب الحسم. لا هو مش منهج الاحتواء. هو منهج الاستقواء. النادي ورئيس الوزراء. انا ذلك المهانسي برامي محلق لتغيير القرار من اللعب في الجونة الى اللعب في برج العرب. مباراة الاهلي والزمالك الشهيرة. اللي كان كل الناس بقوله كده. فانتشايف اللعب بورقة الجماهير دي خطأ. هو مجلس النادي. ادارة النادي الاهلي. لا استقوى بالجماهير وبالالالترا استحديدا في بداية عهد. ولو هنرجع للزاكرة. كان دايما المشار المرتضى يقول للمهانسي حمود طهير حط ايدي في نقضي على زي الظاهرة. حتى بعد صدور الحكم ووصفهم بان هما جماعة ارهابية. لكن اللي حصل امبارح له تدعيات من اول امبارح. بمعنى ان اللعيبة لما كانوا جايين من على طريق السويس. حصلت مشدة. نزلوا اتخانقوا. الولد تحديدا. الكلام ده تفاصيل منه. اول حاجة. اه. كان في احد الكبهات الكبار هو اللي بيقود المجموعة. عشان محدش يجي يقول مكانش اه دون مش الالتراس. لا كان. لا يعني هي احد الكبهات الكبار من عايز الناس تفهم. لا الكبهات اللي لهم القيادات. قيادات يعني. اه ففي واحد كبير وجماعة منشية البكري. يعني لهم قيادات يعني. اه لهم سبع قيادات لاتهم اثرة. مش مش قيادة واحد زي ما كان قبل كده قبل احداث برسعيد. كان في كريم عادل مسا. دلوقتي فيهم سبع. السبع دول اللي بيتفقوا على قرار وبينفزوه. امبارح المجموعة جماعت في منشية البكري. عند احد القيادات اللي منهم. وتحركوا جماعتا. لم تكن لديهم نية للاشتباك. اطلاق. اطلاق. لم تكن لديهم نية للاشتباك. ولما حضروا هناك مدحوا بعض اللعيبة زي واليد سليمان. زي في هتفاته. وعبدالله السعيد. وعماد متعب. وغيرهم. ولما وجهوا النقدة ليه اربعة. واحد قالوا لصبر رحيل ان تشيرت الاهل تقيل. يا صبر يا رحيل تشيرت الاهل تقيل. وقالوا لمدحوا. طبعا كانوا السباب الشديد جدا لصالح جمعة. بحكم ان كانت مصربة له صور. هو بيصهر يعني. صور تاني يوم الهزيمة ببشرة. انتقدوا عمر جمال بعنف. نظرا لانه هو تصوره هو عريان وحاجات بالشكل ده. ما جوهوا عنده حسام غالي. حسام غالي ما قابلش. يعني كان ايه. كانوا بقولوله يعني مش فاكر الهتاف بزبط بس كانش فيه سباب للام. عشان برضو اكتلامي واضح والفيديوهات موجودة. كانش فيه سباب للام ولا للأب. كان الفيديو ان هو يعني ايه. اه اه اه. ارحل بقى يا عم خلي عندك دم. ايوه دي مش ام. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده اللي كان. اه. 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 غالي يا عم. غالي يا عم خلي عندك دم. بمعنى انك انت قائد وانك انت حد محبوب وانك انت رمز الفريق الكورة. بحكمك انك انت الكابتن. فما كانش فيه. الشرابة بدأت من اعتراض غالي. من اعتراض غالي. كابتن محمد عمارة موجود. بتبقى الفرقة لو موجودة. حصل لهم شتايم الموسم الماضي. من الجماهير في استادة تيتش. ونفس الكلام. خلوا عندك دم. خلوك رجالة مش عارف ايه. هتفتهم. وكانت قابلوا مباراة اه اه مهمة جدا. مش فاكر هي ايه بالزبط. وكان في قلب تيتش وكانوا مليون الملعب. وهما هما هم برضو. يعني انت بتبرق الالتراس من اطلاق شرارة الصدام في هذه الوقع. في هذه الوقع هما ما بدأوش شرارة الصدام. تاني حاجة ما كانش عندهم نية للا اعتداء ولا لأي حاجة. لكن كان الولد اللي هو حسام غالي اعتدى عليه في طريق مصر السويس وهم رجعين لما الجمهور احتك بيهم في الطريق. هو ده اللي اصاب عمر جمال. بشمروخ. وهو ده اللي خلاه نزف. خطاع هدل. فبالتالي هما لم يكن اللي دي هم نية للا اعتداء اه بعنف. في النهاية يعني. اه. لكن في كل. انا لقوا برقهم. اه. لقوا برقهم. اه. لقوا برقهم. انا بقى دين المجلس اللي استقوى بهم في مرحلة. ثم تغيرت المسألة. النهار ده انا بقول يا دولة حميني. تم قيادات الدولة كان بتتشتم في الساد مختار تتش. قيادات الدولة. من نفس المجموعات. من نفس المجموعات دي. وصالة النادي الاهلي تم فتحها. بعلم ومدير عام النادي انا ذاك. ها. لتدريب شباب الالتراس على الدخلة الشهيرة اللي حصلت في برج العرب. لسب اه اه المشير تنطاوي والجيش المصري. وقياداته. فبالتالي انت ما تلعبش اللعبة. ما تربيش التعبان جوا بيتك. وتيجي في وقت تطبطب عليه. وتيجي في وقت لما يجي تستخدمه ضد غيرك. ولما يجي هو يقرب منك تيجي تقول يا دولة حشين. او يستنجد بالاخرين. فبالتالي لازم يبقى المعيار واحد. والثوابت اللي بينطلق منها. النادي الاهلي بجماهريته وبقدرته. وكل ده. لازم تبقى الثوابت واضحة تماما. وهي انت عاوز تستقوي بيهم. ولا عاوز ان هما يبقوا جماعة ارهابية. لازم الامرين الاتنين. عاوز احتواء. يبقى يتم فتح حوار. وفتح هذا الحوار لم يتم نهائيا. سواء من وزيري شابه الرياضة. كان ليه حوار معاها بالصفة شخصية. قال لي لو اعدت مع شباب الارترس. وارجع مع شباب الاخواني. وارجع مع شباب النظرين. ده لا. ده ما ينفعش. حاجة تانية. انك انت النهاردة كمنظومة. عاوز ترجع جمهورة. مش عاوز ترجع جمهورة. توجد فئة من الارترس. مسياسة. ويرجع لأحداث رابعة يا أستاذ زوائل. هتلاقي ان كان فيه اولترس مرساوي. كان هما بيستخدموا. كان احد الاعلامين بيوصفهم ان هما اولترس مشجعين للاندية. فبالتالي فيهم مجامعات ذات فكرة السياسة. وذات ميول سياسية. وذات ارتباط سياسة بالاخوان. او بجامعة ستة ابنين. طيب. قبل ما اسأل بقى دكتور استاذ عاصم شلتوت. هل ده صحيح ان مجلس ادارة الناد الالي هو المسؤول يستخدمهم وبالتالي يعني يربي الفعبان. وبعد كده حينما يلدر منهم يشكو. الحقيقة طبعا حصل انه هي الوقائع بتقول ده بوضوح شديد في بيان كان صدر مرة عن ان الاهلي اه قوي دائما بجمهوره وخرج. ايه والله افتعان. في واحدة يعني من الاقوال اللي كانت مستغربة وقتها احذروا غضب جماهير الاهلي. وبالتالي بيحصل اللبس انا بس عشان دكتور ياسر يعني اه قد نقود لكن ده حصل بالفعل. يعني لو بتسأل هل حدثت وقائع للاستقواء بجماهير النادي الاهلي دايما الاشارة كانت بتبقى هما دول. وبعدين برضو في حاجة غريبة جدا انت بتعزل الفريق عن الميران في استادة تيتش لانه جاءتك معلومات واضحة ومعلنة اننا قادمون. فلماذا تعلن ان الميران في يعني في مدينة مصر. في مدينة مصر الاهلي في مدينة وبموعده. وانا برضو استغرب انه في حالة ملتهبة زي دي لم يكن احد المسؤولين اه موجود. لا حصل قبل كده اه صحيح ما كانوش بالشكل ده لكن كانت جماهير غاضبة وكان الخطيب في العام الفين وتلاتة. انا كنت موجود لما خسرنا الدور الانبياء. صح كده. صح كده. اه. تاني يوم. واقر انه الجمهور يدخل. ودخلوا. وفي نفس اللحظة. وزجعوا الفريق بعد كده. كان عندكم جوه. كان عندنا بعد كده. نخرج للميران. يومين هو رئيس النادي مش هشتغل في الكرة. لا. الاهلي هو نادي عظيم بكرة القدم. طيب دكتور ياسر ايوب. اه يعني خلاصة اللي انا استمعت اليه من ضيوفي هنا ان الاهلي رب الثعبان يعني. بيستخدم مجموعات الاولتراس. اه واستقوى بالجماهير. اه وبالتالي هنا لما يجي يلدغ منهم. اه يشكوا بهذا الشكل كما حدث في الساعات القليلة الماضية. هل ده صحيح? اه اه اجل ما اجاوبت حالك. والسد واقل يعني عايز اه 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 اتنين من اصدقاء العمر. اصدقاء 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 سلسوت. اصدقاء بالمعاطي ذاكي. انا مش شايف اه اه امين تاني موجود. الكابتن محمد عمارة معي. كابتن محمد عمارة ده طبعا من صديق عزيز واني بن جديد من نجون النبي الاهلي. ويوفق اصدقاء اعزاك البلد. لعم كل استخدام. حتى لو اختلقتنا في الرأي. اه اولا في بعض المقاولات من طرق تكرارها تكتسب قوة الواقع والحقيقة تكون محتاجة لمراجعة سترة المجلس ادارة النادي الاهلي استقوى بالالترس او التعام بيهم ضد الدولة او ضد مؤسفاتها ده قول يحتاج لكثير من المراجعة وكثير من الفضل فيها احنا بنتعامل مع سئات شدة في نوعين من التعامل او اكثر من نوعين فيه من يدعو للحل الامني او المواجهة المتلحة او المواجهة الامنية وفيه حل طريق داني هو الصوار معهم فيه طريق تالك فيه طريق رابع يعني فيه اكثر من طريق لارتعامل مع هؤلاء المناسبة عايز اقول انه اذا كان صهمة مجلس ادارة النادي الاهلي هي بس حباب الصوار في اوقات ماضية مع المضموعات الالترس الرئيس ارسيسي نفسه دعا لحوار مع الارترس الرئيس السيسي نفسه قال انه يحترم فيه الجمعات اه اللي عايز اقوله انه اه مجلس ادارة النادي الاهلي او مجال الصوارات النادي الاهلي ذو الامرها تدرك تماما انه سمدها الحقيقي هو جماهيرها وانه قوة النادي الاهلي دائما في جماهيره وليس فيه صلاطه ومسطراته القرورية فقط عايز اقول لحاك بقى بسيط وايا لانه بعض الكلام الذي يتردد حاليا فيه كلام كثير منه غير صحيح بمعنى انا سامع من انبارح انه دي مؤامرة مثلا من مجل الصدارة النادي الاهلي وانه ما الصدارة النادي الاهلي عمل التمثيلية دي عشان انا شخصيا بيشتحينها بيشتحينها اه ليه ما تفسرهم ايه لا لا يعمل تمثيلية زي دي ليه لا ده بالعافية انا هنا ممكن نستشد بالامتازة صام والامتازة بمعاطي لانه كان ده بالف مواقع او اماكن كثيرة ممكن مؤامرة من محمود صار بدليل انه محمود صار ما تشتامش وما تقوضش على حد وما تعملش محفظ واعتقد انه ضيوفك الصخائع اللي عزي هيوفقيني علينا بقوله ده عايز اقول لها حضرتك انه في مجموعة من الشباب اللي عاملوا هذا اللي افتحام 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 النادي النادي الالي عمل محفظ ضد مجرى اه ما تقالت محمود صار ما تهزمش او انا بواس انه هذه الواقعة كانت ربدا على مجرى في اه امام مدينة رحاب طريق اللي انا عايز اقوله انه مجمو السباب الواقعة كيتردن على مدينة رحاب موقف الاوتوبيس اه اه زي ما قال السباب المعاطي يعني لانه هو في حصل توتر فالجماهير رائحة عايز اقول لها حيث مجموعة من الاراء اللي هي ممكن تقابل اللقاش وممكن قابل المراجعة ايضا النادي الاهلي يرفض الاستهامات العامة والمطلق النادي الاهلي تكلم سلطات الامنية وقال لهم ايه عندي خروج على القانون وخروج على النظام وخروج على النظام وقبضوا عليهم يطلعوا اي جماعة لا نحاكم الالترس او لا نحاكم شباب خرجوا على القانون وخرجوا على النظام نهاش هم اصلا ثانيا اعز اقول لحضرتك انه انا مع حق الجماهير اي امكان اي امكان انواعها في ان تبدي رأيها بالشكل الذي تراتها لما بقط ولا ولا يعترض ولا يعترض على الرأس فكرة انك تغادر تراجك وتغادر مقاعدك وتغادر مكانك وتقتحم الملعب بقض ايزاء اللاعبين وقض الاعتداء عليهم البدن والجسدي اعتقد دي جريمة لا يمكن تدررها ولا يمكن قابلها وبالمناسبة مجلس النادي الاهلي لم يقفلها ولم يتعاطف معها وعمل محضر وطلب مؤمنة وزير الداخلية و يعني قدم شكاوى وزير الداخلية لسه ما حددش المعاد اللي يلقق فيه بمجلس النادي الاهلي فكان مندار قرار مجلس الادارة هو وقف التدريبات الفريق الاول اللي ادى الغد مستمى تحول هذا القرار النهاردة الى مقاطعة طرع الثوري العام اللي تجرى يوم بثنين القاضل في اتحاد القرى وبالتالي اتحاد الاهلي قرار انه تعليق متعركة ليه فلسفة هذا يعني هنا الاهلي يحمل من المسئولية وبالتالي يحمل الامن الامن يحمل وزارة الداخلية بالشكل صريح ومباشر ورد ليه لانه النادي الاهلي زي ما تفضل صدر صام وقال انه بدله معلومات انه فيه جماعات ممكن تحضر التدريب فالاهلي قرر ان ينقل التدريب الى مدينة نفس وبخطابات رسمية تم ابلاغ وزارة الداخلية والامن العام ومدرية امن القاهرة بانه تدريب النادي الاهلي الكون نحضر في المدينة نفس نرجو حماية النادي الاهلي وحماية الطريق وحماية التدريب اه يعني مجلس ادارة النادي الاهلي اخطر الجهات الامنية بان اخطر الجهات الامنية رسمية عنده معلومات بتغيير موعد التدريب فانه الامن لا يكون مستعدا لذلك اعتقد ديبش مجلس النادي نادي مهما كان عدد افراد الامن الالقصرين بهذا النادي لا يمكنهم مواجهة الاب من الشباب والغاظبين والسائرين منهم من يستهويه الخروج على القانون من يستهويه القض حوق الاسوار وحوق الحدود اعتقد ان ديبش مسئولية الانباية وامن الانباية دي مسئولية وزارة الداخلية وانا شقيا لما حد بيقول لي الاهلي يقدر يحمي النادي ومحتاج يطلب حسام حد ده معناه انه هؤلاء طالبون النادي الاهلي بالقيام بدور وزارة الداخلية وهذا لن يحدث لانه لا يمكن للنادي الاهلي او لأي نادي يقوم حل وزارة الداخلية خليني هنا الستاذة عبو المعاط بس عنده سؤال تفضل يا دكتور ممكن يبقى الامن بس بعد اذن حاك انه على مدار سنوات طويلة جدا كان بيحضر اضعاف دول مئات المرات يعني اللي حضر ومبارح كلهم ميجوش 200-300 كان بيحضر عشرات الالاف جوه النادي الاهلي وبيحتفلوا دون ان يحدث شيء وهم اه 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 امبارح يعني معتقدش انه هو مرتبين اعتداء بمعنى اعتداء يعني انه هما راحين يضربوا حد او يموتوا حد او يصيبوا حد وهم يشمل الابلاغ انه فيه جماعة جاية تعتدي اه يعني كمان عشان دي تبقى مهمة يعني تدريب وفي يوم وفي يوم اخر كان يجب ان يكون بداية بقى المحضر واللجوء للامن لان الامن انا وجهت نظري لم يتخزن لكنه انا ضد تحميل الامن الشماعي انا تورط في مزمعها قبل كده مئات المرات حضروا جماعي اخر مرة الناس نزلت الملعب واغلقت ولما لما جاء يوصف الكلام بانه ده اعتداء على يعني تقاليد واعراف كرة القدم مش بس النادي الاهلي لم يكن هناك اي رد من مجلس الادارة لم يقم حتى بعمل محضر بقى مش ابلاغ لوزارة الداخلية المؤشرات المؤشرات اللي حصلت دي ما كانتش المدرب او كابتس سلام حفيز كمدير كرة دي مؤشرات كانت تقول ان هو يلغي التمرين هي الفكرة مش إلغاء التمرين مؤشرات يعني ان التمرين القادم ده جماعة يحصل فيه مش فيه مشكلة قادمة حتى لما الجماهير دخلت يعني هما بلعابوا الدائرة شفناهم في تسخين في تطاول حصل وبدأوا يشتموا اللعيبة كان المفروض حتى اللعب كان المفروض ان المدرب بساعتها يقول تفضل على قط اللبس غير هدومك إلغي التمرين أو في الجم زي ما بنحصل سيدي الميران في مكان سري يعني هي مش مباراة سالسا والأهم الآن يعني يزيد تفقيم الأزمة الحقيقة احنا انا مش فيك يعني على بداية زي دي مع دكتور ياسر الأخ العزيز والراجل اللي أنا مقدر انها يقدر يعدل المنظومة الحمراء لكن الحقيقة انت كمان بتأزمها تاني وتقول انسحب من الدوري هي يعني احنا رحيين فيه ننسحب من قرية الدوري وبالتالي هي اشارة اننا لن نلعب مثلا المصابقة الاهم والاقوى اللي هي تعتبر اقتصاديات كرة القدم في بلد يعني طلبين منها السدر يعني النهاردة البيان طب يعني شايف انه ده تصعيد غير مبرر من المجل وتحميل امن المسئولية تصعيد اكبر لان فيه حاجة دكتور سوائل خطيرة جدا قبل كده دخل الالترس الى غرفة مجلس قرية النادي الاهلي في ايام كابتن حسن حمدي ها ولم يكسروا شيء ولم يفعلوا شيء وكان مجرد هتفات ما دخلوش قبل كده جوالنادي الاهلي وعتدوا كابتن حسن حمدي له عبارة شهيرة قال ما ينفعش جمهور الاهلي اجيب له الشرطة جمهور الاهلي جزء من كان النادي الاهلي وصنع انتصارات لما انا النهاردة بقول الامن المسئول على 200-300 ده يعني الموظفين فرق مديد ناصر في الامن فوص 600-700 واحد ازاي ما يعرفوش يحموا فرق كورة 22 شايف يعني في الفوص الهرج والمرجل اللي احنا شايفينه ده هم ايه اللي مهولاء من البداية سيد زوال فيه فيه طرق يعني هو ما نطوش من عصور ده الدخل فيه طرق قروية ده دخلوا من الابواب وكان عندما قبل كده نطو من عصور يكتحم الباب يعني يلغى المران ايام كبتساب معاوضوا الوقع لا فيش اي مشكلة تخيل منظر ده انا حينما يجد اللعب نفسه مهددا من جماهير اللعبة بتجري خلاص كل اللعبة بتجري اللعبة بتجري اللعبة دي السيد زوال بعد ذلك في نادي دي فلوس ناس كان على مدير الكرة ان يلغي المران فورا لان دي اوراق مالية على الارض يا السيد زوال احنا مش هنفضل نرجع الورا خطوات يا جماعة يعني الشيء بالشيء يوسكر انا بقول لحضرتك انه هذا التصعيد غير مبرر منذ ان بدأ المجلس يعني يحكم حتى بخمس افراد نادي عظيم زي النادي الاهلي لا طالب باستكمال المجلس ولا يحزنون فيعني الاهلي يا ما بيخسر بطولات لا تحتاج تبرير بقدر ما تحتاج لدراسة موقفك وعدد سياغة الامور محدش لا بيتهمهم ولا حد عايز يوقعهم يعني يعني هم عايشين قصة المؤامرة الكونية دلوقت محمود طاهر والذين معه وده مش حل يا سيد وائل طيب دكتور ياسر هنا التصعيد ضيوفي بيقول انه تحميل الامن المسئولية اتنين مقاطعة المسابقة الام وهي الدوري العام والفكرة مش هتنافس الكلام ده يعني يقطع القرع عليك من هايلك جعل المسابقة زي موضوع احمد الشي وهو تقليل من الاهلي ايه وده بيقلل من حجم وقيمة النادي الاهلي انك تهدد بشي أنا عايز بس اوضح القرار النادي الاهلي له تحديد وله تطعيد بنعنى انه النادي الاهلي من حقه ان يطلب الحناية بلاعبه اذا كانت الاهلي لاعب الاهلي تعرضوا لهذا التحديد في تدريب في ندين المصر فما ذلك لو مباراة رسمية والاهلي من حقه ان يطلب الحناية ويطلب الامن والاهلي ما استعادش الاهلي لما حصلت الوقع عمل محضر وطلب دفاع وزير الداخلية لبحث ترتيبات امنية بحماية العديه واعضاء النزاف الداخلية لم ترد على النبي الاهلي حتى الان فالاهلي بيقول انه مش هيقدر يخاطر بلاعديه واعضاء لكل اللي عمله النبي الاهلي الاهلي ما فعدش الاهلي ما انتحبش الاهلي ما حددش الاهلي ما بينويش دراع حد لا الدولة ولا اجلزتها ولا حتى التحاب الاهلي بيطلب الحماية الامنية التوسرة لكل فرد او لكل مواطن في مصر الاهلي تعرض لفتحام عز افكت الكابت النحمد امارة والزملاء الاعزاء جدا استاذ صام ومعاطي في عشرين ثلاث تاصل لما الالترا لمسك المشهد اقتحموا تدريب الاهلي في مدينة مصر واعتقد كابت النحمد امارة هيوافقني هيتذكر اه فالمسألة عصر محمود طاهر او عصر كابتن حسن حمدي التازي العزيزة الذي احترمه جدا وكابتن محمود الخطيب نجمي الاهلي الكبير واحد اجمل اولاد الاهلي المسألة ما هيش ده عصر وده عصر المسألة انه هذه الواقعة لم تكن المرة الاولى بالمناسبة في تاريخ النادي الاهلي او تدريبات الاهلي وكان حصل مال اقتحام ومحاضر شرطة ايضا وكل حالة المسألة متكررة وممكن ان تزداد اه وكان ما قلت لخبرتك انا لا اعصرد على غضب الجماهير فيما ما يخصر النادي الاهلي براه او ده حق حق ومسطوع لكل جماهير النادي الاهلي بما فيهم جمعات الاهظة لكن انا رافض انه نسيب الامور كما هي ونحمل النادي الاهلي المسئولية سواء عن حماية هذه او حماية عضوه تخيل لو تزويل لو المشهد تعمل ذلك ونفرط الاقصد تماما وحصل الفحام داخل حديقة النادي فيها اعضاء وفيها افطال فيها تجديدات كل فرق المشهد كان ينزر بذلك لو شفتوا جماعة المجموعات اللي هي هنا وحالة الغضب يعني ما حدش بيقدر يحدد حدودها ولا يفرمنها لو حضرتك فاكر لو حضرتك فاكر لما كان فيه قرابة 7-8 تلاف اقتحموا الجزيرة ووصلوا فعلا زي ما حضرك قلت للحضائف وبين الاعضاء عندما يعني زهب بعض زملائك حتى من الشباب علشان يقولوا انه ما حدث هو كذا وان هناك خطورة ما يعني الحقيقة خرج برضو المجلس يعني في اللي قال كده وقال انه لا ابدا يوصف جمهور الاهل بكده وانها كانت مجرد احتفالية وطبعا يعني البعض اللي هما بيردوا عليه في الاعلام خلوهم يعرضوا الصور والجمهور عمال يوصل للاستاذ التيتش لغات لما بقى قدي دايرة لوس الملعب ومع ذلك قيل انه دا احتفالية عادية جدا وما حصلش حاجة فاحنا احنا لا حصل دا الصور السور بتاع النادي الداخل لا ما حصلش حاجة من المجلس يعني لم يذهب نحو الخراب المبين وان هناك ربما أسر وكذا احنا بندور على مخرج طب دكتور ياسر هنا علشان استاذر بن معانت انت بتقول مصابين يعني ان مفيش مصابين المصابين حسام غالي وعمر جميل حسام غالي بخربشة في الرقبة الحمد لله بمعرفة انه مفيش مصابين بس طب انا بقولي بس هو عنده تفسير عاوز ااكد ان الولاد اللي كانوا راحين كانوا عاوزين يبدو غضبهم لفظي ولولا ان الكابتن حسام غالي حاوز يروح لهم وشتمهم وانا عندي الفاظ الشتيمة ها من بعض زملائه هو استفزهم للنزول يعني المسألة ما كانتش اعتداء ما كانتش اعتداء بمعنى كلمة اعتداء هم مش جايين يدربوا لعابة النادي الاهل وإلا هم لو في نهيبهم ادربوا لعابة النادي الاهل ادربوهم في البر انت متبني لنظرية اللي بقول عليها لدكتور ياسر ان فيه ناس بتقول لا لا ان دي تمثيلية عاملها الاهلي لا مش تمثيلية لا مش تمثيلية الاهل عاملها لا ان النادي الاهلي بيدخم موضوع الجماهير لانه كسر هيبة مجلس ادارة النادي الاهلي لانه هو في الاول صار عكس الطيار بمنطق الاستقواء ثم الان لما يعني تحول الامر بقى ضده بقى هو بيتكلم في المسألة النادي الاهلي كان بيدفع في كاس العالم الانديها في المغرب مع كل شامرخ مش عارف ايه هنا في مصر نفس مسألة وكان المهندس محمود طهر له حوار شهير جدا مع كابتن متحة شالبي قالك ده جمهوري ولازم ادفع فاتورة لكن ما اقدرش اواجه ولا اعنفه ولا كذا هو كانوا بيدفع الفاتورة دي الغرامات اللي بتيجي من اتحاد الفريق لكن هو النهاردة غير الدفع بدل بقى فشل المجلس والادارة الفنية لكرة القدم في ادارة فريق كرة القدم رغم انفاق مبالغ مالية ضخمة ورغم وجود عناصر فنية متميزة الى فكرة الالترس فكرة تغير وجهة نظر الناس خلوهم يعيشوا حاجة غير الواقع انت النهاردة عملت وقل لي مارتين يول من الناس العظماء من الناس والعظماء حانش اختلف كان مترشح لتدريب انجلترا عمل نتائج مع اياكسة وتوتينهام لكن هو ما جيه هنا فشل بالزبط يعني يمكن ان تنجح مع برشلونة يا سيدك كانت الحسنش حتى عمل نتائج ممتازة جدا مع المقاولين وهو في الممتاز به وخد دور وخد كاس وسوبر اللي من الهل والزمالك ومع المنتخب عمل نتائج لكن مصر راح العرب للقطر ما وفقش فده وارد في الكرة وارد ان مارتين يولي يبقى جاي هنا مش في الدماغ وفي الدماغ دكتور ياسر عشان هنا في وجهة نظر بتقول انه لا يعني هنا التطخيم هدف وخلاص ما بقيتش القضية هو نكبات النادي الاهل في الفترة الاخيرة وفشل المدرم وفشل المدرم انت مش صبر على وزير الداخلية 48 ساعة ان يحدد لك معد انت مش صبر انت قلت القرار ده مبرح بليه الساعة 2 بليه يا دكتور ياسر مع كابتن شبير النهاردة القرار لا بنصعد وكأن وزير الداخلية ما ورهوش غير فكرة النادي الاهل اللي هو تعالولي حالا تعالولي حالا اه يعني وكأن فيه كرسى لكن ما كان يجب التوصيد كان يجب مثلا منحموه لك اسمعت عليه دكتور ياسر خد يا دكتور القرار ما كانش اثنين بالليل القرار كان ساعة استعملنا متاءا وتم اعلانه بالتقصة المواقع وفي الصخص والبرامج انه في برنامج بيعوا اثنين بالليل او واحدة بالليل او صفر في الليل لكن انا بتكلم على توقيت جدور القرار لكن برضو كوأكد من نادي الاهلي هذه المرة لا ينتحد ولا يفتقوي اه على احد ولا يلوي جراع احد ولا يهدد احد نادي الاهلي يطلب الامان والتأمين واعتقد انه هذا طلب مشروع لا يمكن لو من نادي الاهلي على هذا الطلب نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي طلب لقاء ليه قدر الموظف الامن دول ما يجيبوا فالكم طيب الجزء التاني اللي هو ما بقتش القضية فشل المدرب والادارة الفنية فشل الادارة الفنية في الفترة الاخيرة بقت القضية الالترا يعني هنا تطخيم في صالح مجلس ادارة النادي الاهلي فضل وانا اتمنى السؤال ان احنا كلنا مش حد معين او او حد يعني اتمنى كلنا نبطل حكاية الاتهام الجماعي انا عايز نوصل لمرحلة انه الكلان اللي غلط او اللي افتحم او لنص السوري يتقبض عليه على الوقت عندنا التكنولوجيا وعندنا الصور وعندنا الكاميرات نقدر نوصل للاشخاص اللي افتحموا ونقبض عليهم ونحقق معهم انتو عملتوا كاميرات النادي الاهلي يا دكتور ياسر صورت وهل تم تفريق ده وعشان يبقى المحضر مكتمل لو في محضر المحضر تضمن اسماء وجود معروفة في المحضر السورة موجودة اسماء معروفة الاهلي يحدد الاسماء يعني بعض الاسماء المحضر الامن النادي في مدينة نصر فالمسألة يعني ما هياش انا عايز اقول حاجة يعني مثلا الوايت نايت وانا بشكر المتحدة منصور ايد نايت الزمالك لما انتقد الهجوم على كابتن طالح سليم رحمه الله بدون اي مبرر وبدون اي رعي وكابتن طالح سليم ايضا رحمه الله لكن انا عايز اقول طب ما نوصل لمرة للي شتب للي ضرب للي هدد للي اقتحب هنقعد كل مرة نقول الاوترات عمله الصور عمله المتصرفين عمله لا نوصل لتحديد الاتهام وتحديد الجرم ومعرض الصحة هنا هنصل للعدالة وهنصل للسلول الحقيقية لكن احنا هنقعد نتكلم بشكل عام الاوترات مقيمين الاوترات معانا لا هنوصل للاشخاص يعني انا وبعدين انا سمعته بهم لا انه هم من خانونك نويين يعكده ما هو انا لو نزلت من بيت ومش نوي اقتل حد لكن حصل ان انا قتل ده مش معناه انه براءة لان انا كنت نازل من بيتنا مش نوي اقتل فالمسألة في حصل تجاوز للنظام وخروج على القانون ويجب محاسبته ويجب اه اتخاذ كافة السبابير لعدم تكرار ذلك اما بالنسبة لمرتن يولد مارتن يول نجح فشل الناس عايزة ينشي الناس عايزة يقعد اه دي قضية سنية كروية انا باتكلم على الواقع الوجه الاخر بالتكاو والتوائل انا بالمناسبة معرفش مارتن يول قاعد ولا ماشي لان مجلس قدرات الناج الان انه هيعلن تشكيل هيكلة قطع كرات القدم بعد المبارات الاخر شهر الان لكنها بتكلم على مارتن يول اه واجه موقفين عصيبين جدا موقف القويف طريق السويس السحراوي وموقف في ساد ساد مرينة نصر اثناء تدريب اه النادي الان احنا عمدنا ازمة اعتقد ان كلنا متفقين عليها انها ازمة نقعة وحقيقية وليس مستعدة هي ازمة الطلال وكل خبراء الاستطاع قالوا انه حل هذه الازمة الحل العاجل او الشق العاجل حل هذه الازمة هو السياح انا عملا صدر اصدرت وقت مرسنيول او وقت الاهلي لا وقاية كثيرة جدا عملا صدر للعالم والاعلام العالم فكرة اننا بلد مصير امنة وبلد مرتبكة وبلد مقتربة وبلد يعني حتى تدريب فريق صورة بيحصل في هذا المشهد حتى اوطوبيس فريق راجع لمدينته او النادي بيحصل في هذا المشهد يعني فكرة انه عملينا صدر صور تلبيا عن بلدنا عملينا صدر للعالم فكرة انه لا احنا عايزين سياحة ولا عايزين اقرار ولا عايزين امام يبقى النادي الالي ما بيتكبرش المسائل ويضخمش المسائل ما بيستغلش الظروب وما عملش مؤامرات وعمل محضر عمل شكوى للامن وقلب مؤادرة وزير الداخلية ولا يزال بالمنافسة نظر النادي الالي في انتظار الاستجابة عندما طالبه عشان هو من انتم استنيين مؤادرة وزير الداخلية يعني مش اقل مستوى من الوزير يعني مش يعني مؤابلة الوزير شخصيا اعتقد من النادي الالي يعني انا انا هنعرف مش علشان انا اه بدي حدث باسم النادي الالي او عشان اعلاوي امكات مقيمة النادي الالي في مصر وقيمة مكنة وقيمة عطاء وقيمة تماميره تستحق هذا الصلاة طيب ان اه طبعا ونتيجة التأخير ده ده اللي خلى الاهل صعد وقال انا مش هكاطع الارعى حتى التصعيد ده يا شيد واقل مشروط بهذا اللقاء ومشروط بتوفير التدبير الامن هو مش تصعيد مصوق وخلاص يعني انا مش لاعق لا مع الاهل ما قالك كده طيب كابتل محمد دعمارة قبل ما طلع فاصل يعني التصعيد خلاص يعني الاهلي من الواضح انه بيحمل الامن المسئولية الاولى عما حدث عنده معلومات بلغ وطبعا فيه يعني فيه تحميلة انتو كلمتو عن مسئوليات تانية كتير بس هنا واضح الاهلي يحمل الامن المسئولية هو انا هعلق على فشل الادارة فشل ادارة الكورة الفترة اللي فاتت هو يعني انا بشوف ان دي بتغطى على دي يعني المشكلة في الفترة الحالية بننسى الفشل اللي حصل كادارة كورة في النادي وبنعلق بقى الشماعة على الامن دلوقتي والمسابقة والجمهور والماتشات واللي اعتراض على القرعة لا فيه فشل حصل بين المدير الفني فيه حاجات كتير موجودة في النادي في ادارة الكورة المفروض كانت تضرب بطريقة احسن من كده فيه ناس موجودة في النادي في مناصب جات بالمجملات فيه ناس في الكورة جات بالمجملات فبالتالي الفشل بقى واضح قوي فالكورة انهارت في النادي الاهلي في الفترة الحالية يعني شايف انه القالية يعني يحتاج الى تطخيم مشهد من هذا النوع حتى يغطي على كل هذا يعني انا سمعت الدكتور ياسر ايوم انا سمعت الدكتور ياسر امدارح كان في احدى البرامج برضو بتكلم ان مجلس ادارة اتخذ قرار باعادة هيكلة القطاع الكورة في النادي الاهلي نهاردة كابتن زيزو نهاردة كابتن زيزو بقدم استقالته فالتوقيت هل هو توقيت مناسب ان كابتن زيزو قدم استقالته وهو من العناصر او الناس المفروض المهندس محمود طاهر بيصق فيه ويجيبه في مكان قوي جدا معجون بحب النادي الاهلي ولا خلاف على وهو القرار الوحيد بس هو التوقيت مفيش خناف عليه هو القرار الوحيد التوقيت هل هو مناسب يعني انا سمعت برضو ان كابتن زيزو بقاله دلوقتي ثلاث شهور عايز يقدم استقالته عايز يسيب بالكورة ويمشي لان مفيش حد من مجلس الادارة تقريبا بيسمع له او بياخد برأيه ده اللي انا سمعته معرفش وقال حاجة خطيرة اخرى رسميا قال انه الاول مرة رئيس النادي اتحدث مع المدير الفني بعيدا عن المشرف على الكورة فدي طبعا حاجات حصلت في الكورة مش متعودين عليها في النادي الاهلي ودي مش تقاليد النادي الاهلي تقاليد لا مش تقاليد تماما قبل كده حصل ان عدو مجلس ادارة النادي الاهلي راح تفاوض مع بعض اللاعبين وجابوا اللاعب واشتروه وفو يجيء بيه كابتن محمد يوسف لما كان مدير فني ان اللاعب ده خلص وجيه من غير موافقته فلما جيه طلع في التليفزيون واعترض مع كابتن شبير في احد البرامج بعديها مشوه هو كابتن ساد عب حفيز كان مدير كورة والجهاز الفني بعديها بشوية الكابتن زيزو جيجي مسل كطاع الكورة والكابتن سيد رجع تاني مدير كورة فانت مشيت الجهاز الفني اتفقنا على هذا المبدأ لانه بيقول خالف تقاليد النادي الاهلي ومدير فني طلع اتكلم على عيد ومجلس ادارة فهذا مخالف ليه نظام النادي الاهلي او المنظوم الرياضي في النادي الاهلي فمشيته النهاردة انت مشيت الكابتن ساد عب حفيز رجعت يجبته تاني اول ما تعين الكابتن علاء عبدالصادق كمدير كورة عملوا لجنة كورة كان فيها كابتن صلاح الدين وكابتن زيزو والكابتن علاء والمهندس محمود طهر اي واحد كان يا سيد وائل اسمه يتعرض على ترابيزة اجتماعات لجنة الكورة من النجوم القدامى في النادي الاهلي كان يعني يقابل بالرفض تماما كانوا يعني لغيين فكرة ان اي نجم يدخل ويبقى معهم في المنظوم معرفش اولا انا من المستاندين الاقوياء للمهندس محمود طهر في الانتخابات يعني انا من الناس اللي وقفت ودعمت المهندس محمود طهر وقلت قبل كده انا مش طمعان ان انا اشتغل في النادي الاهلي ولا عايز ما انصب في النادي الاهلي لان انا اه ممكن اشتغل في النادي الاهلي ببلاش مش اشتغل بفلوس لو طلب مني لان انا عندي شغلي وعندي ما عنديش وقت اه كافي اديه للشغل في النادي الاهلي انما لما بيبقى فيه اخطاء واطلع اقولها فيه مجاملات في التعينات فيه مجاملات في التدارة مرسل محمد مرسل طمعان ولا عايز حتة من كعكة في تعينات حصلت في النادي في المنظومة الإدارية داخل النادي يا أستاذ وائل فيه أرايب تعينه فيه ناس جابوا أرايبهم فيه ناس جابوا أولادهم فيه ناس جابوا صحابهم ده في النادي الألي؟ طبعا طبعا يعني النادي الألي كان منقع عن كل فإحنا دلوقتي داخلين على موضوع صعب جدا في النادي الأهلي ففي مجموعة كبيرة جدا من النجوم القدامة وقدامة مصدومين جدا في النادي الأهلي يا أستاذ وائل يعني لو جيت حضرتك على مدار العشر سنوات الأخرى هتلاقي بلعبوا في عشر أسماء 12 اسم هما اللي بدخلوا وخرجوا فين خالب بيبوا من النادي الأهلي؟ فين محمد فاروق من النادي الأهلي؟ فين وليد صلاح من النادي الأهلي؟ فين هشام حنف من النادي الأهلي؟ فين وفين فيه أجيال؟ فيه أجيال بس أنا بكلمك عن نجوم القريبين من اللعيبة فين يعني دلوقتي الاعتماد على أهلي السقة أكتر من اللي عندهم خبرات وعندهم شخصية أيوة تجربة كبرى كمان خارج الحدود يعني أنا واحد من الناس أنا واحد من الناس يا سيزوان جامعني باللقاء بالمهندس محمود طاهر في الإمارات في مباراة السوبر اللي النادي الأهل كسبها لما كان برضو فيه انهيار لفريق الكورة قبل السفر وكنا برضو خاصرانين أول ماتش ميسكو كابتن زيزو صح أول ماتش ميسكو كابتن زيزو مظبور على فكرة اللي جابت دور كابتن زيزو على فكرة أنا وجهة نظري ده مدرب فاشل لو أنا بكلمك بقى كلاعيب كورة أنا كلاعيب كورة ده مدرب بالنسبة لفاشل إما جيب مدرب بياخد 200 ألف دولار في الشهر وفي دوري أنا من وجهة نظري دوري هزيم 200 ألف دولار في الشهر دوري هزيم دوري المصري من وجهة نظري مؤمن سلمان بياخد كامف لا ده مؤمن ده أم طايف كان فيه تليفون بينه وبينهم بارح بيقول لي والله أنا الموضوع أنا مغدود الموضوع يعني يعني كبير علي فيما معناه أنا بقول له أنا كلمتك بعد مطش الأهد والسمال عايز أباركك لأن مؤمن من جيلك وإننا بنلعب سوا في المنتخب الأولمبي مع روتكو رقول له وعشنا حوالي 7-8 سنوات مع بعض في المنتخب الأولمبي ثم روحنا للمنتخب الكبير فبقول له أنت قفل تليفونك ليه؟ قال لي أنا مغدود الموضوع الجديد علي اه طبعا فأنا لسه عايز أكون ولملم أوراق يقول له أنت كده صح اقفل على نفسك وركز في شغلك فبالتالي يا سيزوائل لما جي أنا أجيب مدرب بياخد 20 ألف دولار وأنا جايبه وأنا جايبه عشان أخد بطولة البطولة الأفريقية وأنافس على البطولة الأفريقية وطلع وطلع سيدوائل الحدف كسر عالم الأندية حضرتك تعلم أن المدرب بتاع البرتغال اللي خد بطولة أوروبا ما خدش نفس المكافئات اللي خدها مارتن يول مارتن يول لما لعب 14 مباراة سنادي في الدوري وخد 3 شهور مكافئة 3 شهور مقابل 600 ألف دولار في النادي الأهلي مع أنه مش صنع البطولة زي ما أنت 14 مباراة قدمها له فبالتالي حضرتك النهاردة أنت داخل على ظاهرة صعبة جدا في النادي الأهلي النادي الأهلي السنادي بيغير 3 مدربين من السنة اللي فاتت للسنادي جاريد وبسيره وطبعا خش في وسطهم وكابتن فاتحي وكابتن زيزو والنهاردة بيجيب مارتليون فبالتالي أنت فشلت في المهمة اللي أنت جاي عشانها اللي هي البطولة الأفريقية وخرجت في بطولة الكاس في 6 أيام بـ 32 اتنين فدي الصدمة الكبيرة بالنسبة لجمهير النادي الأهلي الكرة في النادي الأهلي عايزة غربالها مع احترام الكامل وده بيزعل مني ناس كتير جدا يا أستاذ وائل بس أنا لما عدت مع حضرتك هنا على الترابيزة دي قلت أنا مش هشتغل في النادي الأهلي ولا طمعا في مركز في النادي آه يعني هنا حتى الناس ما تقولش أنه عنده هدف شخصي يعني تماما فبالتالي أنت يا باش مهندس حضرتك لما أنا قلت لك في الإمارات اتدفها بلعابة الكورة المحترمين اللي يفيدون نادي ويدوك الرأي الصح قلت لي يا كابتن عمارة نمعد المباراة في الفندق في قبل مباراة الأهل والزمالك في دبي نعد المباراة ويبقى لينا لقاء في النادي ونقعد ونتكلم والتلق حاضر كان في وجود شادي محمد وشام حنبي كانوا وقفين جمع حتى هما كانوا بشدوا في إيديا من كتر أننا يعني يعني منفعل على النادي الأهلي على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي كان بيمر يعني بمرحلة صعبة جدا قبل مباراة الصورة فبالتالي أنت باش مهندس بتوعد وبتخلف يعني هو دائما يوعد ويخلف الكابتن على عبدالصادق لما جه كان طبعا احنا كنا وقفين في التخبات وقفة قويسة جدا كنت أنا على قناعة أن النادي محتاج تغيير بعد طبعا خروج الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب ومجلس إدارته اللي هم من وجهة نظري قدوا للنادي الأهلي كتير جدا خدموا النادي الأهلي كتير جدا نجوم كبار كانوا يعني بيفيدوا النادي الأهلي ومحدش يقدر يتكلم في الجزئية ده أستاذ واي فبالتالي أنت كان مطالب أن أنت لما تقعد على الترابيزة تجيب بتوع الكورة وأعتقد أن الأستاذ عماد وحيد قاله في أول اجتماع مجلس إدارة قال له يا باش مهندس إحنا مش بتوع الكورة لازم نجيب بتوع الكورة يتكلمه حتى طاري الشيخ تم تصفية فإنت ليه العناد ده ليه الوساطة دي ليه المجاملات دي طب ده كلام لازم يرد عليه الدكتور ياسر عيوب بس بعد الفاصل لأنه كمان لعيبة يعني خلي بالك بها ده كلام إيه في حضرتك بلوقتي إحنا بنتكلم في بزاعة مسؤولية تتكلم عن أهضار مال أنا بكلمك النهاردة بجلال تقادروا مين في مصر لعيب كورة يوصل عشرة مليون وتمينة مليون والله إنت لو لو قلت لي مين في عشرة مليون شو ما روح جبه أبداً مفيش لعيب في مصر مع احترام الكامل اللي لعيبت مصر كلها إلا إلا اللي استثناء بعض رمضان صبح ماشي بستة مليون رمضان صبح ده أنا قدمته للدار الأولى أنا ومجموعة المدربين اللي اشتغلوا معاه رمضان صبح أنا مرنته وهو عنده 11 سنة كنت مساعده فريق 14 سنة كان صغير 3 سنين وخدته معايا لندن لعبنا هناك بطولة ده مع ستوك سيتي اللي بلعب في دلوقتي وإفرتون وبعض الأندية الشائرة في إنجلتار والولد عمل مباراة كويسة عمل بطولة كويسة طيب بس إنت دي نمازج لإهضار المال شايف إنت بتقولي الفلوس دي راحت فين 25% من 25 مليون مبلغ كبير النهاردة حضرتك من 3 سنين من 3 سنين 4 سنين يقدر اللعيب يدخل النادي الأهل إلا عن طريق سمسر معينين بعينها ودلوقتي والسمسار ده بياخد عمول لا ده مجموع يعني طبعا بياخد عمولة طبعا بياخد مش هيقول الكلام على عواهنه يعني أو هيقول المعلومات دون تأكد يعني لكن في كل الأحوال نادي الأهل يا جماعة لا قلعة كبيرة احنا ما بتكلمش عن نادي احنا بتكلم عن مؤسسة كبيرة ينفع أنا عدو عدو عامل في النادي الأهلي ابن أخته توفى في مرات الأهل والزمالك الشهير لما خسر النادي الأهلي والراجل ينفعل بكلمتين في الجنينة وعدو من الأعضاء اللي هم الأدامي الباريزين ابن أخته توفى هو بتفرج على الماتش ولد عنده 29 سنة والواحد في 20 سنة تقريبا الله حسنا والراجل جاه فطفى بكلمتين في الجنينة يفصلوه يا أستاذ وعين فصل؟ اه وأنا أتوسل المهندس محمود طهر وأقول له أبش مهندس وكلمت الوزير يعني هو انفعل غاضبا انتقد أوضاعا انتقد قالك لعيبة ولعيبة وحشة ومجلس إدارة وحشة والنخطه مات هو بيشج اه انا شفت ابن أنا شفت الولد هو صغير ابن الولد ارجع بالمحكمة جاه سلم عليا واحد ارجع بالمحكمة هو الغلط انه اجرأت على السوفي انا بكير لا اجرأت على السوفي لا ده حتى مرعاة للحالة يا واقل بي أنا حضرتك يا واقل بي حضرتك أنا كلمت الوزير فيها شخصيا والأسف الوزير خالد عبد العزيز ما خدش قرار وأنا بلومك باش مهندس خالد على الهوى مع الأستاذ وائل انك لازم كنت تاخد قرار لاني ده قرارت على السوفي بد واحد عدو يعني هل هو جزاء ان العدو يقولك المتين يتفصل طب يقف أستاذ ده قانون لكن انت بتلوم الوزير بعد إذنه استاذ وائل على انه مداش قدر يعني مهتمش ومش بتلومه ان يترك اربعة او خمسة يا استاذ عصام وصلني على كلمة السلطة في الحكم في النادي الاهلي في جمهورية قدم العزمة وهو اصلا بتديره بمجلس كامل بالعافية واتكلمنا عن ايه تاني انا بس في حاجة لو في وقت خلينا بعد الفاصل لانه في كلام عن السياحة وضرب السياحة هم هنا بيعني بيوصلون احنا معلومة بيهددون ان احنا اللي وراء ضرب السياحة هتطلع فاصل والدكتور ياسر ايوب مازال معنا وانا وافق لإيماني بحرية الرأي يعني هو من كبار الكتاب قبل ان يكون تحدثا طبعا باسم النادي الاهلي وبالتالي هو حيفند ويرد على كل هذه الاتهامات يبدو انه الحادث الاخير يعني زي كرة الفلج اللي بتضحرك فتزداد تضخما وبدأت تطلع قضايا مختلفة ما فيش مشكلة ان الناس سنقشها ويتم الرد عليها لان النادي الاهلي قلعة كبيرة مشاهدينا نحييكم من جديد واؤكد من جديد ايضا ان حب النادي الاهلي حتى لمن لا يشجع النادي الاهلي لان اي حد بيحب مصر وبيحب كرة القدم عاوز الاهلي يكون قويا صحيح المسألة او القضية لا تتعلق بالنادي الاهلي فقط كنا بنناقش ظاهرة الالترس وهي متعلقة اكثر طبعا بنادي القمة الاهلي والزمالي وهي تحولت من قضية انتماء رياضي الى مشاكل امنية وسياسية لكن في صياقة الحديث البعض وجه انتقادات شديدة لمجلس ادارة النادي الاهلي الحالي وهي انتقادات لا تقلل من قيمة الاشخاص ولا من قيمة المجلس لكن هكذا الحياة يعني فيه كل من يعمل في العمل العام لابد ان يتقبل الانتقادات ويفندها ويرد عليها وانه ربما تكون هذه الانتقادات كمان هي التي ساهمت في المشهد الاخير وربما تساهم في مشاهد قادمة نتمنى انه يتم نزع فاتلها قبل ان تنفجر الدكتور ياسر ايوب طبعا انت كنت عايز تعلق او الدكتور ياسر عشان عايز نديله وقت للرد على هذه الانتقادات انا اريد ان تقول على فكرة السياحة عندما تستعين بمارتين يول وتتحدث عن تطوير منظومة كرة القدم فعلى الاهلي كثيرا اتى بهدي كوتي كانت تمرين ثلاث مرات بقى كل يوم اتى بفايسا وحاول مصار كرة القدم عندما تستعين بالشريحة دي من المدربين كان عليك وفورا ان تحكم قبضة احترافية على كرة القدم ان تأتي بفريق العمل الذي يعمل معه مارتين يول لانه هو راجل شيخ طريقة وهي دي الطريقة بتاعته لازم تجيب له مخطط احمال تجيب له بتاعتك زي اللي هو ناس شغل بدماغه يعني طبعا تجيب له الراجل اللي بيقعد فوقه يشوف الرصة والراجل ده عاش في ألمانيا في عز التجربة الاحترافية ما تجيب ليش راجل وتقول له خد 3-4 رجالة من رجالتنا معاك ثانيا وهو الاهم انتم تذهبوا يعني وتأتوا بلعب كرة يوقع عقد احتراف كامل وهو طالب واحنا نقول سعيد ده راجل بطل الإداري لانه جاب الولد من الامتحان على متسك عشان يروح يلعب ماتش كرة رمضان صف انتم المحترفين اه نقول لك على ساعة يعني مثلا يعني انت تتحدث عن تحديث البنية التحتها للاحتراف وانت قط ده اكثر من مرة وانت فعلا لا تزال الامل في التطوير ثم تحدثني عن ادارة كرة القدم دونما احترافية دونما اهلها لا يمكن ابدا ان يكون محمود طاهر يعني مديرا للكرة بكل المقيس لكنه كان يستطيع ان يأتي بكل المستشارين اما عن فكرة ضرب السياحة وان احنا بنصدر نحن لا نصدر احنا بنحاول نلملم اللي بيعملوه لم يصر في مرة منذ حضر على محضر حتى النهاية كما فعل مرتضى منصور مع خصومه من بعض الالترس او بعض الخارجين على القانون كل دي حاجات انت مرة تهنيني ومرت بكيني مرة تقول دي جا مهرنا ومرة تقول دول بيخربوها واللو ساب المعطي قال على وقع اللي هي كان فيها تدريب على دخلة الالترس في صالة النادي الاهلي وبتمر لانه كله بيمسك لك سيف او اتكسر النادي الاهلي لا احد ابدا يكسر النادي الاهلي وبيان كبير عن عدم الاعتذار كانت ستقتضي به جماهيرك حتى لو لمجرد تهديئة الاجواء هو حلو ان احنا كل شوية نصدر سلعتنا عشان الاحتراف يبقى خارج الحدود ونلعب صوبر او متشاط كبيرة يعني في بلاد مشكورة بتحبنا وبنحبها لكن انا الاوان بقى ان احنا نفنة كل ده لانه الحقيقة بنحق البلد دي ان تستقر في غياب السياحة ده احنا عندنا فرصة عظمية يبقى فيه سياحة كرة قدم مش عاق اللي انا شايفها في برشلونة ده السبر للمراتي اللي تلال هنا الكابتن محمد عمارة من موقع المخلص وهو محب للنادي الاهلي تحدث عن اهضار اموال في صفقات ومتعلقة بالمدرب ده احمد الشيخ مجايش ده احمد الشيخ لا يبشي ما تشيه نحمد الشيخ يعني انت جيبته منين وخريبته ودفعت في المبلغ ديه ومشيته اه فبرا احد ججوم واحد ابناء النادي الاهلي وتأكيد له كل تقدير واحتراف الحاجة الثانية انا احسرين بيجا انا اعتقد ان انا ممكن استعين بشهادة سواء السيدة الصام شرطوت او السيدة بالمعاطي انا بحترم جدا الرأي وفرق بين الرأي وبين الخبر سواء حقيقي او خبر في الحق فالاراء ملك الاصحابها وحق الاجتماعي الاستهامات لا الاستهامات من يوجه استهامات عليه ان يملك ادلة عليه ان يذهب لجهات تحقيق ويقبن بلغات رسمية لكن فكرة الاستهامات التلفزيونية اعتقد نحتاجها لوقفة ووقفة حاسمة بس مسمع حد داعين ولكن مع الكل لانه بسهل قوي ان انا اعود ازام كاميرا او امسك وراء او قلم واقول كلان حرامي او كلان حقار هو يروح يقدم بلغا للنائب العام في نادي يعني هيبقى صحيح يعني يا دكتور ياسل يعني انا يعني انا ينفع اجيب باكليفت باكليفت في النادي الاهلي باكليفت مدافع ادفع فيه انا بفتحزن حاجة بس استفناء اكمل انه انه انتحاك وجهت اتحامات لمسكولين لا انا بقولك ان فيه مبالغ مالية كبيرة جدا بنتدفع في اللعبة او منستفيدش منها النهاردة حضرت جيبت احمد الشيخ بحمدسترش المليون انتحاك قلت فيه عمولات وفيه فلوس اه فيه لا فيه فيه فلوس تايها انا انا كابتن عمارة بشتناقش حضرتك فيه انا بقول لك حضرتك ده اتهام طريح وهذا الاستهام الطريح ده سبق قصف في ادارة النادي الاحدى لا ما اتهامتش حد مجلس ادارة انا بقولك فيه فلوس تايها فيه فلوس تايها عايزين نعرف الفلوس دي فيه انا عايز اقول له حضرتك اقول له تايها ازاي انه لو اطلقنا الباب لهذه الاتهامات المجانية اعتقد انه هنوصل لحالات كارثية وحالات من السخط المتبادل والاتهامات المتبادلة وهنخلق حالة من الفوضى فوضى اعلامية وفوضى قانونية وفوضى اخلاقية فمسألة الاتهامات دي طبعا بالتأكيد مضبوطة مسألة كارثين عمالة انه فيه العيد اه مصري يوصل لعشر مليون انا معاد انه ما فيه العيد مصري يوصل لعشر ده رأيي المعلن سنين طويلة ورأيي ان احنا فيه مغالاة نتيجة استباق الدائم الغير مفهوم والغير مقبول بين الاهدي والتمامي انا بغفر حضرتك بالرأي فكرة انه فيه اموال كتيرة بتتفع للعيدين واموال كتيرة بتتفع للمدرب اه اتقد انا مش انا المسؤولة عنها لكن عايز اقول حاجة ممكن مهمة جدا وممكن ناس كتير ما يعرفوهاش او لسه النادي الاهلي لم يعلنها رسميا لكن انا مستر ان اعلن الاهلي منذ ستة ايام على وجه التحديد اصبح لأول مرة منذ تنين طويلة جدا غير مديون بجنيه واحد لاي جهة ولأي طرف في جمهورية مصر العربية بدينا فيها مصلحة الطرق وهو قبل كده كان مديون بكامل ماذا يا ويل بيما حاجة دي وقت فيش تراكات للشيخ زايد الجديدة محتيش كلها مديون اه لا المجلس جاية يعني تراكات الاعضاء لانه النادي الاهلي عند تسيولة مالية دي باقي تتجاوز اه اه ما نقول ما الكابتن عمارة بقولك انه انه فيه فيه موارد جديدة اضيفت بالشيخ زايد بنادي الشيخ زايد ما تجيبشي هذه الارقام المالية الاهلي جديدة كله ديونو والاهلي كانوا معايا في قضية خلافات طويلة بين الاهلي وبين الضرائب وحد من الضرائب الموقع على النادي الاهلي فيه قضية النهاردة رفعت يا دكتور كمان حد من الزملاء في مجال يعني العمل او تغطية القضاء جاب لنا الورق بتاع طعن على الضرائب لا هو بص يا دكتور ياس لا احد ينكر ان هذا المجلس عمل طفرة انشائية جوالنادي الاهلي وزاد من نوارد النادي الاهلي سواء في عقود الرعاية او البس التلفزيوني او خدمة الاعضاء لا احد ينكر ذلك يعني لا احد ينكر ذلك ده حصل بون نديل نحن بنتهم بدون أدلة وبدون أسانيد ونشكك في زمن بعض بس يعني خلينا هنا الكابتن محمد عمارة بالتأكيد عنده أسانيد عندي أسانيد يا دكتور وائل ويا دكتور ياسر واطلعها في الوقت المناسب لا ما هو الوقت المناسب يعني انا ممكن اعجبها تهم اي شخص لا طبعا غير امين او غير شريف وعند الزلايا هطلعها في الوقت المناسب او الوقت المناسب هو الوقت ما تتحدث يعني انا هتقد خليني بس اوضح وجهة نظر كابتن عمارة بس عشان ايه ما نلبسوش قضية على الهواء لا 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 ما توصلش المسألة لا لا هكامل بس اصلي اهدار الملعم اهدار الملعم هو بكلم عليه ان في لعيبة مغالفة يعني جونيور اجايا دكتور اه اه خمسة مليون يورو اتنين ونص مليون يورو للنادي واثنين ونص مليون يورو للعيب خلال العقد واربع سنين طب انا ماشيت رمضان صبح الليلة وهو ده البديل يعني ما جيبش من البحر حط في الترعة وانا وانت فلاحين وعارفين المسألة دي فبالتالي بقى انه ما عملتش حاجة الجزئية التانية ان في لعيبة ودوارد في كرة القدم يجوا ولا يوفقوا في النادي بس بقى احسن استثمارهم وبيعهم او الاستفادة منهم ماليا لكن اللي بيقوله كابتن امارة ان في مبلغات تاني حاجة هو بحكم علاقاته ببعض المدربين بيتقالي ان في فلوس يعني ايه يعني بتبقى لتسهيل الصفقات خلينا اقولها بالمعنى ده مش عمولات مش عمولات مش عمولة لسمية مش عمولة لسمية وانا لا اظن ان هذه الفلوس تخرج من الخزنة وارد انها تخرج من جيب المهندس محمود طهر شخصية بس عشان بس تبقى الامور واضحة يعني هو يعني هو كلاعيب كورة بيتكلم في اقتصاديات الكورة نعم كورة احترف وعارف ان الاسعار مغالة فيها بس طيب لكن هو لا يشكل في زيادة احاق انا فرقت بين فكرة ان ما تجيب العيب وما تستغلش هزا العيب او الاموال اللي تبعتها في هزا اللعب مبين الاتهامات ان انت ما عليك تستوى لعيديك كل دي اتهامات مقبولة وممكن منقشرتها وممكن التحور بشأنها وممكن نرد عليها لكن ممكن انك تتاهم بالعمولات او الصمترة او اموال ايوة في عمولات يا دكتور ياسم ايوة في فلوس بتتاخد يعني مش عايزة يعني ما بتهمش حد ما بتهمش حد انما في ناس في ناس لا اممش ملاحظة في فلوس تاها عايزين المسؤولين يطلعوا يوضحوا الفلوس دي راحت فيه في بعض الصفقات اللي جاتي بنادي الاهل تكلمت بمئة مئة 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 ألف دولار في المدرب مئة وستين ألف يورو دول في صفقة عالي معلول ومئة ألف يورو في صفقة شون أنتوي تايهين اه تايهين يعني خرجوا مخزينة النادي؟ لا انا بقولك تايهين يعني ايه تايهين فلوس تايهة يعني يعني فساد يعني راح تجيب اللعيب ولا راح تجيب مسؤولين انت كده لا انا بكلمك انا بكلمك في تايهة ازاي تايهة يعني زي ما قلت حضرتك اللي هي فيها تسهيل للصفقات يعني تسهيل اه بس لا انا انا احفظ بشدة على حكاية فلوس تايهة هي فلوس تايهة يعني ايه فلوس تايهة يعني فلوس دفعت من تحت الثرابيرز يعني ده فساد ده اتهام طريح انت عايز برضو تقول لي يعني فلوس طائحة انا مش عارك يعني فلوس طائحة فلوس طائحة في السوق اوه قصده يا دكتور ياسر خلينا اقولها بس يا كابتر محمد يعني هو قصده ان ممكن وده بيحصل في الكورة ان ممكن محمد طهر يدفع من جيبه الشخصي هدايا لنادي او ادوات او ملابس او تشيرتات او يتحمل تجريفة مواسكر لفرقة بدل ما يحملها لخزينة النادي فهو كابتر محمد عمارة عارف المعلومة دي ان دي راحت للنادي ده لكن هو مش بيقول ان حد من النادي خد المبلغ ده طب ما باسم الشفافية يعني جماعة الشفافية عايزة يتقل لا ومفيش حاجة اسمها حتى اللي بدفع من جيب حد يسجل انه دفع من جيب حد ازاي يعني هو الصفقة وما الغطاقهم ايه اللي دفع من جيبه ده طلع 200000 بياخد جواب من النادي الغطاق بتاعها ايه بياخد جواب من النادي بتخصى من النادي جواب شوكريان ولا ايه جواب ايه باسم ايه انه دفعهم لمين وعن ايه باسم ايه كل شيء له غطاق بس خلينا عموما امطار للنادي في قصة وبين انه بيبقى في اموال تايهن قصة تانية او في فساد او في خمطرة او في فلوس مش معروفة الراحل فين لانه ده التهمات اعتقد انها لفى ليقلاب النادي الاهلي ولد اماء النادي طيب هي تساولاتي انه يعني انا شخصا لا اشكك ابدا في نقاء يد المهندس محمود طاهر ولا مجلس ادارة النادي انما فيه فيه فلوس برضيع انما فيه انا بتهمش حد فيه صفقات انما فيه صفقات فيه مبالغ كبيرة جدا مغالة فيها يعني اللعيبة بيدفع فيها مبالغ اه كتير وما بتستفدش منها كنادي وقلت مثلا ان احمد الشيخ جاب 15 مليون ومشيته السنادي فما استفدش منه 15 مليون طبعا فدعم المبالغ مبالغ فيه ده اهضار مال حتى لو قلت بعد كنا اكتشفت ان اللعب ما يمشيش معايا فلا يعني ده تمن الخطأ في الاختيار بمعنى ومرة يأكد او ينفي وياسر ما شاء الله متطلع طول الوقت بيلعبه للاخر بتظل هذه الورقة المالية يدوها راتبها لك فيش حاجة اسمها روح يابني بصراحة بقى روح يابني دي فتح باب الشكل ايه في عقول في عقول بتبقى تتاهم نسمع الدكتور ياسر يكمل الكلام عشان بس هو برطلب ندلو والصديق ابو المعاطي اتفتح رمضان صديق طالب السنوية العامة وانا عايز يعني بحييه على هذه النقطة لانه احنا بنطبق نص احتراف انا اللي وقت ابو بيرت برضو قال انه احنا عندنا مؤسسات احترافية خير كاملة يعني ابو المعاطي ما في حاس مهارطة لاعب نصري يبقى عنده انتحان سنوية عامة او يبقى عنده بيشتغل مؤسسة ومدربين واخدين تفرغ دكتور يعني وفيه بياخدوا بعض التفرغ مدربين ولاعبين واعتقد ده كل ده لازم ينتهي يعني لعب مختلف انا كنادي انا كنادي لما اروح اشتري لعب بخمسة مليون بسبعة بعشر مليون انا ده يعنيني ان انت معاك مواحل ايه او ان انا هاجل لعبي عشو قبل انت عندك اتحان سنوي او في قبلية او في معهد ده امر لا يعنين لانه الاستثناء الوحيد اللي ممكن قبوله هو الخدمة العسكرية غير كده انت لقى المحترف وعند الخدمة العسكرية في الخارج لا يمكن ابدا التوقيع محترف في جزئية بس يا دكتور اتمنى ان الناد الاهلي يتبنى بحكم قضية الالترس يعني وهي جزئية ان تبني الناد الاهلي يعني يطلع بيان كده تبني الناد الاهلي لاقرار قانون حماية الجماهير في مجلس النواب هذا القانون موضوعه في الادراج عمله الوزير العامري فاروق وكمله كابتن طهيرة بوزيد والمهنس خالد عب عزيز غير مهتم به نهائيا هو مهتم بامور اخرى فبالتالي ده جزء من مسئولية الناد الاهلي الوطنية تجاه حماية جماهيره وحماية منشآته ان هو يلح في هذا الامر وده الحل الوحيد لمشكلة الالترس والوايت نايز وهو انفعيل القانون وانا هو ايضا اتراحة وانا هو ايضا ابو المعاطي واللي علمته ان المهندس فارج عامر رئيس تجل السباب ورياضة في فلمان المهندس فارج عامر مش هيعمل قانون الرياضة عشان ما فيش انتخابات مهندس فارج عامر مش حصل جلسات ازتماع ولكن لم يقرر ده غير قانون الرياضة يناقش ما جرى من بعض افراد الالترس في تدريب الناد الاهلي اللي يجب انشوروا الرياضة في البرلمان واعتقلت ان دي مكتب اداية زي ما حاجت قضلت وقل لوضع تصور صارم ودائم بحماية الجماهير وحماية الانبيع في قانون جاهز بدا يا دكتور يعني في قانون يعني في قانون جاهز بدا جاهز العامر فارج انه الاهلي اوقع سواء اه اي شبهات او استحانات مالية او اخلاقية الاهلي ممكن او ادارة ممكن ان تخطئ في سطيار لاعب ممكن ان تخطئ في سطيار مدرب ممكن ان تخسر بصولة لكنها ادارة ليس مشتوكا لنزاحتها المالية او القطاع لا ما حدش قال كده دكتور ياسر بعد اذنك كلنا على تماثل مع الناس وعارفينهم لكن انا مسألك انت شخصيا ماذا لو كان ياسر ايوب يرصد فيرى ان النادي الاهلي يدار بمجلس خمسة منهم اتنين تحت السن هل ده شيء مخنع يعني حتى لا يطلب استكمال المجلس انا مش هقول يعني ان تطع نفسك للثقة بعد ان اشتعلت الارض حولك وكلفرشك طلبت من الكرة وانت عارف الباقي طبعا لكن هل ياسر ايوب كان سيكتب الجمعة او السبت او الحد ان ده شيء مخنع يا دكتور ياسر مجلس النادي الاهلي الاهلي هو المجلس الذي كان مختخبا وكاملا لما خلع الحكم القضائي دكتور الانتخابات نتيجة خطأ التقراءات ولو نتيجة تزوير او فساد العملية الانتخابية فكان لازم الوزير يقوم بتعيين هذا المجلس مرة اخر نناقش هذا القرار ونعتد بصحيته او لا نعتد بصحيته انا بتكلم عن الواقع دراء منذ سنة في مجموعة من اعضاء المجلس ولهم ايضا احترامهم والاعتزاز بيهم رفضوا هذا التعيين وقالوا احنا ما نجيش بالتعيين واحنا رفضين هذا القرار الحقيقة اللي اصدتهم لو السدة اللي حاجة بتقتضم لهم الحاليين صاروا مع زملائهم في هذا الفكر ورفضوا هم ايضا التعيين كان الاهل في هزمنا سابقا بيفرد كلمته وما كانش تتغيب الانتخابات عشان الواحد يقول مش عايزة طلع القانون ووزير بيلعب دور عبنا ما ماره زمان في ان كل اوراق اللعبة تبقى في ايده لكن عبنا ما ماره كان بيدرها الحقيقة لان البلد كلها كانت كده شمولية يعني لكن الحقيقة المنطق صعب اوه دكتور ياسر يعني الحملة تقيل قوي من ناحية ومن ناحية تانية هذا التمسك يعني غريب جدا وهذا العناد غريب وانت نفسك متأكد ان الجمهور شريك اساسي في الهندية الكبرى هي ما احناش فتحينكم باون ولا في ساحل الشمالي طيب خلينا عشان نسأل يا جماعة معي المهاندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي مهاندس محمود اهلا بيك اهلا بيك يا سيد اهلا بحضرتك اهلا بيك مهاندس محمود عليكم على جميع الضيوف انا الحقيقة جات لي خمسين مكلمة دلوقتي بخصوص ما يدور في هذا البنانك والواحد بيحس بأسى شديد جدا وحزن شديد جدا وانا عايز الدكتور ياسر يفضل معي الحياة الدكتور ياسر مظلوم في هذا الحوار لان الدكتور ياسر لما تم اختياره كرئيسة من المنظومة باعلامية بالنادي الاهلي الكلام دا حصل اول مبارح هو غير ملم تماما لده بتفاصيل هذا الموضوع حظه سيء انه جاء في مع مشكلة على طول كده وبيتصدق بشجاعة حقيقة عليها انه بيتكلم الحقيقة في مواضيع انا مش قادر افهم انا يعني حقيقي مش قادر افهم يا استاذ وائل الكابتن محمد امارة بيتهم الادارة في النادي الاهلي لا لا يا بش مهندس لا انا ما اتهمتش الادارة يا بش مهندس انا ما اتهمتش الادارة انا بكن كل افترام وتأديل ادارة مجلس ادارة النادي الاهلي انما انا بقول الصفقات اللي بتيجي في النادي الاهلي دي مبالغ فيها ومن وجه ناظري هسمعوا بس عشان نديلوا الحاش نوع التليفون الانما انا مجلس الادارة على عيني وعلى راسي وانت عارف ان انا اكتر المساندين لحضرتك فضل يا كابتن محمد دي واحدة لو سمح فضل لما انت قلت عندك مستنجات وفي فلوس بتطلع برا الموضوع لا ما قلتش مستندات انا بقول في فيه فلوس تايها فضل فلوس تايها عني يا يا كابتن اعمارة مينفعش حد يطلع suggestive يقول فيه فلوس تايها يا تايها كبيرة كبيرة. فلوس كبيرة. انا اروح اجيب لعيب بخمسشرين مليون وعشرين مليون ليه? دي فلوس كبيرة. اولا انت كل الارخام اللي قلتها غلط. يعني كل الارخام. مين احمد الشيخ اللي جاء اللي اتدفع فيه خمسداشر مليون جميلة? مين اللي قال ان احمد الشيخ اتدفع فيه خمسداشر مليون? ومين اللي قال ان احمد الشيخ النادي الاهل استغنى عنه? احمد الشيخ مازال لعبا مقيدا في النادي الاهل ومعار. معار. انه رؤية المدير الفني رؤية المدير الفني انه مش هيقدر يستفيد بيس نادي بدل ما عادوا على الدكة اطلعوا يلعب في نادي تاني ويرجع لي دي وجهة نظر فنية ولا انا ولا انت نقدم ننتقش فيها مع كل الاحترام انما انا بكلمك في موضوع تحديد الفلوس انا هقول رخم دلوقتي عشان بس الناس اللي قادة بتتكلم كلها وجزء من الحملة الممنهجة اللي بيتبع كلام واكازين يا عندما شايف ان احنا حملة منهجة لو سمعت. لو سمعت. ابتخلي المشاهد يستفيد من النقاش. مهندس محمود. فضل. اصلا ما اقول الحملة دات 채ات? لو سمعت لو سمعت. فضل مهندس محمود فضل. هنا ما هو اصولو اللي يطلع يقول أن هناك انقسام في مجلس الادارة. وأن هناك آآ اختلاف اختلافات في مجلس الادارة. ولا حدا لكن. سجل بس عندك نسمع نقطة 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 نسمع. طيب لو سمعتوا يا جماعة بس نفسك. طيب الجزء الاولانة بس شنين هي فكرة المبالغ اللي بتتقال حضرك اللي هي. المبالغ اللي بتتقال كلها مضخمة تطفيم شديد جدا. انا مش عارف بتيجي من ايه. ما هو مش كل واحد يطلع يقول رقم. يبقى هذا هو الرقم المضبط. اسألني بقى على اي العيب اتدفع فيه كام. وانا اقول لك. انما انت بتطلع من ايه. انا مش عارف الارقام اللي بتطلع دي بتطلع من ايه. من ايه. خمسين مليون جونيور اجاي بكام يا دوك. ما شو انس. نعم. جونيور اجاي نادي الصفاقسي خد فيك ايه. اه جونيور اجاي واخد النادي بتاعه واخد اتنين ونص مليون اه يورو. زي ما انا قلت. هو لانه مش النادي بس. نادي الصفاقسي التونيسي واحد مليون سبعمائة وخمسين الف يورو. والنادي القديم بتاعه اللي فينا. تلاتين في المائل? ماشا ماشا. يعني اتنين ونص بالاخر. اعتقد. والعمولة اللي دفعت فيه بفتورة من الوسيل بتاعه. اه اه مية وخمسين الف دولار. اه ادي ادي الارقام يعني ايه يوصل لخمسة مليون كده. يا ادد يا لو سمحت بديني فرصة اكمل. فضل فضل. يوصل لربعمائة مليون. انت في النهاية عندك ايه? انا هقول رقم دلوقتي اقعدوا بقى اضربوا انتوا اه الارقام دي كلها البعض. احنا حاصل بيعة رمضان صبحي وايفونا وتريزيجيه واتفاقات اللي اشتريناها. متين مليون. المحلية. بعقدها لمدة سنتين عندي فايد سبعة وثلاثة من عشرة مليون يورو. يعني عندي فوق التمانين مليون جنيه فايد. وهذه وهذا كيف تداري المؤسسات الرياضية. انت بتديلي النادي الاهلي طبيعي جدا. فايد يعني فيه فايد. طبيعي. دلوقتي بقى طبيعي لما نجيب ارقام كبيرة. لما هو هو ايفونا. لا ارد الساحة الفضل على النادي الاهلي. احساب لك يا باشوانس. احساب لنا نتعرض لهجوم ايفونا يدفع فيه اثنين مليون دولار ازاي? ايفونا ادعى بثمانية مليون دولار وايفونا كان لن مش هيفيدني السنادي. بالمناسبة الشديدة. ما حضرك برضو ما ما نوهتش عن ان السنين بيرقبودة. عرض جاله فجأة. لو دخلنا كلنا يعني انا ارجو عدم مقاطعة في. طيب انا انا يا جماعة لو سماح الموانس محمود طيب على الهاتف واحنا في الستوديو. نسجل بس الملاحظات ونسمع منه كل الكلام. اللي عايز يرد علي بعد كده يرد من هو عايز. طيب نتفق على كده يا جماعة بس لو سماح. وهننقشوا بعد كده بس نسمع الكلام اللي عنده كل. طب يبقى ايزا الصفقات يعني كمان الكلام على انه مئتين الف دولار اه كابتن محمد انا ما بقول تايهين في في مع مارتنيول. جون انتون. اولا مارت مارتنيول والمساحة بتاعه بياخده 140 الف يورو في الصافة. ومارتنيول مدرب من مدربين النخبة. يعني مش مدرب اه مستوى كاني او مستوى تالي. مارتنيول يرشح لتدريب منتخب انجلطرة يرشح تدريب منتخب اجتاني ده اسمه مدرب نخبة. ومدربين النخبة برضو كلاسيفايد في ا او بي. مارتنيول من الخلاسيفايد دي في مدربين الاليت. اللي هو ما ديقوله عليهم المدربين الاليت. انت لما تجيب مارتنيول. وبعدين احنا مارتنيول ده موضوع ممكن نوحد متكلم فيه كبير. انما انا مش انا حايد اتجاوز موضوع مارتنيول دلوقت. انما انا متكلم على موضوع الناس اللي تطلع هتقول فيه فلوس كايها. فيه حاجات بتتدفع من تحت الترابيزة. فيه حاجات بتتدفع من فوق الترابيزة. كل الصفقات معلمة وواضحة وصريحة. احنا جبنا خمس صفقات السنادي. وبعنا صفقتين. وفارق الناتج النهائي ليهم. اعتقد ان الصفقات لما نجيب بروان محسن تاني هتده في الدورة. ولما نجيب ميدو جابر. ولما نجيب علي معلول. ولما نجيب اه يعني انا اه جونيور عجاي. اه اللي هو بيلعب في منتخب الاوليمبي. وعنده عشرين سنة بتاع مايجيريا بيلعب في المنتخب الاوليمبي. و و و راجل كان عامل شغل كويس اوي في نادي الصفقسي. ان انت بتحكم عليه دلوقتي انه هيجي وما ينفعش. النادي الاهلي في فترات سابقة في خلال اربع سنين اشترى اربعة وستين لعيد. مدى ما اخدش فيهم ومشيوا ما اخدش فيهم ملين. هو انفق على اللاعبين. يا استاذ واقل. ما هي النتائج? ما هي النتائج? في خلال عمر هذا المجلس في خلال عمر هذا المجلس اخد ده خمس بطولات. منهم اتنين دوري واتنين سوبر ووحدة كونفيدرالية. اه اه احنا بطولاتنا اكتر من اي نادي في مصر. و ازا كان الناس بتتغنى بالكابتن صالح سليم راح نطلع عليه وهو رمز وظاهرة. فهو صالح سليم كان بيقول انا اهمني ابني فرقة ما اهمنيش. انا عندي بلاد مليان كبوس ومليان بطولات. انا لم انا انا اخسرت بطولة كاس مصر ماتش فاينل. انا لعبت اه فاينل كاس مصر. حاصر على الدوري. خرجت من بطولة افريقيا وهي حدثت اه عشرات المرات من من بداية استراكنا في بطولة افريقيا. لم تحدث معساء النادي الاهلي لا يصار على البقاء في الدوري. ولم يصل الى المركز التادس والتابع. وما خرجش في دور من الكاس في دور الاتنين وتلاتين. النادي الاهلي بيخش اي بطولة بينافس عليها الاخر ثانية. وبعدين لو تكلمنا عن التوفيق وعدم التوفيق. احنا فيه جون صحيح لم يحتسب لي كده في مباراة الولاد. احنا فيه جون دخل فينا بغلطة. اه ما ما تكتررش مليون مرة. اه لو ما كانش ده حصل يبقى هناك توفيق وعدم توفيق. اه ما 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 يقيم مارتن يول. يقعد يتكلم بحيثيات. مارتن يول بغض النظر هو هيقعد ولا هيمشي. اه الراجل طبعا ودي المشكلة الاخرسية بقى اللي انا بتكلم عليها يا ابتد وقال. اه. انه الضغوط العصبية والنفسية. مارتن يول النهاردة لو مشي يمشي لانه غير امن على نفسه. مارتن يول اللي حصل فيه مباراة. واللي حصل فيه بعد عودة باكش ديسكو. من وهو راجع من السويس. اه انا لقى لومه. الراجل اللي جيه وعمل احسن دعايا لمصر. لما بعد شهر من من جيه هنا و و و انتشر في هولندا وانجلترا النهاردة بيمشي من مصر لانه غير امن على نفسه. اه انت شايف هنا القضية تحولت الى قضية وطنية يعني تتعلق بمصر. راجل يمشي ويقول ان انا غير امن يعني. دي قضية امن قومي يا ستا زوائد. ده موضوع امن قومي لازم نتحسن. انا النهاردة مجلس القدارة اخد قرار انه مش هنلعب تاني. الا بضمانات امنية كافية. لفريقي والعبتي اللي لازم احميها. لاعضائي اللي بيختحها من نادي بتاعهم. لمنشآتي اللي ممكن تتكسر. اه انا هتديلك مثال بسيط جدا. احنا جعلنا فاتورة بتاعة ماتش ديسكو في ستادي السويس بربعمائة وخمسين الف جنيه خسائر. احنا كل مرش بنتفع مبالغ طائلة خسائر. محدش بيتكلم على الكلام ده. محدش بيهدي الجماهير. ما يحدث هو تحريض للجماهير وتحريض علني. وانا نعرض رعدت جوابات لمؤسسات الدولة الامنية. لانه ما ينشر في الجرائد وما ينشر بالمعلومات كاذبة وخاطئة. هناك تحريض رسمي لمجموعات مندسة عشان تعمل وقفات احتجاجية. هو الاهلي انا انا بكلمك زي ما يكون الاهلي بيصارع على البقاء في الدرجة الجولة. وانك تخسر ماتش او تخسر بطولة اه انا كنت عضو باجلس اذارة في النادي الاهلي من الفين والأفين واربعة لم ناخذ دوري. ما اخدناش بطولة دوري واحدة. واخدنا بطولة افريقيا وحيدة. في هذا التأخير. لم يحدث هذا الكلام. ولم يحدث الهدم في النادي الاهلي. والهجوم على النادي الاهلي. الى درجة انه النادي الاهلي مصور للناس كلها. انه النادي الاهلي ما حدث فيه هيقدم كشف احتاب. وبيقدم للجمعية العمومية كل سنة. بيقدم كشف احتاب انت عملت ايه? النادي الاهلي لما يبقى عنده فائف متين وخمسين مليون جنيه ربع مليار جنيه. اه دي حاجة احتاب له. النادي الاهلي لما يبقى عمل بنية تحتية للنادي وفتفح فرع الشيخ زايد. وبيتعاخذ على فرح التجمع الخامس. ده كلام. فرحة. طيب انا اخد بس من الكلام ده هنا فيه تلات ملاحظات محمود اولا اه كلام حضاك هنا فيه تحميل للامن للمسئولية. لماذا تحمل الامن المسئولية ومجلس الادارة ليس مسئولا ايضا? اه مجلس الادارة بقى سيادة بتجيني مضرعات او تسمح لي ان انا ادي احمل الامن بتاع السلاح. يا يا استاذ واقف. يعني السؤال نفسه الحقيقة غريب جدا. انا لو ما حملتس الامن المسئولية. احمل نفس انا المسئولية. انزل اعضاء مجلس ادارة مجلس ادارة النادي الاهل. ينزل يحمي اسوار النادي. مين اللي يحمي? مين اللي يحميني? انا غير امن على نفسي داخل النادي الاهل. هل هل دي مسئولية مين بقى انت وانت قولي. سواء الامن سواء الاستعب سواء ايا كان. سواء الاعلام. لانه الاعلام دوره خطير جدا في هذا الموضوع. واحنا بنتجاوز عن هذا الكلام. وبنتكلمش في القضايا الحقيقية اللي بتمس. انا حزين على البلد. مش حزين على بس النادي الاهلي. وما يحرص النادي الاهلي. انا حزين على البلد. انه الناس ما بتقدرش قيمة الكلمة واللي بتتقال للهجوم. اه ما يمشي مجلس ادارة النادي الاهلي مفيش مشكلة خلص. وكلنا نتمنى ذلك لان المسئولية اه بنعاني منها كلنا. وما مقدرش تسيب النادي الاهلي. هو احنا ما استقلناش ليه لما لما صدرت حل. الستة اللي كمله دول كمله ليه يا سواء. كمله عشان لا يترك الاهلي في فراغ. يقودوا الى نفق مظلم. احنا بنتحمل فوق فائطنا وبنشتغل فوق فائطنا عشان خاطر النادي الاهلي. انت النهاردة كل دورك كمجلس ادارة انك تجيب مدربين. انت تجيب ثلاث مدربين. تجيب مدربين والعيدة. هو ده دورك تجاه الفريق الفريق القورة. اه جبت ثلاث مدربين والثلاث مدربين مشوا بضغوص اعلامية شديدة جدا. وبالمناسبة. تزيروا لما مشي. مشي مش عشان بس عرض فورتو جاله. وهو طبعا مضوع يؤثر جدا. انه ما مشي لانه كان عليه ضغوص اعلامية لانه كان بيهاجم هجوم شديد جدا رغم انه كان في المرة واحد في الدوري. وهو. يعني ده ده من الاسباب اللي ربما بتعلن عنها لوقتي الاول ما. لانه كانت الاسباب المعلنة انه جاله اه اه اه. عرض تانية. وعمر السلوية جيب غير مياه. هو اللي شجعه. هو هو ايه اللي خليه يؤد. وهو يشم واللي ايه اللي ادب وهي اللي يتجاون. هو مين اللي بيجي. مين الجماهير دي وال 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 والحشب ده. مش بيتم من خلال الاعلام برضو الاعلام دي دور فيه ولا ملوز دور فيه. لانه دورتك. طيب اه حضرتك اعلنت اه اعلنت انه النادي الالي سيقاطع كرعة البطولة الام اللي هي الدوري. اذا اه لم يتم الحماية الامنية. طيب هنا اه معنى هذا الكلام ايه? لانه مقاطعة الاهل للدوري يعني ليس واقعيا. البعض يقول ربما تطلق تهديدا لا تنفزه يا بشمونت محمول. لا يا استاذ وائل احنا لا نطلق تهديدا لا ننفزه. احنا احنا مش طلبين المستحيل. هو 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 يعني انا لما اقول انا مش هلعب. غير بتحديد ما لعب لداني. هل يا صح? ما هو انا ما هو فيه كلام كتير ما بيتقالش. احنا ما بنتطلعش نقوله في الاعلام يا استاذ وائل. لان احنا بنشتغل و و و و و منهامتين في مسئولياتنا. انما انا حايز اسألك سؤال. النادي الاهلي لحد اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة عبل مباراة ديسكو لم يكن يعلم اين سيلعب. انا ما 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 ينفعش نادي الاهلي انه يروح مرة اه ويسر و بعدين مرة برج العرب وليس له ملعب. وانا قرر. والمجلس يعني المجلس قرر. انه لان نلعب الا في القاهرة من هنا ورايا. ودي كانت من ضمن شكاوي مارتينيون. الراجل الراجل شايف حاجات ما بتحصلش في حتة في في اي حتة او غير من. اه انه اه شايف اه طيب الجزء التاني عشان اه سمعنا حضرتك? اه انا كده سمعت. اه الوقت انتو طالبين مقابلة وزير الداخلية. ايه واطلين مقابلة وزير الداخلية علشان نعرف ماذا ستفعل المؤسسة الامنية بتاعتنا. الا بالمناسبة برضو عشان ما حدش زايد. نحن نجل لها كل احترام وكل تقدير. ومستحملين حاجات كتير اوي عشان ما نحملهاش اعباء فوق طاقتها. واحنا عارفين طاقتها ايه الوقت دي وعارفين هي بتواجه ايه? انما في نفس الوقت لازم الناس اعرف هانا بواجه هي كمجلس تدارة. انا بواجه ان انا ما عنديش ملعب. انا بواجه ان انا باطلع كل مباراة لازم اطلع برج العرب. ابل اعب يومين. ولازم اروح السويس ابل اعب يومين. وهي تكلفة باهظة على الناج الاهلي. وبتؤدي في نفس الوقت لتشتيت اللاعبين. وعدم حماية اللاعبين. كيف يفق اللاعبين? في مجلس ادارتهم? ومجلس ادارتهم مش عارفة وهيه العاطفين. احنا استحملنا دي. واخدناها على عاطفنا. علشان نقول. احنا واقفين جنب الدولة. واقفين جنب المؤسسات الامنية. انما عندما يعفض الكيل. ونبص نلاقي بقى فيه اختحامات وفيه جمهور. وقلة معجورة من الجمهور. وانا بقول قلة معجورة. ما حدث امس في المجل الاهلي. ده مرتب ومضبر. من اللي ورا بقى? مين بقى لمجروا? مين بقى? كلمة كل مأجورة ده مش موانس محمود لازم احدد. لازم تقول لنا بقى. من يستخدمهم طالما انهم كل مأجورة? تعتقد من يستخدمهم? يا استاذ واقل. اه الشواهد تدل على انه الولاد دي جاية للأذية. الولاد دي ممكن تيجي وتقعد تشتم ولعابتنا استحملوا كتير قوي وقتبت محمد عمارة عارف عزيز الكلام وكنا بنتشتم في المدرجات واللعيبة بتتشتم في المدرجات والمجلس بيتشتم في المدرجات ولا نعير ذلك اهتماما. الناس جاية تنزل الملعب ومعها ادواتها والطريقة اللي حصلت بيها طريقة ممظمة. مش طريقة ناس جاية وبتعبر عن انفعال او غضب. لا دي طريقة. يعني هي ناس جاية تعتدي وتضرب. بالضبط كده. الناس جاية تعتدي وتضرب ومدربة. وعارفة. يعني انا انا اه للأسف انه 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 فيهم ناس برضو اه من الواضح ان هم يعني انا الكلام اللي قالهولي اه مارتين يول ومايكل لينبن ان الناس دي داخلة عارفة هي بتعمل ايه? ده دول الخواجات بقى اللي بيقولولي الكلام ده مش لحيبتنا. اه الناس دي داخلة عارفة هي بتعمل ايه? اه وعارفة هي عايزة ايه? مش داخلة بتعبر عن خضب ولا بتعبر عن امتحال. يعني ده موضوع اتعمل دي بحضر وطلبنا مقابلة وديد الدخلية من حق النادي الاهلي انه هيلعب على الان يملعب داخل القاهرة واحنا ما بنتجردش ولا بنقول انا لازم يلعب على السادة القاهرة يا مش هلعب. لا. انا بقول ان انا عايز ملعب داخل القاهرة يهيئ لاستقراض للفرعة ويهيئ لاستقراض للعيبة وللمداردين وللأجهزة. وعايز اه اه حماية لمنشآتي واعضائي وفرقتي. اتعاقد ما افتلكم. اذا ابسط. اذا ابسط ما يمكن طلبه. طيب ما انا هخلي اسأة بس هنا عشان بس ان انت واضح حزين انه حتى الان لم يحدد او لم تحدد وزارة الداخلية موعدا لكم. وده اللي خلح دكت صعد وتقول مش هاحضر القرعة الا لما شوف الخطوات الامنية ايه? يا 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 استاذ وائل لما يجي لك جواب المعارضة بتحديد قرعة الدوري وويبقى مكتوب فيه ان انا حدد له الملعب اللي هلعب فيه واسم اللي مش عارف ايه ولون الايه ولون ايه ده انا داخل في تفاصيل المنظومة كلها فيها مشكلة يا استاذ وائل وهو ده اللي لازم متكلم فيه بدل الحشد ومحاولة اجهاض اي انجاز او اي حاجة بتتعمل احنا بنعمل اللي علينا يا استاذ وائل انت دور مجلس الادارة انه يجيب مدرب ويجيب لعيبة اه تجيب لعيبة يقولك اصلا لعيبة دي مغالا فيها تجيب مدرب تقولي المدرب ده بياخد كتير اه تجيب اه وانا بقولك من دلوقتي اي مدرب سواء مارتين يولي كم او اي مدرب حقيقي سيبدأ الهجوم عليه كما حدث مع جريد وكما حدث مع فيجيره الهجوم عليه سيبدأ مبكرا جدا ولو خد ولو خدنا مدرب وطني فيبدأ الهجوم على المدرب الوطني ليه كل الناس ضدوك وكده مش مهانس يعني انت ناس ان الناس دي هي اللي انصفتك والناس دي هي اللي ما اطلعش الناس كلها المؤامرة الكونية دي صعبة او يا بشمهانس انا جمعيتي العمومية اعططني صديقة في شهر مارس اللي فات وماله تمام وجمعيتي العمومية ليس معي ما عنديش معها اي مشكلة انا المشكلة انا المشكلة معك انت تحديدا انك بتصدق اكيديد وبتهاجم المجلس عليها انا ما باجمش حد ابدا بالعكس بالعكس انا بحاول الناس اللي بشتغل عندها اللي هي المواطن اقول له كلام مفهوم اقول له حولنا مع محمود طاهر بنقلة زي اللي شوفناها مع الكابتن صالح اما جاب يديكوتي وكان يجيب معتنيول بالعدة بتاعته مش بنفرين من هنا على نفرين من هنا يعني خطة اعترافية حقيقية الكلام حلو قوي وفروح ورودنا لك الكلام ده كتير جدا بقناعة مننا في شخصك طب نسمعوا بقى نسمعوا انت بتتكلم على انا بس ما بحبش اتكلم في الماضي لانه الماضي بيساء فهمه انه انا بقى وسيء للماضي انت ناسي ان احنا جبنا اوليفيرا وبونفرير وفشلوا في عهد كابتن صالح تنين. طبعا. وجوزيجي وجوزيجي وفشل في عهد الصالح تنين. لكن على الاقتل. ورجح ورجح بعد كده. لكن على الاقتل لو سمحت لي كنت اتمنى ان مارتينيول مع محمود طهر اللي انا كنت على قناعة بيه ولازلت لغاية فترة قريبة كنت بقول ان الاوراق لسه كاملة مع حضرتك. كنت اتمنى ان مارتينيول يبقى معاه خبير تغزية. يبقى اللعيبة بتيجي النادي الصبح. وبيسائل عليهم. مفيش حاجة اسمها واحد. والدته تعبانة يروح لها. ومعه تمانية اربعة بيقعدوا فوقه ستة تاح. ومعه لعيبة زي اعماد متعب يبقى كينجي تطي مش مغمل. ويبقى بيدخل حصيلة اعلانات. هذا هو الاحتراف اللي تمنناه معي نسم. يا استاذ عطام. خليك بس بالراحة بس ما تخشش دخلة. بالراحة جدا اهو دخلة ايه. انت طلعتنا بنهاية جناعة. طيب. الناس كلها توجه توجه انتقادات من موقع المحب يا. انت بتقول. انت بتقول. انت بتقول. احنا كلنا نتمنى انه مارتن يول مع محمود صاحب. مارتن يول بقى له كم شهر يا استاذ عطام. نعم. مارتن يول بقى له كم شهر. لا مارتن يول تجربة اجهضة بدري. لان مارتن يول ما ينفعش يشتغل. اه. ما ينفعش يشتغل. وهو ناقص العدة. حضراك صور لنا العدة اللي كانت معاه في ولندا. وبعدين تعال اقول لنا هو موجود في مصر. اه. 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 بعد اذنك يعني. زي زي برضو المتين مليون والربعمائة مليون ما هو كان اولا انه ده يستكمل. ويبقى ده. نسمع. عنده طيارة خاصة وعنده كزا وعنده كزا. نسمع. عليك بقى اه اه انا كده كان لازم ألبس واجي البرنامج الحقيقة. انما انما تكوني فرصة اتكلم. تفضل 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 شموان. انما اللي انا عايز اقوله. مارتن يول يوم ما جيه واتفعت معاه على انه يجي. قال لي انا يهمني مدرب الاحمال. وهو يعمل كمساعد معاه. مدرب الاحمال ده رقم اربعة في اوروبا في الاحمال. قال لي انا مش عايز. اجي. وامشي. وتمشي معايا كل حاجة. يا استاذ اعطام احنا لم يكن عندنا فايل للاعج. وانا هقول بقى كلام دلوقتي ما ينفعش يتقلق. انا مالات بنته تبقوا فاهمين وعشان تبقوا عارفين. احنا عندنا اه فريق النادي الاهلي بيأكملوا عنده حاجة اسمها لكتوز انتوليران. احنا الراجل ده طلب تحليل. الراجل ده مقدم مشروع لنهضة. كانت تعمل نهضة في الكرة المصرية. مش في كرة النادي الاعلي بس. الراجل ده كان بيونشي ادارة سكاوتينج. ما فيش حاجة في مصر اسمها سكاوتينج. كان بيونشي ادارة تغذية. كان بيونشي ادارة تأهيل واعداد بدني اللي هي الاستيوبات مش الفيزيو ثيرابي. كان بيونشي اه ادارة فيزيو ثيرابي. وقال لي انا عايز اعلم مصريين. حاتل مصريين. انا مدرب بيجي وبيمشي بياخد معاه كل حاجته. ما اتعلمه المصريين اللي عندكم. هزا هو فكر مارتين يول. ولهزا الكلام احنا الراجل اعد خمس. اتنم خليس سرر ليه? اتنم خليس سرر ليه? اتنم خليس سرر ليه? في عاشيين اداري قاعدين في الفيلم اه? اعد اعد خمس. الراجل ده اعد خمس. عاشيين اداري موجودين يا عابش مهندس. مشغلتهم دي. الفايلات والسيفيات بتاع اللعيبة والمباريات وعدد المكشرة. الحياة نسمع عشان يعلى على نقطة نقطة. انتو عاجمين تسمعوا الكلام انا برد بقى على عصام شلتوت دلوقتي في قصة مارتين يول ويجي بالعدة بتاعته. ويجي بالعدة بتاعته. ونتفع لهم نصف مليون دولار في الشهر. اه طبعا. وانا احنا بنتفع لهم نصف مليون دولار. لا طبعا لا انت ما توديناش مرة ان ان انت راجل يعني مستثمر كبير ومحب وعاشق وتودينه مرة انك هتزعل. ده انت راجل مستثمر. عارف انه بكرة القرش ده هجيب. انا ما شفتش مرة بيقول بيخلي واحد يشوت عشر كور مسلا فاولات. لما انا واحد بينقطة يلعب هدز. لما انا مستثمر وبعمل فارق فارق ايجابي لصالح النادي بسبعة وتلاتة مليون اه يورو في في خمس صفقات جبتوهم ومغطي عقدهم لمدة سنتين. انا انت تعلم هذا الكلام? ان انا بالفارق ده انا مغطي بعد يعني السبعة وتلاتة دي ناتق صافي بعد ما غطي اقود كل اتفاقات اللي جبتها لمدة سنتين. سبعة وتلاتة او سبعة بشو انت. ولو 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 جونيور اجايدة اتباع. بعد كده. عشرة مليون يورو. انا خلافي ما امرت ان يقول انه كان عايزي بيها رمضان صفحي عشرة مليون يورو. انما رمضان صفحي كان لا يصح لانه يقعد انه يقعد في النادي الاهلي لان الولد كان خلاص ده ولد صغير وابتدى يدعي الاصابة وكان حيفسد. انا قلبي وما اقدرش اقفل مستقبله برضو. فدي رقم فيه كوي. لا رمضان صبحي كان بدأ يدعي الاصابة. ايو ده. والتمر. اه كان فيه كان كان الولد ابتدى ادباغه. هو وله كل الحق في ذلك وانا هل تمثل العظم. ده راجل رايح يلعب في البريمير ليه. في اول لعيد مصر يطلع من. طبعا وهي كمان مصلحة مصر تقتضي. وانه مصلحة الوضنية. طبعا. كنت قعدت رمضان صفحي غزبا عنه. كان لها يديني. وبقولنا هنهاجب على انه مصلحة مصر. طيب. عندي سؤالين وبعد كده الاستاذ ابو المعاط عندي سؤال سؤال اولان واضح من كلام حضرتك وده الحياة يعني ليس عايبا باسم الشفافية. واضح انه حضرتك متمسك بمارتنيول وشايف انه مشروع مستقبل ويا جماعة ما تتعجلوش. وانا مؤمن بفكره اللي اللي نتايجه هتبان قدام. واضح انه حضرتك هتكون متشبثا بالابقاء عليه. ده 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 واضح مش مهندس محمود. اه لا انا مش متشبث بالابقاء على حد يا استاذ وائل. انا اه لو ولاقيت ان مارتنيول اه اتهد نفسيا. مارتنيول في حالة يعني انا اجتمعت به وهو في حالة نفسية انا مخبرها. ومقدرش اضغط عليه اه انما احزن لما يقول لي انا اه غير امن على نفسه. وانا مش عارف. انا ممكن حد يخش علي في اي حتة انا 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 نزلي جمهور في الملعب. هل هذا هو طبعا التطمينات بقى انا بحاول بشرة الطرق اطمنه على الاخل حتى لو مشي ما يمشيش لهذا السبب. ما ما يقولش انا مشيت عشان مش امن على نفسي في مصر. يعني ده ده اللي انا بحاول اه ده اللي الناس اللي الاعلام مش تاهمه وعمال بيهاجم في اتجاه تاني. انا بحاول اخلي مارتنيول حتى لو ميشي يمشي بطريقة. طبعا مارتنيول نحن كلنا مقتنعين بيه ومجلس اخدرب الكامل. ناصر محمد بارك. واتكلمنا في كل المعوقات. انت لما تجيب واحد زي مارتنيول مدرب توتنهام ومدرب فولهام ومدرب هامبرج ومدرب ايكس. اه 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 يعني يعني الراجل على الاخل خبرته تسمح له انه يعمل لنا منظومة كويسة. والراجل كان مقدم تأريل هتعمل منظومة كويسة. الراجل بقال ه الراجل برضو مستغرب. الراجل قال لي انا ايه اللي يكبر? انا 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 ما شفتش الدوري لحب دلوقت. قال لي انا كذبان الدوري هو هو مش انا مدير الفني اللي كذبان الدوري. انا لا شفت درق ولا احتفلنا بالدوري ولا يعني يعني الراجل لازم اديله ادوات والراجل طالب لعيبة وطالب مراكز بنعملها له وبنبني له الفرقة بنبني الفرقة بفكره اللي هو يعمل طيب يعني انت تتمنى ان تنجح في الابقاء عليه والصمرار وابعاده عن هذا اللغة انا على المستوى الشخصي انما ضغط الاعلام والجماهير اللي هو انا برضو مش هتعرض للضغط انا هشوف المصلحة العامة فين وهعملها انما كمجلس طبعا انا كل لما بقول انا انا بتكلم كمجلس احنا ستة مقاتلين قررنا البقاء من اجل النادي الاهلي وما بنعملش حاجة غير للنادي الاهلي انما عندما يتهم بقى ان فيه فلوس تايها وما فيش وكيل بالمناسبة دي اخد فلوس بالنادي الاهلي وكيل لعدين جاب العيب للنادي الاهلي مش مقدم فاتورة بالمبلغ والاستاذ محمد عمارة يجيب مستنداته ويروح الادارة المالية عندنا يا بيش مهندس انا باكد تاني احترامي لمجلس ادارة النادي الاهلي ولكن انا بشوف العمولات والفلوس اللي بتاخدها السمصرة مبالغ فيها انا ما اتهمتش حاجة انا نفسي اعرف هم سمصرة انت تعرفهم انا ما اعرفهمش حضرتك في النادي الاهلي النادي الاهلي ما يدخلش سمصار غير فلان وحضرتك تعلم ذلك هذا لم يحدث واللي جاب الخمس العيب اللي جمه كل العيب دي سمصار مختلف بالمناسبة يعني طيب انا بس هخديسة بس انا عندي سؤال بس عن زيزو لان انت عارف انه الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي اللي بيحظى بحالة توافق واجماع عليه لما يصل به الامر الى الرحيل بهذا الشكل واصدار بيان يعدد فيه مجموعة من الانتقادات معناها ان فيه شيء غلط معناها ان هناك اخطاء كثيرة ازاي تعملت مع رحيل الكابتن زيزو بهذه الطريقة اه يا استاذ وائل اه هو الكابتن زيزو مانا الذي عينه مديرا لقطاع الكورة حضرت اجابه مدير فتاع كورة الكابتن زيزو كان بعيد عن النادي الاهلي بقاله كم سنة اه كان بقاله كم سنة ما حد يقول لي كان مبعد بقاله بقاله السنية يعني لا تلات سنين تلات سنين اه 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 انا لا احب برضو انا مش هايز مهو اه الكلام يا استاذ وائل انا عمري ما بحب اقول اه هو هو فيه مؤسسة ليس بها اخطاء في اي مؤسسة لا مفيش مؤسسة ملائكية يعني كل المؤسسات فيها اخطاء يعني اه انا هتابع على اه عبدالعزيز عبدالشافي انه استقال على الهوى قبل ما يقدم استقالته او قبل ما يكلمني يعني كنت بتكلم قبلها 48 دعا مع عبدالعزيز وبنتكلم بنتكلم بنتقش في حاجات انما اذا كان بس لا 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 يمكن ما قالش الحضرتك على انه اه في هناك ما ما اطلاقا 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 لم يسكت اطلاقا انما اللي انا عايز اقوله مش ديه اللي انا عايز اقوله هو من كان المسؤول عن قطاع الكرة استر عبدالعزيز عبدالشافي وازا كان حاجت انه بقاله ثلاثة شهر مهمش هو جيه قال لي انا مهمش بس انا مش عارف هو مهمش في ايه هل هو مهمش فنيا لان انا لم اكن اأخذ اي خرار وبالمناسبة دي انا ما بتعاملش مع حد في القورة غير مدير قطاع القورة الا اذا مدير قطاع القورة لاي ظرف غير متواجد بتعامل مع اه 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 مدير القورة اه اذا اذا كان هناك امر يستدعي ذلك انا لا اتدخل في اختيارات لعبين لا اتدخل في اختيارات مدربين الا بعد التشاور مع قطاع القورة اللي موجود والكابتن عبدالعزيز بقاله سنة مدير قطاع قورة ولماذا هم مش هم مش بايه يعني انا الحقيقة اللي مش قادرة فهم ما هو ايل في بيانه هنا عدم وضوح معالم دوري كمدير لقطاع القورة مما جعل خبراتي وعلمي لا قيمة لهما وقال كمان يتم نزع صلاحياتي اه تدريجيا وقال كمان ان للأسف لم اجد استجابة استجابة مطلوبة لانقاذ الموقف قدم مقترحات كثيرة ودايما فيه تشكيك في الدور اللي اللي بيلعبه لا لم لم يقدم اختراحات من قطاع القورة باي حاجة الا في اختيارات اللي عزيز طيب ممكن اصبح اه 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 انا اختناعي اختياري بعبدالعزيز احنا اللي جبنا النادي الاهلي احنا رجعنا النادي الاهلي بعد ما كان مستبعد من النادي الاهلي اه 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 كابتن عبدالعزيز لم يقدم لا تقارير ولا اه اختراحات و ورفضت او خمشت يعني طيب حق ده مش مزبوط يعني الكلام وكانت تعامل مع يا استاذ عثام انا ما بقولش مزبوط ولا مش مزبوط انا بقول انا بقولك لم يقدم مزبوط ولا مش مزبوط بقى واستو منت عليها طيب هو انا انا والله خليك تسأل بس عشان جزء ده ما حاولتش تكلمه اصلاه مهتم شوية بالاخبار ما حاولتش تكلم الكابتن زيزو يا باشيناتش محمود ولا انت بتقول حزين ان هو اعلن ده على الهواء يعني بالضبط كده يعني لو لو هناك لو هو عنده متاح الكلام كان كلمه انما ان عبدالعزيز عبدالشافي اطلح يعلن استقالته على المواقع والاعلام قبل ما يقدمها رسمي او قبل ما يقدم طبعال ده اه اجراء كليم مجايز فاضل كيلو به اه مانا فاضل كيلو بي انا اعمل ايه او ادواء اللي انا بشارك طي السؤال اللي جاي للأستاذ ابن معد بس انا عند السؤال لانه ضيوفي هنا قالوا انه حضرتك ربيت اللي هو السؤال اللي بعد حضرتك ربيت التعبان بمعنى انك بتشكل ايان من مجموعات الالتراس وحضرتك استخدمتها قبل كده واستخدمت منهج الاحتواء والاحتضان وبالتالي بتتكلم دلوقتي عن كلها مأجورة وانت اللي صنعت عنف الالتراس داخل النادي الاهلي اه هل ده صحيح؟ ده اتهام يقدمني لمحكمة امن الدولة والداز واحد. طيب. ممكن نتكلم. طب انا عايزو يرد بس على السؤال. اه انا هرد على السؤال. اه اه انا كيف احتضمت مجموعات الالتراس? اه يعني انا عايز اعرف اه ايه ايه الامارة الاشنين اللي شفتني محتضن بتوع الالتراس بيخصئوا وانا بيهاجمهم. انا احتضمت جماهير النادي الاهلي. وانا قطول عمري من اول يوم بنتكلم على جماهير النادي الاهلي. وبالمناسبة دي. سيأخذ قرار خريبا جدا. بانشاء اه مش عايزة سميها ربطة عشان ربطة بقيت كلمة بابيحة دلوقت. انا حينشأ اه ما يسمى. وده بالمناسبة دي. احنا مقدمين هذا الاختراح لوزارة الداخلية. ولوزارة الشباب والرياضة منذ سنة. ازاي ننظم دخول الكهير. وازاي نعمل الكروض. وازاي كل واحد بيخش النادي الاهلي او يشتري تذكرة من النادي الاهلي او يشتري تذكرة للنادي الاهلي. يبقى معلوم هو مين وبيعمل ايه. احتضام الالتراس والاستخواء بالالتراس. اين حدث ذلك? في النادي الاهلي. اين حدث بقى الاستاذ ابو المعاطي ذاك لانه قال داي اه هي هي. ونتناقش يعني فضل. يا باشمون بس. يا سيد ابو المعاطي. حضرتك في الاول بس دخلت قلت ان احنا ضدك. هل انت على قناعة ان الناس اللي قعدة هنا ضدك. يا استاذ ابو المعاطي انا ما تكلمش عليه. ولا على الاستاذ عسام شلتوت ولا على كابتن محمد عمارة. انا بتكلم على اتجاه رأي عام بيصار في الاعلان. اول حاجة بس عايز اوضحها لحضرتك. ان احنا انا اقصد. انا عارف بقيت اولا ساز عبور معاطي. اه انت موقفك ايه وصعورك ايه معايا. وعارف الكافة المحمد عمارة موقفه ايه وصعوره ايه معايا. وعارف الاستاذ عصام موقفه ايه وصعوره معايا ايه. انا كنت معاك لغاية الساعة اربعة. الفجر. يعني انا كنت مسندك. يعني انا يا جماعة. مسندك مسندق قوية. انا. اما باطلع اقول حاجة فبقول من اللي انا شايفه. مش اكتر. هو انا ما بقولش هذا الكلام. انما لما تبقى شايفه غلط يا ساز عمارة. لما تبقى شايفه غلط وتطلع تقوله على الهواء. طب تعال انت اقول لي. مانا حاولت اكلمك ما ردتش علي يا بش مهندس. كلمتك اكتر من مرة ما ردتش علي. يا بش مهندس. بعدتلك رسائل ما ردتش علي. بحكم ان انا يعني كنت مساند قوية لمجلس الادارة. مش اكتر يعني. مع مع كل الاحترام والتخبير لاي حد بيكلمني. انا مقدرش ارد على كل التليفونات اللي بتكلمني. بس انا حبيبك يا بش مهندس كنت واقم جمدك. كنت مساندك. كنت مساند لحضرتك جامد جدا في الانتحابات بقناعة شخصية ان حضرتك تقود هذه المرحلة. يا كابتن عمارة. فضل. انت كنت بتساندني عن القناعة ولا كنت بتساندني. عن قناعة ما انا بقول لحدك عشان انا كنت مبقنع ان انت رجل هذه المرحلة. تمام. يبقى ما الذي حدث ليغير قناعاتك غير الفلوس اللي تايها. يعني ما هو ده برضه انا حاجزة اسأله. اقول لحضرتك يا بش مهندس. اقول لحضرتك. ماشي. اقول لحضرتك. يجيني فورتس بس ديها. انا قلت انا قلت يا بش مهندس فرضو بوضح موقفي تاني. كل احترام المجلس الادارة الحالي. ولا ولا بتهم اي حد. لو انهم كلهم اياديهم نصعة وبيضاء ومحترمين جدا. انا بقول بعض السمسرة الموجودين. وانا فيه سمصار بعينه. ما اقدرش اقول له اسمه على الهوى. هو ده اللي بيدخل اللاعب النادي الاهلي عن طريقه. سواء في المجلس الحالي او المجلس القديم. وانا بقول لك يا كابتن وانا بقول لك يا كابتن حمارة انه قد يكون جد من التضرر الناس والهجوم عليه ده ان احنا وقفنا حكاية انه يبقى فيه سمصار واحد. انا بقول لك الخمس لعيبة اللي جمع النادي الاهلي هذا العام ما لهمش سمصار واحد. وليهم خمسة مصرة. والخمسة مصرة مقدمين فواتير بخيمة العمولة بتاعتهم تبقى للاعراف والقوائد والقوانين بتاعت الاتحاد المصري والاتحاد الدولي. تمام حضرتك كده وضحت النقطة ما فيش مشكلة. وبيذكر قيمة التعاقد في العقد اللي بيساكل في اتحاد الصورة للوكيل. لو ليه وكيل بيذكر. يبقى مبوصلة وضحتها بس احنا بنتكلم بقالنا قد ايه? انا كان ممكن ما اخشش المدخلة دي وكون ممكن اكون نمت بالمصطفة. لولا المكالمات التليفونية اللي جات. بردو اه 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 ما هي ادلتك على انه احتوى الولتراس وصناعهم. ليه عندك بس ثلاث مقاتل او شوانس محمود اقول هم لك وحاك رد عليهم. ويجب ان تعلم انها هنوكن لك كشخص كل تفضير واحترام ونصك انك انت يعني ايدك نضيفة بالعكس انت بتعمل افعال خير عارفينها ماشي. يا اصدقى المهات تسيبك من الحجارة دي. اكمل لك بس بس عشان ايه يعني ما تاخدش كلام اللي خده قاله كابتن عمارة على انه اتهام لحضرتك او للمجلس. لأ اه. حد شي ده اقولي كام ده ابدا. معاطي خش بس. اخش بس في اخش في المفيد بس. احنا مش متقامين بحاجة معاطي يا جماعة ده اتهام للادارة. ده اتهام للادارة. انه الادارة غير قدرة على السيطرة على الفلوس. وهو ده هو لما لما كلام زي باية انا هقول لك الادارة غير قدرة على ايه بشانس? هقول لك الادارة غير قدرة على ايه? محدش هيفدى انه محمود طاهر هيعمل اه تبقوبة من نادي الاهلي. لا محدش يقول كده. لا لا محدش يقول كده بشانس. يا بشانس. ولا اي عضو من. ولا اي عضو مجلس دارة. انت راجل محتر. اكمل بقى اقول بقى اكلم انا ببشانس. اسمعني بس. اتفدى لأستاذ اول بعض. واحد لا يجرؤ ان يمارس اي اعلامي ضغوط على اقدارة النادي الاهلي لتنفيذ رغبة ما او قرار ما. وان يقال ان النادي الاهلي بيتعرض الى ضغوط اعلامية اه اه موجهة. هذا لا يستطيع ان يفعله احد. ما لم يكن الكلام منطقي. و و و و و و و و مقنع للناس الاعلامي اللي بيخسر. دي واحد. اتنين انت عندك ادارة اعلامية وقطاع اعلامي بيرقصه اخونا وصديقنا الدكتور ياسر ايوب. يمكنك انك انت تنظم قاعدة شهرية قاعدة اي حاجة مع رؤساء الاقسام مع الاعلاميين مع كزا. وتتناش وتتحور وتوضح وجهة نظرك. تلاتة بعض المعلومات اللي حاجة قلتها دلوقتي عن الصفقات لا نعلم عنها شيء لان انا بتعمل مؤتمر للاعب بتقول الكلام ده كلام سري. بالعكس احنا من منطلق الشفافية نقول كل الارقام ونقول كل حاجة. جزئية بقى التانية فالاعلام عمره ما يبقى ضد النادي الاهلي. خالص. لكن اتنين بقى وده الاهم. ان كرة القدم لا يفهم فيها فقط الاعلاميين اللي عادين قدامك او اللي بيكتبوا او اللي مسكين ورا وقلم. رجل الشارع العادي اللي مارس كرة القدم بيفهم في كرة القدم وعارف المدربين ايه وقدراتهم ايه وكده. لما نسمع بمشروع مارتين يول الا بعد ما خسر دوري وخرج من بطولة اه خسر كاسمس وخرج من اه من بطولة افريقيا. اتنين مارتين يول لم يفز بالدورة اللي فاز بالدورة اه كابتن زيزو وسلمه شوف كم فارق كم نقطة وقتها. يا ستة يا تسعة. حسب ذاكرتي. خسارة كابتن زيزو كابتن سادعب حفيز. وقته حاجة ده بشكل شخصي. هم اول ما مسكوا كنا في معسكر دبي قالوا علينا مسئولية قدام كل الاعلاميين. اه مو وطنية لاعادة الاستقرار في نادل اهلو كان ساعتها المجلس. نقطة نظام يا ستة. تبكمل بس. اسمعني الاخر. انا عرضت على الحيثية التانية واحدة. انا عايزك تجيب الجرائج والاعلام اللي في الفترة اللي تولى فيها كابتن زيزو بعد اول اربع مقشاط لما بدأ يتعادل لما بدأت النتائج تنزل ما الذي. اقول لحضرتك وكون امين معك على الهواء. اجب لك الجرائج. لا انا اقول لك الاقوى. هقول لحيك انك انت كنت السبب لانك انت بدأت اه بدأت تسريب معلومة انك انت بتتفاوض مع مدرب الماني. والنزيزو لن يستكمل مهمته وان حضرتك محتاجه في قطاع القرى لتحويله الى قطاع استثماري. وهذا هو كان اتفاقي مع عبدالله. ماشي انا ما اقول لحيك وابع حاج ما قلتش بترغب في المكامل. يعني ده كان صحيح اللي. اه. ما اقولش معلومة غلط. التسريب ده ان احداك كنت هتجيب مدرب. الماني. الماني. اه. اه. وكنت هتمشي كابتن زيزو. يا جماعة واني ارجوك يا استاذ وقت. انا كمل بس. الاني بتطلع من اين? كلها تسريبات كاذبة. طبعا. يا انت وقدش نقول اجيب مدرب اجنبي. انا بس حضرتك التسريب صحيح ولا لا? طبعا. ما. امتحداك قلت ادحقيت الاتفاق مع مع. ما اقول يعني كل الجرنالجية دول بقى انا عشرين سنة كذبين. يا بش موانس اقسم الله العظيم تلاتة. انا على استاذ اقول لك الواقع تمت فين? وحضرتك كنت بتزور مين? وقال لك ايه? قل لي. قل لي. وحضرتك بتزور الكابتن مصطفى عبدو في المستشفى. مستشفى النيل. دخل عليك مدير مستشفى. وقال لك اقول لك على حاجة تزود شعبيتك. قلت له قول. ايه. قل لك خلي زيزو يكمل. قلت له بس انا اتفقت مع الماني. لا لا هذا الكلام. وكان كابتن زيزو جاي يوم ما يزور كابتن مصطفى عبدو بالليل. اه العصر بعد التدريب. وهيجي لك على المكتب يكتمع معك. يا استاذ دول معافي. كلم عبدالعزيز عبدالشافي واسأله. كلم عبدالعزيز عبدالشافي واسأله. يوم ما بيزيره ومشي. ماذا تم الاتفاق? عارف يا كابتن. اللي بني وبينه. عارف عارف. انا هنجيب مدير اجنبي. عارف عارف انه كنت هجيب مدير فني اجنبي. بس انا عايز اقولك ان مارتنيول ما خدش الدول. مارتنيول ما جابش الدول. يا بربعتاشر. فالكورة الكورة بيفهم فيها كل العوامل. فاوعى تظن او يصور لك بعد من حاولك ان في مؤامرة ضد حضرتك. او ضد المجلس. بالعكس. كلنا داعمين لحضرتك وان دا النادي قامل. انا لم اتكلم عن مؤامرة. انا لم اتكلم عن. تدخلت شرط فينا مش مرات. انا 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 ارجوكو بس يعني نسمع يعني نقطة نقطة عشان اه المشاهد استفيد حتى. اه اه يعني احنا اه يوم ما مشي اه اه في الزيرو. تم الاتفاق مع عبدالعزيز عبدالشتاف اللي هو مدير قطاع الكورة. انه هيتولى المهمة بصورة مؤقتة. قبل ما نعلن ان في الزيرو ماشي كمان. انه عبدالعزيز هيتولى الجهاز بصورة مؤقتة. لحين التعاقد مع مدرب اجنبي. دكتور بقى في المستشفى عند اه كابت مصطفى عبدو. اسأل مصطفى عبدو. اه اه انا 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 ما بطلعش اتكلم اه في الشارع. اقول انا هجيب مدرب اجنبي. المدرب الاجنبي امر مفروغ منه في رأيي. وفي رأيي كل من سبقوني في ما يخص النادي الاهلي. بالمناسبة ان النادي الاهلي اه 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 المدرب المصري لا يتحمل الضغوط بتاعت. اه انت انت شايف حضرتك المدرب المصري مش هيتحمل ضغوط رأي عام واعلام وهيبقى ودنيان حيسمع وده ظاهرة يعني. لكن المدرب الاجنبي بيعرف يتعامل مع دي. ده مش رأيي. ده التجارب والخبرة يا سيزواج. التجارب والخبرة على مدارد سنوات من تاريخ النادي الاهلي. طيب. انا ما بك انا ما بخترعش العجلة. الكلام ده ماشي في النادي الاهلي سيستم انه المدرب الاجنبي هو الخيار الاول لمجالس ادارات النادي الاهلي. اذا لان تستطيع انك تجيب. تبتنشي ايه ما هو متاح. اه موسم بالكتير نص موسم اه ايا كان. لحين العصور على مدرب اجنبي كويس. وبعدين المدربين دول ما هم ماشي دول الخضار انا بخش اناقي مدرب اه كويس ومدرب واحد. طيب بياخد وقت وبياخد شهر. من الصهر والتعب والكلام. طيب مكمل بس عشان السؤال بتاعي بس. بس واضح كده لو ابقيت على مارتين يول هتغير الفريق المعاون. طبع. انت انت اه دلوقتي اه ده بقى اه ده الكلام اللي انا بتسئله حادي جدا يا سيد زوائل. وعمر ما رضيت عليه. فمش هرد عليها على الدكتور في المتشفى عند مطافة عبدو. يعني يعني يعني. فمش هقوله في برنامج على الهوى يعني واحنا عاديل انا بش مهندس انا بتقول صحافة مش جوافة. يا بش مهندس. طب اقول لك معلومة تانية يا بش مهندس. انت عاوز تمشي تلات لعبة من الفرقة ولا تستطيع انك تمشيهم. لان هم عملوا بشاكل واثروا في زميلهم بشكل سلبي. انا باقسم بالله بقى دلوقتي يا استاذ ابو المعافظ. انا اقسم. يقال عن اللعيبة اللي هتمشي ومش هتمشي انا لا اتدخل في هزا الموضوع اللا من قريب ولا من. ايوما الراجل طلب وقلنا لأ دي ناس صاحبة شعبية. يعني الراجل طلب وقلنا دي ناس. الراجل طلب من مين? مين اللي قالك الراجل قال على ثلاثة استاذ ابو المعاطي. مين اللي قالك. في اتنين تم الاتفاق معهم ان ده اخر مسم ليهم. يا استاذ ابو المعاطي ده كلام داخل قطاع الكورة داخل فرقة الكورة. انا مليش دعوة بيه. طيب. يتفقوا بقى مين هيمسي ومين هيجي ومين هي اه. طيب. نرجع للتعمل اه انت ما هي ادلتك على ان المواندس محمود طاهر. واحد ان حضراتك دفعت عن جماعة الالترس منزو توليت المسئولية بحكم. هقول لك انا. هقول لك انا. حكم انهم جزء من من نسيج جماهيري النادي الاهل. اتنين تم الاستقواء بهم اسناء ازمة ملعب الجونة. وحضروا الى الملعب. تلاتة ان هم بيحضروا للنادي ولا يقوموا باي اعمال شغب على مدار تولي حضرتك. وحضراتك قلت على الهوى ان انا حتى لو هاجموا اي حد انا بتقبل وهاجمون انا شخصيا وانا تقبلت. ماشي? الامر اللي التصدي ليهم لا يحتاج الى مدرعة او الى الاف الجنود. لابد ان اتخبل. لابد ان اتخبل انا بتخبل. نيش? انا مع الحضراتك. لازم اتخبل. انا يا استاذ وعيل انا هريحك وهريح لستاذ اقول المعابل. تفضر. عشان بس الاجابة. بس انا والله انا انا هريحك في هذا السؤال. الاتهام ده جيبن ايه? من انه الجمهور كان بيخش في الصلة المغطاة وفي مدرج التتش. انه كنت بدخل الجمهور بمدرج التتش مكنتش بمنعو. وبدخل الجمهور الصلة المغطاة في مباريات السلة والطيرة والتدريبات الكورة. وتدريبات ما انا بقول مختار التكشو انا بقول بدخلوا التكشو وبدخلوا الصالة المقصرة. اه حتى سأل اه اه ماذا كانت هيحدث في هذه الفترة لو منعت هذا الجمهور اولا في بعض الاوقات انا كنت بدخل الجمهور ده علشان لا تحدث مشكلة ويحدث اختحام. ولو كان حصل اختحام كانت هتبعى مصيبة في النادي الاهلي. تضامنا مع مع الدولة. وفي بعض الاحيان كنت بدخل هذا الجمهور بناء على الامن. انا مر اخدت خرار بمنع الجمهور من دخول التكش. كان حصل وقع انا مش متذكرها. اه كان عندي خمس لواءات. لهم كل الاحترام. فهم قالولي نرجوك افتح اللبواب لانه احنا ما نتحملش ان احنا نعمل مواجهة مع الجماهير في الشارع. افتح اللبواب ودخل الجمهور. والجمهور دخل. ونزل الملعب. وملأ الملعب نفسه. مش المدرجات بس. وانا من يومي هقافل مدرج لانه عندي مدرج ايل للسقور. مدرج ممكن يعمل لي مصيبة. انا كنت بدخل الجمهور بناء على طلب من الامن العدم حدوث احتكاكات. ده من وجهة نظري انا انا وقف جنب الدولة في انه محتلقش مشاكل. انما اشهل حاجة كانت علي او لقفلوا اللبواب ويختحموا. وتيجي بقى اخوات الامن المركز يتفضي من ناتي. بعد ما يكون كعود وتعور ولعيب اه جراله حاجة وكلام من ده. فهل هذا احتواء? ولا هذا احتواء للموقف ومساندة للدولة انه ما يحصلش مشكلة. انا عايز يعني برضو اه اه ايه الاحتواء اللي انا عملت? انا لم اتصل بالجماهير. انا ما ما حصلش اتصالات باي جماهير الا من خلال الادارة التنفيذية وبتقعد معاهم وتقول لهم يا جماعة واحد اتنين تلاتة هذه هي مبادئ اللي هتخشوا بيها اه اي حدة. ازا كان اتحاد السلة او اتحاد الهند بول بيطلع على موقعه الرسم. مواعيد المباريات. ويقول ان الاتحاد سامح بدخول جمهور. اقول انا للجمهور بدي اي لا انا مستمحلك اتحاد الكورة اتحاد السلة سامح. وانا مستمحلك اتفضل خش بس اي اساءة اي لافتة اي حاجة مستيئة للدولة او ضد اي مؤسسات الدولة تتمنعه من الدخول. ولما جيه ولما جيه تطبق قرار ده الوزارة الداخلية والمسؤولين عن الامن طلبوا مني شخصيا. وطلبوا من مجلس ادارة وكنا كلنا موجودين في الكورة في مدرجة تتش. قالوا لنا من فضلكم دخلوا الجماهير وقالوا هيحصل مشكلة احنا مش حايدينها. فدخلنا الجماهير. اه يعني الامن نفسه الطلب ده حتى لا يحدث اي صدام يعني او تسيل دماء او. بالضبط كده. او تحصل مشكلة. وانا ساعدت الامن. وقفت جنب الامن في كل هذا كلام. وتحملت الكلام اللي ان انا بحتوي الجماهير. وان انا بستقوي بالجماهير. والجماهير اللي كان بتخش فيش من مجلس الادارة. وتجتمني انا شخصيا وما كانش عندي مشكلة. وسمحت بذلك. يعني انا ما عنديش مشكلة انا بحتويهم ازاي. انت انا ما عفخدش حد فيكو سمع الافئات اللي حصل للتبرج العرب لبجلس الادارة والمحمود طهارة عن استاذ شخصي. يعني يعني وكل ده انا بتحمله وباخده على عاطقي عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي الحقيقي. اللي لا لا يتعمد الافئات. وبحاول احط نظام. وانحط نظام. لجمهور الاهلي الحقيقي لعودته الى المدرجات. طبعا بالمنصر اللي احنا شايفينه ده. لا في جماهير هتعود المدرجات. والكلام ده هيؤثر علينا وعلى سمعتنا. وعلى امننا. وعلى كل حاجة. الكلام ده هو اللي يناقش. مش مش يعني مش يناقش. محمود طهارة احتوى والتقوى. استقويت ازاي? طب ما انا ما يعني انا مش عارف جبتهم ضرب. بعد البيانات طلع منها كده في ماتشي الجونة. وبعديها على طول الكب سيد عب حفيز. يعني اظن ده بقى ده يعني المركز الاعلامي ملال كل المواقع وقتها. احزروا غطبة جماهير الاهلي. ما هو نتائج بتؤدي ايه لها? ما حدش قال ان انت مربيهم يعني. ده اولا ده اولا ده كان الكابتن علاء عبدالصادق ما كانش الكابتن سيد عبدالصادق. اعتذر الكابتن سيد ونفطه في ملف عبدالصادق. ثانيا ثانيا الكابتن علاء عبدالصادق اه تم لومه على هذا التطريح. انما انا ما اطلعش اقول انا بلوم مدير قطاع بخورة بتاعي. ما ينفعش اطلع عشان انا اكلم علاء. واقول له علاء ما كانش ينفع تقول الكلمتين دول. اه وهو عنده كابريلاته انه قالهم اه لانه كان بيتعرض برضو عليه عبدالصادق في هذا الوقت. لسباب والسديمة وهجوم عليه. فكان الراجل بيحذر قال لي انا بحذر من قلبي. انا بقول انه الطريقة اللي ماشي بيه هيؤدي الى غضب الجماهير. فانا بقول يا جماعة خلوا بالكم. الجماهير ممكن تغضب. وما وما الذي يدير في ذلك. احذروا غضب الجماهير. انا بتتقوى بالجماهير. او بتتقوى بالجماهير ضدي. ما الجماهير دي اللي ما هتغضب علي هتعمل فيها كده. لا البداية كان بتاخد المواقف اللي هي شايفة انها بتؤازر المجلس وهو يدير يعني. لكن انا انا ايا القصة بس كان يفترض انه الحقيقة لازم تمشي. يعني اه بقوة وبعملية قانونية مرتبة تجاه اسماء وهي معروفة لديهم عشان ما اقولكش لديك فتقول لي ما اعرفش ويبقى فيه قضايا معينة تجاه اسماء محددة وفي بال حضرتك وتمشي فيها للاخر. يا استاذ عصام الاسماء المحددة دي اه وزارة الدخلية تحلمها ولا ما انت علمها. ده انا ميش ده ابو وزارة الدخلية حضرتك اللي بيتكو اللي بيتكو ترمع ليه مية نار وطوب انا مالي بالدخلية. حضرتك قول لي ان احنا روحنا الدخلية. يعني انت حضرتك حتصمم على البائل وعصام وبرمعاتي وعمارة. هو. وانا كل يوم اكتب ده حضرتك. هو فكرة التصميم على البلاغ واعمال القانون. لان احيانا يعني بالمجلس دارة الدخلية اللي برفع شعار. انه الاهل لا يقاضي جمهوره. ويلا ايه بلاش نعمل الخلاص يعني. وانا ما زلت مصر. انا لا اقاضي جمهوري. انا اقاضي المغض. ايوة. انا قلت انا مهرجته. والكلام ده احنا عاملين احنا عاملين محضر النهاردة في مدينة نصر. عما حدث مبارح. ومحضر زكرة فيه اسماء. مرفق بيه اسماء وصور كاميرات النادي او شو اندس? يا يا استاذ اه انا مباشتغلش مباحك. انا باسأل. انا مش فيه كاميرات حضرتك في النادي. ده مش دوري. ده مش دوري. انا دوري ارد عليك لاضحك لاضحل الحقائق. انا دوري لايك امن. ده انا باسأل يا بشوانس. طيب اه بشوانس يا حمود اللي هيبقى بقى بيهمي الناس جدا دلوقتي هو الاهلي ماله. الاهلي بيخسر ليه? هيبقى ده سؤال اللي هو بيهمي بقى جمهور النادي الاهلي المحب. وما تقولش عادتك اصله الاهلي ما خد الدوري وهي البطولة الام نعم. لكن يعني خلي بالك انه يعني عادل زمالك للمنافسة في في المباريات الاخيرة ومن تاني فقدت الكاس وفقدت ايضا الافريقيا هنا. ده خسائر لما قصها بحجم النادي الاهلي هي خسائر. الاهلي ماله بيخسر ليه في ايه? الااهلي اه كويس جدا يا استاذ واحد بالمناسبة. الاهلي عنده افضل بجموعة العديد في مصر. الاهلي معرفش اذا كان مازال عنده مدرب من افضل المدربين الحالميين. الاهلي بيبني فرقة مش عايز اقول بيبني فرقة لانه هو عنده بالفعل. قبل ما نعخذ الصفقات الجديدة. الاهلي يواخد الدولة. فالاهلي ازا عنده احسن فرقة فصل على المستوى العام. على مستوى النفس الطويل. الاهلي عنده احسن لعيبة في مصر. الاهلي النهاردة. كل العدو. على مستوى اه عالي جدا. انما الاهلي يتعرض لاجهاد. انا مسلا من الحاجات اللي بحاجش بيتكلم في جهاد. احنا طيب نجيب الباشمونس محمود تاني علشان اه يكمل اه كلامه. اه عندك اه عند مين? مين? وليد. وليد عبدالهادي. وكيل الكابتن ميدو جابر عشان الكابتن محمد عمارة خبطوا مبلغ كده ولا حاجة. الساس وليد ايلا بيك. ايلا بيك يا صاحب. تفضل كنت عايز تعقب على ايه? لغاية ما ييجي الموانس محمود طاهر بس. اولا اه تحياتي لحضرتك وتزع عصام شالتوت اه 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 اتاز ابو المعاطي وكابتن عمارة. والله. مساء الخير يا بستاذ. مساء النور. اه اه تاني حاجة اه كابتن وائل انا عايز بس اوضح حاجة. تفضل. دلوقتي اه اتاز محمد كابتن محمد عمارة يتكلم ديقول اه ان استفكر بتاعت ميدو خمسة وعشرين مليون جنيه والمفضل انا واخد منها. هو 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 وحمد الشيخ انا قلته هو وحمد الشيخ. اه اه انا واخد خمسة وعشرين في المية من الخمسة وعشرين. لا مش. طب تخليك معايا ما يهمش تخليك معاشا انت. انا ما قلتش انت يا استاذ وليد. تخليك معايا يا استاذ وليد ما يهمش هتكلم في في موضوع ميدو جابر دلوقتي بس هرجع تاني للمهندس محمود طاهر. كنا بنسأل الاهل ماله يا 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 كابتن محمود لا هيهم الناس. شو محمود انه اه لا يعني في في تضاهر في النتائج في فقدان لبطولات وخسائر واضحة يعني خسائر كبيرة يعني. فضل. انا انا معترض تماما على موضوع فيه تظاهر في النتائج. وفيه تظاهر تظاهر كلمة استاذ وائل ما تتقلش على قريق واخد الدوري من سمعين. فاة وخسران فاينل كاس. واي وكابتن محمد عمارة اعتقد انه راجل اللي هي تبورة وتفرج على ماتش الاهلي والزمالي. وما وما قدمه الاهلي من كرة قدم في المباراة اللي خسر فيها واللي تعاجل فيها. اه انا هتمنى انه يقولي اه 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 اعتراضه الفني اه هناك قد يكون حصل اخطاء في تغييرات اخطاء اه يعني انا هديلك مثال. اه في مباراة الزمالك. امارة اه نسبة الاستحواز ونسبة الكرة والهجوم والدفاع. الدفاع انت الزمالك هجم اربع هجمات في 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 هذه المباراة. جاب منها تلت جوان. انت في المباراة في الشوت التاني من المباراة انت داخل اه ال 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 اه هنلاقيه حلفة التوفيق. في كرة المؤمن زكريا تضرب في العربة. وتخسر ماشي. ده موضوع طبيعي جدا يا استاذ واقل. مش اه يعني اه لماذا تصوير الموضوع لانه مصيبة. اه اه او ما لما يبقى الاهل السادس في الدوري. وما بياخدش دوري بقى له اربع سنين. وما بياخدش كاس بقى له ثلاث سنين. نوع على ده ايه. تسمح لي مقوم طيب بس الاستفساد ده. وبعدين انت. اللي انت بتتكلم برضو انت كسبت ايه اس روما في مباراة رائعة قدمها النادي الاهلي. انت ازا كان عندك ظروف عنه. والظروف بالمناسبة دي. الظروف الفنية شرحها لي مارتين يولد. اه انا 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 مقدرش اه 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 اتكلم فيها دلوقتي لانها برضو فنياتي اه مش مش قوية. انما اللي انا عايز اقوله انه ان يصاب اه 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 عبدالله يصاب منك احسن ثلاث لعيبة في السرقة او اخوى ثلاث لعيبة في السرقة. انت ملعبتش بفرقتك كاملة مباراة واحدة. انت بقالك اربع سنين بتلعب مواسم متلحمة. المدرب مستغرب ان العيبة دي ماخدتش اجازة. اللعيبة دي بيديها اجازة باليوم. بيديها اجازة باليوم. اللاعبين منهكين. ما يقدروش ما ما فيش لعيب في العالم. يقدر يشتغل بستستم متاع اتحاد الكرة المصري. المواسم وانا لا قلوم اتحاد الكرة المصري هي الظروف حقنا علينا كده. انما انما اللي انا عايز اقوله. انت عندك اصابات. عندك مراكز شاغرة حيزها. مراكز ضحيفة. عندك اخطاء اه اه فنية. يا بش مهندس طب ارد بقى. طب الكابتن محمد عمار. ارد فنية بس اريحك شوية بش مهندس معلش. اتفضل لك يا بش مهندس. اه بص حضرتك يا بش مهندس. اولا انا اه عن قناعات الشخصية غير مقتنع باداء مارتن يول الفني بالنسبة للنادي الاهل الفترة الاخيرة اللي قاد فيها النادي الاهل. مارتن يقول اه اه احنا بقلنا كم مباراة بش مهندس حضرتك. مستنين رامي ربيعة يجيب لنا جول. ومستنين سعد سامير يجيب جول. مشا اسألو. ومرة عبدالله يجيب جول. احنا ما عندناش فيه اخطاء موجودة في في بعض الخطوط في في الفرقة. وللاسف كل مرة الراجل ما بيحطش ايده عليها. وهي متمثلة مثلا في خط الظهر. عندنا خط الظهر. اه 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 حجازي لما غاب اعتقد ان رامي وسعد ما ما ادروش يقوموا بال بالدور القوي اللي كان اه بدء به الموسم اه بالنسبة لخط الظهر. النهاردة ما ينفعش النهاردة النادي الاهلي بكيانه ده. واللعيبة اللي موجودة جون انطوي وقبله افونة وابداء عبدالله السعيد. والكم الكبير وعمر جمال وما ومتعب. نستنى كل مباراة بقالنا مباراة كتير جدا بنكسب واحد صفر بنكسب بجول ربيعة بنكسب جول اه سعد سمير. الدور الهجومي مش واضح بالنسبة للفرقة. تغييرات غير مكنعة. اه 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 بدايته ونهايته بالنسبة للتشكيلة الاساسية او التغييرات اه اه ساعات بحس ان هو سرحان مش مركز في انا بكلمك انا كلعيب كورة بقى انا بقى اه 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 رأي شخص. حقك واحساسك وكل الكلام با يحترم يا كابتن عمارة. انما بعد الكم الكبير اللي 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 حضرتك بتقول عليه. بالنسبة لللعيبة الموجودة في نادي الاهلي اعتقد ان الاداء غير مكنع. طب نسمع ما بتقيمش اللعيبة ليه يا اه 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 انا بقيم اللعيبة هو بقول ان في دلوقتي النهاردة في مشكلة مسلا في خط الظهر. هو ما بيحطش ايه له علي نهاردة مسلا انا مش عايز اقول اسماء لان اللعيبة بتزعل من التقييم الشخص. انا احنا انا لن وهاجم لاعب في نادي الاهلي لانو كل اللعيبة تؤدي اللي عليها بمنتهى الروح. انما انا هتدي لك مثال بسيط جدا. الراجل من يوم ما جاء وقيفونه موجود قال ان عايز راس حربة صريح وهذا هو ما نعمل عليه بقالنا شهرين احنا عايزين راس حربة صريح انت ما عندكش راس حربة صريح عمر جمال كان قبل الاصابة كان احسن راس حربة في مصر بيحلفوا عدم توفيق الراجل انتوي كان هداف الدوري في الاسماعيلي كان بيحطوا كرة بدماغه قدام الجون قدقوا في قوة سيكس يارد وبيضايحها الراجل بقى غير مهم النهاردة بشمواندس حضرتك احنا عندنا فراود يعني حراكة ازاي يعني متى ابنشفرود رئيسي عمر جمال مشفرود رئيسي بالنسبة ليه القالي يا كابتن يا كابتن عمارة فضل انا لسه الاستاذ ابو المعافي زكي بيقول انه في لعيبة ماينفعش تلعب واحنا معاعدينها انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده انا بقول ان فيه تلاتة انتم مش عارفين تتمشوهم والكلام من ده اصابوه لا اصاميهم يا استاذ ابو المعافي لا اصاميهم ايه اصاميهم لا 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 اقرى حضرتك المقرب بتاع حسام لا احسى بس من هقول له اصاميهم يعني ما يا جماعة بقولك انا اصاميهم حسام غالي عماد ماتعب شريف اكرام حقيقة قلت الكلام ده الناس حاجة التانية مقال للاستاذ قسامة خليل صديق حضرتك المقرب فرم حسام غالي وقاله انه ندمر الفرق وارجع للمقال مين صديقي المقرب ده هو بيقول مقال الزميل الكاتب الصعف الصديق اسامة خليل البعض بيعتبره مقربا منك وليس عيبا يعني ده مش عيب احنا كلها مقربين منه لكن الجزئة فده اوبما معبر عن انا مش فاهم برضو ان صحفي يكتب حاجة لا صحفي كاتب مقال بمعلومات مقرب من حضرتك وحاجة بتعتبر بمصارب في مسابة مستشارك لما ابو المعاطي يقولها تبقى وحشة ولما اسامة يقولها صحفي قالها يا استاذ ابو المعاطي انت كده بتتجاوز بتتجاوز حق صيبك من محمود طهر انت بتتجاوز حق رئيس النادي يا رئيس النادي لايهني ومصرفش معلومات ومبيقولت معلومات لحد ولو بقول معلومات كنت قلت لك انت معلومات انا متجاوزتش حق وكنت قلت لاي حد معلومات انا لا اتجاوز حق على المست Detlay Ale شخصي ولا كرئيس النادي لايهني انما انا بقولك معلومات خلينا نسمعه أنا لأ قدلي بمعلومات لأي مخلوقا أنا عندي معلومات كتير أوي وأنت تعلم ذلك عمري عمري ما طلع مني كلبة للإساءة لشخص أو للاعب إنما إنما المدير الفني عندما المدير الفني يقول لي أنا عاديه لاعب دي، انا ماقدر شاطل على قولي المعلومات بي لما المدير الفني يقولي لأنا عايز العيد في المركز الفلاني자�ي، أنا ماقدر شاطل على قولي معلومات ضي أنا ظهري إن أنا أجيبي له المركز اللي هو عايزه إنما المعلومات دي كلها اجتهادات وهو دي اللي أنا بكلم فيه من أول دقيقة أنا غير مش اللي عن اجتهاداتك يا استاذ أبو المعاف وغير مسؤول عن اجتهادات. ماشي اوكي عن اجتهادات انا وحشا و اجتهادات وسامة حلوة. طبعا باشوهندس ممكن بس ان نروح لحتة. انت ما زلت تتجاوز. لما بتجاوز? ايه التجاوز من الكلام? اه تجاوز اه اولا انا مبذكرش اشخاص اه ومش عايز اسقط اشخاص ومش عايز اخوف في الموضوع ده. طب خلاص ماشي. طيب ما اعجل بتلقل ناسين. انا لايه استفسارها باشوهندس بعد اذنك. ده ليه استفسار. هي الحل في اللي احنا بنقوله ده انه طبعا انت ليك حقا مش هينفع رئيس منظومة عزمة سمع النادي الاهلي لا يفسر لكابتن عمارة فكرة اخطاء التشكيل ولا يكر بمنطق ان يقول كلام. لكن انا باسأل حضرتك. على تحلم يا رجل انه النادي الاهلي اللاعبة تيجي الصبح. ويبقى فيه كامب زي ما حضراك بتسافر برة. قلت لنا الراجل جايب جيلاتونيوم ده اللي طالع عند كل المصريين. وان اللاعبة دي كل لعيب نشوفه كده بيشوت خمسين كورة وعشان الراجل بقى يلنا واحنا بنكتب انه خلاص السيستم اتطور في النادي الاهلي وبقى فيه ناس بتروح جيم وبقى فيه اصلا ناس مش عارف بتاخد اسمه ايه ده مكمل وفيه اه النهاردة تدريب تخصصي اللاعبة ما بتميش يلا اخر اليوم ما نسمعش عن لعب مش عارف والدته تعبانة فيروح لها وواحد تاني مش عارف بنته زعلانة فيروح صالحة وهكذا يعني. يعني مش ده برضو قواني التغيير في النادي الاهلي. كل العالم دي اللغة اللي فيه. كل العالم دي اللغة اللي فيه. انا بقولش موظفين عشان ما حدش يخرج. يعني يقول لك يا عمو انتو فاكرين اللاعبة بتروح الصبع زي اللي راحين مكتب محمود طهر مش صحيح. كل اللاعبة في العالم اندر كنترول. فيه لكل لعب مدير اعمال. مسؤول. فيه لكل لعب محامي عشان حتى يصرف من الشغلانة دي على اقتصادات كرة القدم. هو اللي يوقف في العقد. مش بس سمسار واد جارهم مثلا. وكمان الخطوات القادمة بتقول انه طبعا يبقى كامل وقته لصالح النادي الاهلي. بصبوره عند النادي الاهلي. ولو اجنبي معموله اقامة. مش واحد ما تلاهوش. انا مش بقول عن النادي الاهلي. لكن بقول ان الاهلي كان بيبقى سباق. لو احنا ما شفناش ده. ومارتن يول بقى له تلاتة شهر. ولم يشرع في ده. طب ما لده يتقامل امتى? طب نسمع اجابة المونت محمود طارق. انا مش عارف الجيلاتونيوم اولا ده ايه اللي انت بتقول عليه. انما. اللي هو الحاجات اللي تلت نقصة في دم المصريين ده اللي اكتشافه مارتن يول انا اسف بسه ما عنديش خلفاته. لا مارتن يول عمل تحاليل لم تجرى من قبل. جميل جدا. انا مصدق على فكرة. انا مصدق ومقايد وجود اللي حضرات قلته. انا مقايد وجود الشريحة دي في مصر. اه مارتن يول هذا هو كان البرنامج المنطبي. مارتن يول من يوم ما دي بيلعب ماتش كل اربع تيام او ثلاث تيام. مارتن يول في خلال هزي الاسناء تقدم باللي انا قلت عليه دلوقتي. في الاضارات. ومارتن يول شارك بالمناسبة يعني شارك في تخطيط المدرج الجديد بستادة تيتش. عشان يعمل الكلام اللي انت بتقول الحالية ده بالضبط. جبنا الاضارة الهندسية قعدت مع مارتن يول عشان يقول انا حايز ايه هنا وحايز ايه هنا والاستشفائي بقى هنا ازاي? والجيمنيزيم تبقى هنا ازاي? والمعدات اللي هو عايزة ايه في جيمنيزيم? وهذا كلام ماشي على خدم وصاق. انما انا يعني لما مع مارتن يول ويقدم دي التصور بتاعه. مش لازم اطلع اقول بقى في الاعلام ده مارتن يول قدم الكلام ده. مارتن يول انا. ازاي يعني ايه ازاي يعني زي. مش مفروض يعني يعني ما احنا احنا بنروح نتابع بنلاقي بنلاقي لا جديد في الميران شكل الميران يعني. وبعدين حضراك محدش. قالنا ان هناك شيء يعدس. لدي لا معلومات ولا سرية. لو سمحت لا جديد في شكل الميران دي لنا ولا سيادتك ولا اي حد. لا سيادتي يقدر يقول لحضرتك ده لان ازا هو التحديث وانا بكلمك بالكتاب مش بكلمك ان انا بجوهر يا الله رحمه. انا بقول لحضرتك على الكتاب وكيف ننقل. مصرت اجربة جديدة بعد اذنك. اسأل اسأل ازا كنت حايز تعرف شكل التدريب. نعم فن التدريب لأ بسأل حضرتك عن تنفيذ اقتصاديات كرة القدم عشان البلد دي شوية. يا جماعة. يلاقي فرقة بتيجي تعسكر عندنا. والفرقة بتاعتنا تتعاود تروح في كام بتتمرن. كده يعني. انا مش عارف اللي منك يا استاذ افعل حقيقة. انا بقول لك. يبقى بكرة اقول لك. انت كل اللي بتقولوا ده. انا بقول لك مارتن يول ما قدمه. اللي انت بتقوله كله. مارتن يول ما قدمه ده انت بتقول بتهزأ بموضوع الجيلاتين. مش صحيح. مش صحيح. مش صحيح. انا معرفت اقول اسمه وبقولها مجازم يعني. انا عايز اقول لك حاجة استاذ اصام. فضل. التحليل اللي اتعملت دي. وانا انا فعلا معرفت اقول لك. خلينا يعني عشان انت مشدود بس. مارتن يولو ومدير احماله النهاردة. عارفين اللعيب في حاجة اسمها power وفي حاجة اسمها endurance للعيب. اه الباور عندك لعيب عنده power. وانما ما يقدرش يلعب تتعين دقيقة. انما في في الستين ديها اللي يلعبهم او السبعين ديها اللي يلعبهم يديك قوة خارقة. وهقول لك بقى يعني عشان بقى بقى عارفة برضو. والاتنين اقتر اتنين عندهم power في الفرق اواليد سليمان واحسين السيد. انا بقول لك بقى نتيجة. وليد سليمان وحسين السيد. ايه واع. احسين السيد بكليف. بس انا حسين بقى بشوفهم هتقول في دكة الاحتياطي. ساكن في دكة الاحتياطي. انا شوفهم الانستجرام. مهودات كلام نوعب نقوله على القهوة يا استاذ واقل. انما المدرب الفني والمدير الفني. اه راجل ايه وعمل التحاليس دي للعيبة. وابتدى يدرس اللعيبة علشان يوظفها طح. توظيف اللعب صح. واختيار المراكز اللي هو عايزها طح. صح. وكل ده نمعات من حق المدرب يا مشكلة كرة القدم انه كل الناس. نتائج سيد. حتى على المقايب ممكن ان تضع تشكيلا يعقول ده ما لعيبش له ده ما. بس. بقولك احنا ممكن احنا الخمسة كده دلوقتي كل واحد يحب تشكيله كل واحد يقول اللي هو عايزه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ما ما حق كل واحد يقول اللي هو عايزه. انما انا بقول لكم ما كان يجري على ارض الواقع. وما كان يفعله مارتنيول على ارض الواقع. وما كان ينوي ان يفعله مارتنيول. طب انت انت كده يا حدق بتتعامل مع مارتنيول على انه مشروع مستقبلي كمان انه يعني ليس مدربا وقتيا وبالتالي شايف ان الابقاء عليه هيكون في مستقبل الالي. خلاص يبقى تحارب من اجل ذلك يا بشوانس محمود مهما كانت الانتقادات ومهما كانت موجة الرأي العام يعني. الرأي العام مش هيلعب. ومين قال ان ان احنا ما بنحربش ان ما لن استطيع اخناع واحد غير امن على نفسه بالبقاء. نفسيا لو نفسيا الراجل ده تهزد يبقى انا بأخطئ اذا اعدته. لو نفسيا الراجل ده هينزل التدريب وهو قاعد خايف انه يحصل حمل الملعب او مش عارف هيلعب في ملعب شكله ايه. انا بمنتهى الوضوح والصراحة. انا لما بعد اتكلم مع مارتينيول انا ببقى مكسوف من النظام اللي حندي. ايه هو كان عارف الظروف قبل ما يجي يا بشوانس. هو كان عارف الظروف قبل ما يجي. اه كان عارف انه انه في جمهور بيختح الملعب. لا كان عارف انه مفيش ملعب سابت حضرتك. اه لا ما فيه لا. حالك بتقول بيبقى مكسوف من ايه وانت بتتكلم معاه. بقى مكسوف من النظام. ان انا مش عارف ان هلعب المتش تجي امتى وفين? الله. هو هو ده ينفع. تم نعمل استادة بش مهندس الادي الاهلي. والراجل لم يتزمر. والراجل تخبل هذا الكلام بصدر. بش مهندس النادي الاهلي انا انا اعلم ان حضرتك ما قد المشروع استاد. يعني يعني مش قاني الاواني ان احنا نعمل استاد للنادي الاهلي? اه اديني تلاتة مليار جنيه اه كابسان همارة عصو لا انا 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 اعلم ان حضرتك ما قد المشروع استاد النادي الاهلي الجديد. وارد التجمع والخامس اه. بس انا عايز ثلاثة مليار جنيه عشان اعمل استاد. عندك هتقدر تجيب لي تمويل التلاتة مليار جنيه. ما ينفعش بيقوتي والحاجات دي. ما هو الكلام سهل يا استاد انا بسأل بسأل ينفع ولا لا يا اما مش قد بيك على عقد والله. انا برد عليك اهو. احنا بنتفاوض على الاستاد بقى انا سنتين ونص. هناك عرخيل. انتو مش واخدين بالكم انه الدولة اه في في ما 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 عندها مشكلة اقتصادية. اه دي ابني استاد النهاردة بتلاتة مليار جنيه. تلاتة مليار جنيه ده يعني متين مليون يورو. طبعا. يعني يعني كلام ما ما كانش بعيد المنال من من فترة. النهاردة بقى اصبح بعيد المنال. وانما احنا ما زلنا بنتكلم مع الشركة اللي وابنتفاوض ولجنة التسويق شغالة. وال 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 اه امانت السندوق شغالة. ان احنا بنتفاوض بس انا يا جماعة انا 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 لازم اتفرغ يعني لازم انا بقى اطلع ابقى متحدث رسمي. كل ما نعمل حاجة في المجلس اطلع اقولها. وده وهذا لا يحدث في اي مجلس من المجال. لا وهو كمان النادي الاهلي دائما كان عامل زي ال البيت المقفول. دلوقتي شبابيكو ابوابه بقت مفتوحة. هو شبابيك ابوابه مش مفتوحة ده انا بقى هو اجم قدامك وحش ان انا ما بتكلمش. وان الناس ما بتتكلمش. انا انا اقصد تقاليد النادي الاهلي دائما حتى الخلافات الداخلية حتى المشاكل الداخلية لم يكن يسمع بها احد. لماذا فتحت الابواب والشبابيك ده معناها ان حجم الغاضبين كتير يا انا سمعت النهاردة اه انه اه مجلس الادارة منخسم وفيهه نا فيه. ما حد يشقال جهناك كامي ده مش عندكم. لاء مش عندك. لا 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 مش عند الاستاذ جرائكو. اننا انا بتكلم انه فيه اه اه احد طلع حال انه مجلس الادارة منخسم. وفيه اعضاء مجلس الادارة ينون اتقدم استخدام tema. نبتدين نتهاجم بقى انه فيه تنسيبات بتطلع من مجلس الادارة وانه وanchنا كنا قاعدين مجلس الادارة باكمله في اهلي كزيرة النهاردة من الساعة اربعة ونصف للساعة عشرة وبنتكلم وبنبحث احنا هنعمل ايه وما هي خطاتنا وبنتكلم في الاستاد وبنتكلم في تشكيل المنظومة الاعلامية وبنتكلم في حاجات كتير بما يخدم مصالح من ضمن اللي تكلمته فيه ايضا تعالوا يا جماعة نقنع مارتين يول على البقاء لانه الراجل لم يعد امنا يعني انت بتحاول انك تقنعه والحقيقة انا اكثر حماسا لو مجلس الادارة مقتنع تماما بان فكر مارتين يول هيجيب السنة اللي جاية وحيجيب في المستقبل يبقى يقعد يعني ما هو انت اللي جاي ما اناش عارف هيعمل ايه يعني فهنا اذا مجلس الادارة مقتنع فليبقي عليه ويتحمس لذلك يعني ده قرار يأخذه مجلس الادارة واحنا واخدين قرار ما اقدرش علينه دلوقتي لانه الظروف لا تسمح باعلانه وانا لا اعلم مارتين يول شخصيا وزي ما بقول انا ما اقدرش لو مارتين يول عنده مشكلة داخلية في انه غير امن على نفسه اعتقد ان انا لابد انا التمث له العظم ما اقدرش اقول له لا هو متأسر جدا بالموقف اللي حصل وهل فعلا بيخير بياخد رأي بنته الاسرة يعني عشان الموضوع بقى يا استاذ واقل انت لو راجع باوتوبيس مع الليturn وحاولو ينزلو ناس ويتخلقوا تعالو ده راجل ada عايش بين انجلتوا وهولندا اه ماE يعني واما Им وهم المناسبة دي هو قال لي اه انه الحوليجانزم الحوليجانزدول طلعو طلعو في بلده في هولندا في الهيج يعني الهوليجينيزم دي طلعت في بلد بدأت عنده يعني في هولان فهو ما عايش الظاهرة فهو ما عايش الظاهرة إنما الراجل ده أجنبي مش عايش في بلدي وقاعد هنا ضيف عندنا وضيف جاي بمنتهى الروح اللي لم ألمتها في أي مدرب قتى إلى مصر بيقول لي أنا عايزك تجيب لي مصريين أعلمهم أنا عايز العلاج الطبيعي أنا عايز السكاوتي بلت له أبعادرى اللي أنت عايزه يعلمهم أين بشمهاندس الرقال ما ... يعني ايه يحلمهم أين أي باسأل يعلمهم اين يعلمهم أن الأصابة اللي بتاخد ثلاث يم برة بتاخد ثلاث أسابيع أيوة يعني هيعمل دورات أنا باسأل في كده ليه بتسخر مننا بس يعني أنا باسأل يقول إلى ي Industri دوراته ونظم دإهله أيوة أنا نسأل مش من حacaktه اسأل بهدوء بس طب واخدها بحسوسية يعني هيعلمهم فيزياء أستاذ أبو المعافل يا أبا شوانس بتقال عليها دورات تدريبية بتنظم مع التعاد الكورة والكابت المحمود سعد هيمقل لهم خبراته مانت الخبرات اه ماشي طب ما انا باسأل على كده القضاية انا بحسب لهم تقربته مع النادي الأهل اللي تبقى مصيب حصل ده السؤال هو هيمقل تجاربه اللي خادها مع النادي زي توتنام توتنام عملوله تمثال لان هو بنى الفرقة اللي كانت بتبقى دايما في مؤخرة الدورة الانجليزي يبقى انتوا لازم تعملوا تمثال لجزي برضي ويدوكوتي ايه ده؟ يبقى تعملوا تمثال لجزي ويدوكوتي ما تعملوا تمثال لجزي ما هو ده يعني النادي الأهل يعمل لهم تمثال ده 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 السؤال القادم بقى ما فكرتش خالص ليه دايما بترفع شعار انسو مانويل جزي ليه ليه بترفع هذا الشعار الشوانس محمود يا أستاذ ويل انا لا ارفع واحنا مجلس بدارة وبنعد نتناقش وما نراه في مطلحة النادي الأهلي بنعمله انما النقاشات لا يجب ان تنشر على الهواء وليه ما هو فيه فيه اسباب كتير جدا قد تسيء لحده قد لا تسيء لحده قد تسيء لحد تاني ونطلع نتكلم ما هو انا ممكن اطلع حاجة كل يوم لا اصل هو تقييم فنية يعني انا بسأل الموانس محمود طهر كرئيس للنادي الأهلي عن تقييم يمكن لمنول جزء ان ينجح مع النادي الأهلي في سنوات وربما لا ينجح في سنوات تانية بالزبط كده وكل ده بيتقال يا أستاذ ويل يعني الكلام اللي بيتقال دلوقت ما هو بيتقال جوه المجلس انت بتقيم مدرب ازاي انت كيف تقيم المدرب ايه هي الحيثيات اللي بتقيم بها المدرب والشخصية والفنيات والفتولات نتائب 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 وحاجات كتير جدا بنقعد موضوع اختيارا المدرب موضوع اه ما بنمشي فيه كلنا لان بنتبحث فيه ويعني الحقيقة برضو انا انا اه مستغرب انه هي الموضوع ان انت ما بتعملش قرعة او بتحب جوزيه او بتكره مارتنيول فيبقى جوزيه ايلي ومارتنيول ما يجيش انت بتقارن ده بدا في جميع الاوجه وبنقعد بالسبع والثمان ساعات لمدة خمس ست ايام عشر ايام خمستاشر يوم لحد بنصل الى مدرب ما قدرش اجيب مدرب وانا قاعد على القهوة ما قدرش اجيب مدرب وانا قاعد مش عارف ايه الحيثيات وايه الملابسات طبعا طبعا وبعدين انا مش عارف يعني هل هو منو الجوزيه صانع البطولات السابقة ولا الزمن يغير في الاشخاص ولا ايه اللي حصل يعني مش فيه حد جابه دوكوتي بعد بعد كده كابتن فريق الفريق مين مصر مش معنى انه من يصنع مش معنى انه من يصنع نجاحا في السنوات يمكن انه يبقى حامل حقيقة نجاح ابدية مفيش حقيقة نجاح ابدية وبعدين اذا وجدت من هو بالتقيين زي او افضل او اصغر سنا او اكثر خبرة او اكثر تدريبا لاندية ممكن يفيدنا من خبراتها كل ده بيضع في الاعتبار يعني برضو انا مانيول جوزيه يعني عشان عني موضوع مانيول جوزيه ده مانيول جوزيه حقق مع النادي الاهلي ما لم يتحقق من قبل ووفق في فترة وجوده هنا مانيول جوزيه من يوم ما ساب النادي الاهلي اخفق في جميع تجاربه ده مش من خياس انا مقدرش ايه زي بديه وممكن نيجي مانيول جوزيه وغاية وحقق تاني انما انت بتبص للموضوع بكل ابحاده ما منتكلمش على اشخاص يا استاذ واقل احنا منتكلم على تقييمات فيها زائد ونقص ايه البروز بتاع هذا الموضوع الكونف بتاع هذا الموضوع ايه الشخصية دي تلائم هذا الموقف دلوقتي اللي هتلائم هذا الموقف شخصيته ايه خبرته ايه هيقدر يزين ايه هيقدر يعمل ايه اه الجهاز المعاون بتاعه شكله ايه انت بتخش في تفصيلات الجهاز المعاون لأي مدرب بتجيب ده صحيح طيب في جانب يعني ادبي ومعنوي يتفق دايما مع تقاليد الاهلي لما لا انه منو الجوزيه يشكو من المعاملة السيئة ما هو اه يعني مثلا مجلس ادارة النادي الاهلي يعني يعني فيه حالة نفسية فيه ما يمكن ان اسميه الصداما يعني في التصريحات المتبادلة والاهلي حتى لم يحتفي بيه وما دعوهش اعتقد ولا دعوه في الاحتفال وجايل اسبوع الجايل يعني هنا الرجل عنده شعور انه المجلس الحالي يقراه ويعاديه اساس يçeورو في اثناء تولي اساس يوجي ب Brezo Lou cara انو زي جيي النادي الاهلي ودخل ودخل وقابل اللاعيبة وقابل لما اه اه انا كمجلس ادارة اه مش عارف مفروض اعمل ايه تمثالي بشروا ايه ايه اللي مفروض يتعمل تمثالي اوه هيدو كوتي بدل من يعمل لمارتن يول لان هما دور رموز تاريخية وخطيب انا ما عملتش تمثير مارتين يول ده الانديا اللي ترامها يالعمل ايه ماشي ما حلنعمل تماثيل للناس تضاعت بالتجربة دي تفسر بيه باش مهندس فوز مؤمن سليمان على مارتين يول وهو داخل نادي السياق محدش عارفه هل مؤمن سليمان يتصعب فكرة عالمي ولا ان مارتين يول لا يستطيع ادارة الفريق فنيا يعني مارتين يول لا يستطيع ادارة الفريق فنيا انه انه كان فيه التشكيل الناس بتحسبها انه مدرب مدرب اتناشر الف جنيه او سبعة تلاف جنيه مفيش فلوس ده ماش عارفه هل بقى بيكسب بيكسب النادي الالي اه وبيكسب مارتين يولي اللي بياخد نفس الفكرة اللي انا بقول لحقاك عليها انه كورة مش بيفهم فيها بس اللي عادين على الدكة ولا الاعلاميين ولا المسكين اقلام ولا ميكروفون او خليه بقى يجاو بس انا الحقيقة النقاش ده ما اقدرش اخش فيه بمنتهى الامانة وحد الشيء العالمي انما بقى موضوع ان انا اعمل تمثال لجوزيه واعمل تمثال مش عارفه ايه طب انا اعمل تمثال بقى العليبي اللطفي ايبا لا حقاك قلت ان الراجل ده معمول له تمثال لانجازاته فبقول لك اصحاب الانجازات اتعملهم سمزي اعمل تمثال للكابتن حسن حمدي اعمل تمثال للكابتن حبدو صالح الوحش اعمل تمثال للفريق مرتاجي ونعمل مدحف للكل وبالمناسبة دي مخصوعة المتحف ده قائم وحيز التنفيذ مشروع مدحف النادي الاهلي ما يفعله مجلس ادارة النادي الاهلي اللي على طول اللي مش عارف ياخد نفسه من الهجوم عليه لا والله بالعكس نتحمس معك شوف تجربة برشلونة السياحية في تحويل النادي الى مقصد سياحي حضرتك بتسافر لندن كتير انت هاك زورت المتحف بتاع منشستر يونادي طبعا من غير مزور ومن غير مروح ومن غير متافر يا كابتن عمار هو احنا بنولام دلوقتي لان احنا بتدينا نفكر نعمل متحف ده فكرة هيلة وتأخرت والله فكرة هيلة وتأخرت ده احنا بنقولك ان المجلس ده جدير ان يكرم كل الرموز لانه بيضم شخصين مختروا حاجة في مقدمة ومين قالك ان ده ما بيحصلش حاليا حيز التنفيذ حاليا ده كويس بشمهندس بني عرف يا بشمهندس معلش يا بشمهندس تحميني شوية حاجة اخيرة بس يا بشمهندس اللعيبة زميلي القدامى انا سبق وبلغت حضرتك في الامارات الكاس سوبر ان انا يعني مش عايزش نادي في نادي الاهل اللعيبة زميلي القدامى اللي انا عمعون كل يوم النجوم بتوع النادي الاهل غيرانين من التجربة بتاعة نادي الزمالك ان المستشار مرتضى منصور لا من كل النجوم الكبار الادام والجداد حواليه في نادي الزمالك ليه احنا حضرتك عندنا النجوم مش موجودة سواء في القطاع الناشئين او في النادي في مناصب مختلفة ومش عايز اقول لحضرتك بقى انت حاجت عارف القاعدة بتاعتنا اللي احنا بنقعدها في النادي والنجوم اللي احنا بنقعد معاهم كل يوم في النادي بس مش عايزة يبقى كل النجوم بس مش عايزة يبقى كل النجوم بس مش عايزة يبقى كل النجوم بس مش عايزة يبقى لحظة ان النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي ما يسعدوش ان يكون كل هؤلاء النجوم موجودين بطريقة او باخرى وهو النادي الاهلي انما الكلام اللي انت بتقوله ده اسكحالة واتحدى وهما ما كانوش موجودين ليه قبل كده برضو ما هما مش كان فيه نجوم با ايو احنا موجود قبل كده وقبل كده وقبل كده ما احنا كنا متوسلين حضرتك هتغير الفكرة القديمة يا كابتن همارة ما هو هو عبدالعزيز عبدالشافي ده مش من نجوم وعلى عبدالصادق ده مش من نجوم وسيد عبدالحفيز ده مش من نجوم يعني انا بس بنفسي افهم هو انا رايح جايب اه اه ناس من ال من من على القهوة ومحيينهم لا لا كل دول نجوم افاضل وكبار وبنحترمهم طبعا وممكن انت بكرة الصبح تبقى فيه مكان في النادي الاهلي واحد برا النادي الاهلي مش معنى كده ان انا ما بحبش هذا الواحد ولا لازل انا ما اقدرش حدد النجوم انا بني لحضرتك شعور اه 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 اتقلي وكل يوم بنتكلم فيه فانا اه قلت فرصة ان حضرتك موجود النهاردة معنا على الهوى فابلغوا لحضرتك راسمي بس مش اكتر يعني طيب سوءا ده ده حاجة تسعدني يا كابتن همارة انه اه وحاجة بتقرخني مش بتسعدني بس تقرخني ان انا مش قادر الم النجوم دي كلها والنادي الاهلي مؤسسة برضو يعني عشان ما نخلطش الامور بين النادي الاهلي ونادي الزماني طيب اه كابتن همارة مختلفة في ادارتها وفي تشعوبها وفي حجمها انت بتدير ثلاث فروع والفرع الرابح وعندك بشاريع مثل المتحف مثل الاستاذ مثل تطوير خطاع الكرة كله مثل تطوير النشاط الرياضي كله انت عندك مهام اصخل يعني مش عايز اقول اصخل بكثير كل واحد طبعا بيتحمل مهامه ومسؤولية جسيمة جدا على كتافه في هذه المسؤولية انما اللي انا عايز اقوله ان قدر النادي الاهلي انه مؤسسة حجمها اكبر ده شيء لانه جادل فيه سواء ميزانية سواء حجم منشآت سواء حجم بطولات سواء حجم حاجات كتير اوي يجب الحفاظ عليها طيب ثلاث اسئلة اخيرة بتعمل اخبار يعني هل حققت كرئيس مجلس ادارة في بعض التفاصيل بتقول ان الكابتن حسام غالي ربما هو اللي بدأ شرارة الصدام هل حققت في انه هل الكابتن حسام غالي بادل بعض المنتمين لمجموعة الالترس اللي قامت بالتعدي على النادي هل بادلهم شتائم بشتائم هل حققت في اسلوب تعامله لان البعض بيقول هو السبب في الازم يعني برضو يا صدقال انا عايز اقول حسام غالي هو كابتن النادي الاهلي الحالي طبعا وهو يعني لاعب على اخلاق وحسام غالي بغض النظر عن مش هتكلم بقى على امكانياته الكروية انما انا هتكلم على امكانياته الشخصية كقائد للفريق وكراجل شخصيته حسام غالي بالمناسبة يمكن اول بعثة طلحة وهو عنده 18 سنة كنت انا رئيس البعثة عندما كنت عظم بمجلس الادارة فانا بعتبر نفس حسام غالي انا زي ابني في نشأته او في مراعبة تطوره على حسام غالي اثبت انه راجل يصبح حق ورغم ذلك حسام غالي لما اخطأ ورمى شارط الكابتنة بتاعت النادي الاهلي سحبت منه شارط الكابتنة وعدت له بناء على طلب اللاعبين هذه النوعية من اللاعبين من النادر وجودها في فريق يعني نتمنى ان يكون الفريق حسام غالي ونتمنى ان يكون الفريق احمد متعب بروحهم وبقوتهم وبانتماءهم للنادي الاهلي عندما يخصح حسام غالي حسام غالي بشر حسام غالي لما يسبب هذا كم من السباب انا لا اعافيه من المسئولية انه يلتحم ده طبعا كلام مش مزبوط انا لسه ما عدتش مع كابتن سابع ابو الحفيز ومع جهاز الكرة عشان اعرف ماذا حدث بالضبط لانه الاحداث بتتداعى زي ما انتم تقولين انما حسام غالي لا التمثل حضر انما انا شخصيا لو قاعد في حتها وهو كان نجم كبير كان لازم يعرف انما لما يتوجه حد لحسام غالي عشان يضربه انا اعتقد ان ده يبقى فاق فاق الحدود كلها حسام غالي لا يختلف اتنين على حبه وانتماءه وشخصيته وقيادته للنادي الاهلي اذا اخطأ فده بيبقى حاجة داخلية بيننا بنتكلم فيها وهنعرفها انما لو هنقارن خطأ حسام غالي بما حدث من اقتحام يبقى انا بستمحيك وحظر ان يعني هذا غير مكبول لا 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 طبعا محدش يقارج طيب شؤال ثاني حضرك الدكتور ياسر ايوب قال في البداية انه كان في معلومات عند مجلس ادارة النادي الاهلي بان في مجموعات من الالتراس حتيجي عشان تعمل شغب يعني وانتوا قدمتوا هذه المعلومات للاجهزة الامنية اه جات لكم المعلومات دي فعلا وجات لكم ازاي يا مشوان اسمع لا هو 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 احنا حذرنا لانه يكتب في جريدة يومية اه وكتب واحنا قدمنا على الجوابات للمؤسسات الامنية كلها اه ما نشر في احدى الجرائد اليومية اه وما ينشر اه بشبه يومي اه يحمل والاة 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 يعني اه الاستاذ راجعي عطي المحامي هو من اه اه قال لنا هذا الموضوع وقال الكلام ده اذا كنتم مش مش شايفينه ومش شايفين انه لازم يؤخذ فيه اجراء فده بيكدر السجنة انت عندكم مسئولية وطنية ان الكلام ده بمكن يؤدي الى مشكلة الاجراء الطبيعي انه في كل تمرين او في كل مباراة انت تختر الامن بمعادل التمرين ومكان التمرين فما حدث ان احنا نقلنا التمرين نتيجة التحريد ده تحريد بقى لانه ده تحريد طبخا لكلام الاستاذ الاجراء احطيها واعتقد انه الاستاذ الاجراء احطيها من اعلام القانون في مصر يعني تحريد كان واضحا في هذه الصحيفة يعني بالضبط كده تحريد للالترة تحديدا ولبعض الجماهير للانضمام الى وقفات والهجوم على النادي او المجل يعني الصحيفة كاتبة ده ولا تصريحات في الصحيفة لا الصحيفة كاتبة الصحيفة كاتبة الصحيفة يعني انت ادخلت الصحيفة جزءا او حملتها جزءا من المسئولية ايضا لا انت بتقول لي الاستاذ ياسر ايوب قال ان احنا جات لنا معلومات احنا جات لنا تخوفات من ما يحدث في ظل الظروف الراهنة انه ممكن هذا الكلام يكون عمل تأثير وانه ممكن يكون فيه هيحصل حاجة فابلغنا الامن كما هو معتاد بالمناسبة يعني احنا ما قلناش للامن حاجة زيادة احنا قلنا الامن احنا نقلنا التدريب بتاعنا من الجزيرة لمدينة مصر والتدريب سيقام ساعة الخامسة طيب اذا لم ترد وزارة الداخلية عليكم هتنفذ تهديدك بعدم المشاركة في البطولة الام وعدم المشاركة في القرعة انا ما بهددش انا بقى طالب بحقوق النادي الاهلي المشروعة انا لا اهدد انا بقى طالب بالحقوق اللي تمنح لاي حد طبيعي ولاي نادي طبيعي ولاي فريق طبيعي ان يلعب على ملعب محدد وان تؤمن منشآته وان تؤمن لعبيه وان تؤمن اعضاؤه انا لو لم ينفذ هذا اه حب انا بتخزل في حق النادي وفي حق فرقتي وفي حق اعضائي اه يبقى انا حفظ الواقف هذا النشاط حتى يتم الرب علينا بما هي الاجراءات التي سوف تتخذ لحماية النادي الاهلي ومنشآته واعضاؤه وفريقه طيب فيما يتعلق يعني سؤال الاخير من يحاول افشال محمود طاهر انت في كلامك بلمس دائما بدأت حتى الحلقة بان في حملة منظمة من يحاول افشال محمود طاهر وهل تعتقد يعني احيانا كمان في تصريحات سابقة كنت كان فيه غمز ولمز يتعلق بالمجلس السابق لم يحدث لم يحدث هذا الكلام يا سؤال انا لم هلمز ولم هلمز على المجلس يبقى انا بضوك اسفين طب هاس حده طب المستقلين طب لم اذكر المجلس السابق بأي سوء وفي كل مناسبة بنقول ان احنا استكمال لانجازات المجلس السابق والمجالس السابقة وبالمناسبة دي انا قبل المجلس السابق والتاني المجلس الاسبق والمجلس اللي قبله كمان فانا جزء من هذه المنظومة من سنة ستة وتستعين طب لو اسعت المجلس السابق يبقى بأسيء لنفسي انا لا اسيء لأحد انما هو المشكلة اللي بتطلع دايما انه عندما يهاجم هذا المجلس برضو وانا برضو يعني مش عايز الاخوة الاعلاميين اللي عاديين يتخيلوا اننا بهاجم للهجوم او بدافع للدفاع انا بقول ان هناك تسريبات كاذبة تخرب لتهييج الرأي العام ضد هذا المجلس اقولك مين اللي بيهاجم المجلس السابق ده المجلس الحالي بخطوط عريضة ووضحة وبالمنزلة الناس كلها عارفة مين يعني خلينا نتكلم بوضوح وصراحة الناس كلها عارفة مين بس انا هقول مين مواصفات من يهاجم هذا المجلس من يهاجم هذا المجلس من لا يريد نجاح فكرة التغيير ده نمر واحد من يهاجم هذا المجلس من احسى انه فقد شيئا كان يأخذه ولم يعد يأخذ دي مجموعات كلها من يهاجم هذا المجلس ويحاول افشاله من يعتقد انه نجاح هذا المجلس بيطمق نجاح اخرين احنا كان فيه ناس بدنا في الانتخابات يعني ده واضحة وصريحة يعني ما فيهاش حاجة الناس دي ما زالت تعتقد ان احنا ما كناش اصلح لتولي خيادة النادي ومن حقها هذه المجموعات وهاجم المجلس فيه ناس كانت موجودة في بتستفيد باوضاع معينة لم تعد تستفيد من هذه الاوضاع فبتهاجم المجلس فيه ناس عايزة بتعتقد انها تستطيع ان تدير النادي من خلال هذا المجلس لم يتحقق غرضها بتهاجم المجلس هي عبارة عن مجموعات وبالاضافة بقى الى مجموعة عاطفية مجموعة عواطر مثل مانيو الجوزيه كل من يحب مانيو الجوزيه متخيل ان هذا المجلس ضد مانيو الجوزيه فاتبص تلاقي المجموعة اللي بتحب مانيو الجوزيه ومعتقد ان مانيو الجوزيه ده هو صنع بصلاة النادي الاني وهو خاطئ برضو بالمناسبة دي انا يعني عايز اكرر مانيو الجوزيه موضوع التماثيل ومش التماثيل ما تتعاملش المدربين بتتعامل لزواهر ما فيش غير تمثال كابتن التيتش وتمثال الكابتن صالح سليم وهم ظاهرتين وليس شخصيات عملت مجاحات انت محسس ان في حزب اسمه حزب مانيو الجوزيه او انصار مانيو الجوزيه يقودون الحملة على المجلس يعني لا طبعا في مجموعة من المشجعين معتقدين انه مانيو الجوزيه هو المنقذ النادي الاهلي وان احنا كنا ما بينقوش يبقى احنا ضد مصلحة النادي الاهلي وهذا حقوق المنتفعين من مانيو الجوزيه شغالين معه وشمهندس ايه ده المنتفعين من مانيو الجوزيه دول لس انت بتكلم على قطاع عريض من جامهير النادي الاهلي اللي هما الراجل ده فرحهم هل يمكن وصفهم بالمنتفعين منه ولا اصلاك الناس اللي شغالة معاه انا انا بص يا استاذة بالمحافظ ناس متحمسة تعتقدوا انه صانع بطولات يعني انا قلت منتفعين انا جبت سيرة انتفاع انا قلت منتفعين من مانيو الجوزيه يا جماعة يا امه يا امه في حاجة غلط انا لم اتفوى بكلمة منتفعين يعني انا انا معرفش كلمة منتفعين بطولة اتمنين انا لم اتفوى بشمه برجع الشريط بشمه برجع الشريط برجع الشريط برجع الشريط هل الكابتل محمد ابو تريكا ايضا في تفكير في الاستفادة منه ولا هندخل في الاعتبارات الامنية كان في اخبار نشرت كثيرا كلنا عارفين ان هناك اعتبارات اخرى لمحمد ابو تريكا محمد ابو تريكا برضو ما هو يعني احد ينكر من هو محمد ابو تريكا واحد اعظم لاعب النادي الاهل ما حدش يقدر ينكر طبعا لا ينكر ذلك الا جاحد يعني يبقى يبقى انا انا ايه اللي مطلوب مني تجاه محمد ابو تريكا اه في حين ان هو اه عنده مشكلة ما لا لابد ان نتفق ان محمد ابو تريكا عنده مشكلة ما اه هذه المشكلة اه حتى حلها اه ما حدش يقدر اه محمد ابو تريكا اتحلت خلاص يباش مهندس تقريبا اتحلت وانا وجهة نظر الشخصية نجمي زي ابو تريكا وحجم ابو تريكا لازم النادي الاهل يستفيد منه اه ده وجهة نظر الشخصية اه انا انا احترم وجهة نظر الشخصية اه بس اه ارجو انه تعذروني من الاجابة عن هذا طيب هو ابو تريكا طبعا امير القلوب يعني في كل احوالي هو فكرة انه يستطيع انه يجمع الناس لكن يبدو انه حداك بتقولي الحساسيات اللي اثيرت فيما يتعلق بابو تريك طيب سؤال اخير اه سؤال اخير اه سؤال اخير اه سؤال اخير يا باشوانس مش هتفيني لانا عباس الزائل ولا ايه الناس ما صدقت انه حداك موجود معنا بس سؤال اخير بس اخير سؤال اخير بايدا عن النادي الاهلي خالص بس عشان يعني ما منصرش غضب اكل حال واحد يلعب النادي الاهلي دور مهم دايما في الحياة الرياضية والكروية النهاردة فيه قانون الشعاب والرياضة وقانون حماية الجماهير اللي هو ممكن ان هما القانونين اللي اتنين دول يبقوا مؤثرين وينهوا على ظاهرة الالتراس ويبقى فيه تفعيل للقانون هل حضرتك مهتم بتفعيل هذين القانونين مع السيد الوزير جزئية تانية اتحاد الكرة فيه انتخاباته النهاردة حضرتك بتقول ان النادي الاهلي بيرفض اي فساد او مفسدين او حاجة بهذا الشكل يوجد احد المرشحين عليه حكم بالاستلاء على المال العام 218 مليون موقف النادي الاهلي شكرا موضوع الوزير ده كمان مش مهندس انا اسف بس قبل ما ترد ياريت بقى موضوع الوزير ده هو ده اللي يستحق فعلا مضال وساعت الروح معك وانت بتحدم فكرة نسمع عشان عندي سؤالين من قارئين بس من مشاهدين النادي الاهلي تقدم بكل ملاحظاته على قانون الرياضة الجديد وخلونا بقى يعني حاولين نكلف في الموضوع ده قانون على المقترح تقديمه لا يصلح للرياضة في مجرد لا يصلح للرياضة في مجرد يجب تشكيل لجنة من القانونيين والاقتصاديين والرياضيين لوضع قانون على اسس مختلفة تماما لان هذا القانون مليء بالصغرات والنادي الاهلي وانا بالتحديد حملت هذه الرسالة وعرضتها للجنة السلسية اللي هي كان فيها المؤسس خالد عبد العديز والصرحة المصطفى والمؤسس شامحة واديت لهم الملاحظات على المسودة القانون المقترح تقديمه انما انا كرأيي شخصي وبرضو رأيي انا لا يعتد بي لاني انا مش انت تمثل النادي الاهلي رأيك مهم طبعا النادي الاهلي فيما يخص الملاحظات انما لا استطيع اصياغات قانونية يعني كيف يكون هناك قانون للرياضة في مصر مفيهوش بند الاستثمار مش مفهوم وكيف يكون هناك قانون للرياضة يديح نفس السيطرة احنا احنا لازم نبقى واضحين يا جماعة في هذا الموضوع احنا عايزين ننطلق بالرياضة ونديها حريتها ونديها مرتها ولا عايزين نفضل تابعين للدولة او تابعين لمؤسسات الدولة الإدارية ده اول حاجة لازم نخررها لو انت عملت ما فيش حاجة اسمها لزير رياضة في دول كتير جدا وامريكا في عشرة لزير رياضة امريكا الاتحادات اللي بتديرها والاتحادات الاعلية اللي بتديرها احنا عمالين بنتكلم برضو قانون الرياضة قانون الرزمة يكون قانون الرياضة اللي هيطلع هيحل مشاكل مصر كلها في الرياضة وهناخد كل ميداليات الولمبيات اللي جاية وهنوصل كاس العالم هذا غير صحيح لانه الموضوع لابد ان يدار بطريقة مختلفة فيها حرية وفيها حرية الاستثمار في الرياضة وهذا قد يكون غير مسموح لي دلوقتي طب ايه رأي حضرتك لو تبقى المناجدة اللي حضرتك بتقولها دي وتبقى فعلا قضايا تبناها النادي الاهلي عايزين انت قلت مش نخترع العجلة طب ما نجيب عجلة نخلي منها ما هو ضد العقائد وعاداتنا وتقالدنا وكل حاجة وقادياننا طبعا وكل شعبنا ونقاتل معاك من اجل اقرار هكذا قانون بدل من فكرة الترقية عبش معندسه الكلام ده ايه رأيك يا استاذ عطام سبني انا نقاتل دلوقتي في النادي الاهلي اللي ينعرده عشان ما ينعرش وخلي الاعلام يتبنى هذا الموضوع ما يتبنى الاعلام هذا الموضوع بجدة وانا الوراء الاعلام مش انت الوراية بالعكس للعكس هو الصح انا اللي بقى وراء الاعلام طرحة الفكرة النادي الاهلي هيبقى جاي مع هذه الفكرة ان احنا محتاجين قانون مماثل يخلى منه كل زي ما قلنا ما هو ضد عقائدنا وعداتنا ومورثنا وكل حاجة انا بقولك انا قدمت ملاحظات بالفعل من 4 تشهر على هذا القانون يعني احنا متفاعين في سؤال من مشاهد بيقول صالح جمعة ودي مسألة تربوية يعني قضية مجلس الادارة الصهر يعني كان من ضمن اسباب الازمة يعني الهتافات كان فيه هتاف لصالح جمعة بسبب الصهر والصور اللي انتشرت ليه كرئيس مجلس الادارة يجب ان يكون حريصا على الجانب التربوي والاخلاك هل حققتم في ذلك؟ المسؤول عن ذلك مدير الكرة ومدير خطاع الكرة ولم يقدم لمجلس الادارة انا برضو مجلس الادارة زي ما مطلوب ان يبقى رجل امن ويحمي اصوار النادي مطلوب منه انه ينزل هذا خطاع كرة القدم في النادي الاهلي وهذه مسؤولات المديرين هذا الخطاع لم يقدم التقرير فيه بخصوص صالح جمعة انما برضو انا مش عايز اتكلم على لعيب في النادي الاهلي بيحمل فانلة في النادي الاهلي واتكلم عليه اقول عنده صهر وعنده وعنده جمهور له الحق ان يغضب من اي لاعب وعندما بس كان الاهلي متشددا دائما في الجانب التربوي والاخلاق ده شوانس محمول ما كانش بتعامل بنفس التوازن اللي حداك بتتعامل بيه او وما زال الاهلي متشددا في هذا الموضوع بس لازم هذا الموضوع يبقى مبني على حقائق وعلى تخارير يأخذ فيها اجراء انما لو ان اقطاع كورة شايف انه هو اللعيب لم يخط او ما عندهوش اخطاء ده موضوع تاني انا ما اشتغلش برضو كمجلس قدارة ده والحقيقة مش مع زبح اللاعب بس انا بتكلم على ان موكمان الجماهير الغاضبة دي لو تبين ان هناك خطأ هتصل الى ان انا شخصيا اقعد مع صالح جمعة رئيش النادي يقعد مع صالح جمعة وده احد ادواري برضو انه انه اذا كان هناك اه موهبة زي صالح جمعة محتاجة اه ارشاد ونصر اه توصل لرئيش النادي انه يقعد معايا يرشده وينصحه بس لازم يبقى عندي ما 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 يعطيني هذا الحق انا ما اقدرش اخش الناس كلها برضو مهو جزء من الهجوم على محمود طهر انه هو اللي بيجيب المدرب هو اللي بيجيب اللاعب وهو اللي بيعمل تآه بيتدخل في الكورة وهو اللي بيجيب وهذا كلام مغلوظ انا لا اتدخل في الكورة لاني اعلم هاش حضرديك المشرف عالكورة يا بشوامز حضرديك مشرف عالكورة وده حقك المشرف عالكورة من قبل المجلس يعني؟ أنت بتمثل المجلس يا أستاذ أبو المعاطي أنا مشرف على الكورة حاجة وإدارة الكورة حاجة تانية أنا مشرف على الكورة لما أجيلي تقارير إدارة الكورة أخذ فيها خرام إنما أنا منزلش يعني ما حد يسيجي يقول لي لأ صالح حكومة عبيزهر أروح أنا رايح لها بصالح حكومة عمكلمه لا أنا ألف اتنظر مدير الكورة وألف اتنظر مدير خطعة الكورة ومدير اخطاع الكرة مسؤوليته ان هو يجيب اللعيب الاول ومستقال بك اخطاع الكرة يجيب اللعيب الاول وبعدين اتكلم انا معاه انما هذا هو اللي عودت عليه في الادارة مين مدير قضاع الكرة القادمة بشوانس؟ او اقوى الاسماء؟ اللي مكان الكابتن زيزو مكان الكابتن زيزو غالبا هبقى انا غالبا هبقى انا هتزام المعادة عشان المعادة ايه؟ شليه اللي بتبقى حضرتك يعني من الاهل المليء بالمجهوم بوانس محمود طير هيبقى كمان ده تكويش بقى يا بشوانس؟ مانا بعمل كل حاجة؟ مانا بعمل كل حاجة يا بشوانس؟ ايه تم تجيب مدير قطاعك وراء الاهل غانب ينجوموا يعني لا اكيد اكيد فكرت في ثلاث اربع عنام وبتقول باختار بينها يعني او حتى عشان بس اريح الناحية الاعلامية ايوه الزبط ما يدرس والكلام ده بيدرس بقى له شهرين واعادة هيكلة خطاع كرة القدم بكل حاجة وتحديد الاختصاصات لكل مسؤول في خطاع كرة القدم سواء كان اسمه مدير شؤون لعبين او مدير كورة اه وقد يتم استحكاس وظائف وقد يتم الغاء وظائف كل الكلام ده بيبحث بقاله ثلاث تشور انما تلاحق الموسم وتلاحق المباريات اه وانهيار النادي الاهلي لم يتح لنا الفرصة بعد لتطبيق هذا الكلام واحنا قلنا هذا الكلام انه حتى الاجهزة الفمية اول الكلام كله الموسم لم ينتهي بعد احنا انت حداك قلت انهيار النادي الاهلي لو انت اللي قلت التعبير ساخرا يعني لا انا بانعل بقى ساخرا ساخرا يعني لكن الهيكل الاداري الجديد الهيكل الجديد عند حداك تصور ليه لبعض المواقع ولا لسه اه طبعا فيه تصورات كتير بس ده بيبحث داخل المجلس السيد زواج المانيبش بقوله دلوقتي غير لما ننفزه لما نعلنه ولما نتكلم وبعدين برضو ما هو فيه نقطة مهمة جدا هو انا لما ابتدي اتفاوض مع حد عشان يجي يمسك مركز اه افرد انا عايزه يجي يمسك هذا البركز وهو الراجل مش حايد اطلع انا اقول دلوقتي الراجل انا بفكر في فلان يجي يمسك حاجة فلانية والمجلس ياخد قراره وبعدين الراجل يرفض يقول انا مش عاوز يقول لازم ننتهي من وفقا للبيان بس ده السؤال الاخير قبل ما تسيبني هل البيانة هل لما قلت حد عك انه مش حنلعب إلا في القاهرة اه اه يعني لا تدريب ولا لعب إلا في القاهرة يعني النادي الآلي متمسك بذلك اه طبعا يا استنى زوال وده موضوع في نقاش ما هو ممكن يجي يقولك اعتبارات امنية هنروح برج العرب هنروح في اعتبارات امنية لا 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 استطيع انعالعب خارج القهيرة النادي الاهلي لا يصح ولا يستطيع انعالعب خارج القهيرة لا لوجستيا ولا ماديا ان انا اقدر اتحمل ان انا اسافر كل ماتش وارجع اتمرنا على ملعبي يا اما بقى انقل النادي الاهلي افتح فرح بقى في السنة الريا وفبرج العرب واتفح انقل نبقى نحف مش كان يا بشوهندس الاهلي متحددلو بطرو سبورت ف بداية الموسم الاهلي كمالو متحددلو ملعب بطرو سبورت وبيصيرو قلدة ديق وعاوز اراعب في برج العرب لا احنا اشتكينا من سوق الملعب في بطرو سبورت نعم شكوتنا كانت من سوق ملعب بطرو سبورت ما كانتش اشتكوى ملعب اننا ماشى دا اتنمت نحن نختار أي ملعب في القاهرة يكون صالح وآدمي للعب كرة القدم إذا كنا نريد تطويرا لكرة القدم إنما إننا ألعب في ملعب أنا فقدت عمر جمال عشان لعبت في ملعب ما كناش عايزين نلعب فيه وأمنيا ربيد إن احنا نلعب على ملعب بترول أسيوت وفقدت عمر جمال بإصابة في الرباط الصليبي بسبب هذا الملعب لو تتذكروا ينلعب على ملعب كرة يلعب فيها كرة هل يمكنك تحديد ثلاث ملعب في القاهرة باشواندس؟ يختارها النادي الأهلي أو يفضلها أنا أختار نختار ثلاث ملعب في القاهرة أنا ما عنديش مشكلة إنما إن اتحاد الكرة إيه بحث يقول لي هاتلي موافقة الأستاذ وهاتلي موافقة الأمنية ما مردش على الاتحاد الكرة طيب انتخابات اتحاد الكرة ما ردتش على باشواندس انتخابات اتحاد الكرة وما ما ردتش عليه ان هو ايه نعم اولا في انتخابات اتحاد كوريا اتزاب البعض مجلس الادارة بيبحث جميع المرشحين جميع المرشحين مش قايمة واحدة بنبحث جميع المرشحين وقرار مجلس الادارة الاول قبل ما نبص في المرشحين اننا سنساند كل ابناء النادي الاهلي واعتقد انهم اربعة نزلين الانتخابات احنا هنتخب الاربعة وهنبص في بقية السبعة اللي هيبوا فضيل نختار منهم طبقا للمواصفات اللي خلينا احنا مقتنعين ان هذا العنصب سيكون فعالا في حد افرق وسيكون فعالا انا ما عرفش مين عليه احكام انت بتقول فيه اناس عليها احكام انا ما عرفش مهندس انت عندك قطاع اعلامي ماسكو حد شاطر اسمه دكتور ياسر ايوب مع قولة ما تعرفش الحكم مال البلد ومال الصحف يعني يا استاذ ابو المعاطي اذا كان حد في عليه احكام يبقى كيف يقبل اتحاد الكرة اوراق ترشفية الفيه اشتلع عبيض الفيه اشتلع عبيض لكن فيه اتنين في اتحاد الكرة مترشحين عليهم حكم خمس سنوات حكم جنائي نبعت لك صورة عرصة مهندس مهندس محمود طاهر طب لازم يرجع جماعة عشان مشكوره وانا هاخد تعليق نص دقيقة كابتن محمد ونص دقيقة نص دقيقة المندوب ميدو جابر اللي كان عايز يعله عشان كده احنا مدنا لش حق لا انا ما قولتش ميدو جابر انا هاشكر بس الكابتن المهندس محمود طاهر لما يرجع لنا انا ما قولتش الراجل لا لا انا بكلم في خلاصة كل ده انا استمعت يعني في نص دقيقة عقبا على مكالمة ما بعد المنتصف في الليل للمهندس محمود طاهر يحوى هل وضحت بعض الامور يعني هنا من الواضح في تمسك بمارتن يول هو شايفه مشروع مستقبلي يعني حتى اذا كانت بعض النتائج تعثرت الان لكن ممكن النتائج حتكون افضل فيه ما هو قادم هو شايف انه هو مشروع مش مدرع شايف انه انا هشكر بس المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي واللي عايز اقول انه كل حتى الانتقادات اللي وجهت يعني وجهت بدافع حب النادي الاهلي وكمان اعتقد انه كل اللي اللي زين اوجهوا انتقادات يتفقون على نقاء وطهارة اياد المجلس والمهندس محمود طاهر تحديدا وكمان الشخصية العامة وانا واثق ان حضارك بتقبل ده تتقبل كل الانتقادات ومكالمة حدك اوضحت الكثير من الامور فضل يا سيد رائل احنا نرحب بكل انتقاد والله ما بنزعل من هذه الانتقادات وبنشوف الانتقادات اللي بتفيدنا بنحملها اه انما انا بتكلم على اه اختلاق اكاذيب والرد عليها والهجوم عليها ووديت الامثلة واضحة بطريقة انما انا انا مستعد اي انتقاد للنادي الاهلي بتخبله ويعني انا انا اقول انا معترف الان ان المنظومة الاعلامية في النادي الاهلي لم تكن على خضر النادي الاهلي في الفترة وعشان كده جبنا واحد بخضر الدكتور ياسر عيوب ليتولى تنظيم هذا الموضوع وهو اختيار لا يختلف عليه اثنان وفي نفس الوقت المشاكل المشاكل كثيرة احنا عندنا خناة النادي الاهلي بنحل في مشاكلها حتى الآن ومشروع خناة ان شاء الله هيبقى من حاجة مشرفة وحاجة جميلة للنادي الاهلي وحاجة جميلة لجماهير النادي الاهلي اللي هي نفس قناة النادي الاهلي هتطورها يعني بيحصل فيها تطوير غير مصفوكة يا استاذ وائد وده شغالين في شغالين في موقع النادي الاهلي اللي هتنزل عليه والموبايل اللي هتبقى خطوة غير مصفوكة في النادي الاهلي لجماهيره ولا اعضاؤه ولا موقع النادي الاهلي هيبقى موقع حاجة قدامنا معوقات اه قدامنا معوقات بنحاول نحلها بنحاول نحلها بننتخد بننتخد ومستعدين لتقبل جميع الانتخادات انما انه هاجم على اشياء لم تحدث ولم تفعل ومحدش عبلها ومن اختلاق بعض الاشخاص اللي ليهم اغراض اللي بيختلق حاجة ويهاجمها يبقى ليه غرض بغض النظر عن هو مين او ايه غرضه انما هذا هو الواقع انا ما بزعلش من اي انتخادات بتوجع للنادي الاهلي وبتوقع اللي مجلس ادارة النادي الاهلي وبناسع ونفسي بس الناس تعرف انه اللي بيزعل لما الاهلي بيكسب مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة سعله بيبقى عشر اضعاف لانها مسئوليته مفيش حد يعني الضغوط العطبية المتولية على مجلس الادارة وهو بيعمل الكلام ده بيعمل خناة وبيعمل موقع وبيعمل مسحف وبيعمل فريق قورة وبيكلم مع المدرب وبيكلم مع اخراع قورة كل هذا الكلام النادي الاهلي مؤسسة كبيرة جدا 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 مسئوليتها مسئولية عظيمة لابد ان يتاح ولا انا بيحجلني انه انا لما ببقى ابناء النادي الاهلي اللي بيحبوا النادي الاهلي لو شايفين ان مجلس الادارة مخطئ يقف وراء حتى يصوب خطأه مش يهجموه عشان يمشوا في بعض اللحظات كان بيسورني شك شديد جدا ان المطلوب هو دخول الاهلي في نفخ مظلم وهذا السبب يعني القضية اللي رفعت على النادي الاهلي اناسي القضية اللي رفعت على النادي الاهلي بحل بدي انتدارة النادي الاهلي نظرا لخطأ اداري اه اه يعني اللي بيرفعها بيرفعها ليه بعد سنتين من 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 النادي الاهلي ده نمره واحد ده ليه غرض ده مش حب النادي الاهلي اه اللي بيهاجم اه حاجات كتير قوي اه غير صحيحة بيهاجم ده ليه غرض انما لو تهاجمني وتقول لي اه الفرقة فيها مشكلة اه الفرقة فيها مشكلة منشتغلوا بنحلها وهنحلها انما ماقدرش حلها برضو ان انا غير مدرد كل اربع تيان وماقدرش اخش في هذا النفق المظلم وفي درجة انا بتادي احس انه في ناس يهمها انه لا انه الضغوط دي عشان نخش في هذا النفق المظلم وانه طبعا والحياتة تغيير المدربين بشكل سريع ومدعا بيدخلنا فعلا في النفق المطلوب هو عدم استقرار النادي الاهلي رغم انه انا بقى عايز اقول قدام السادة لفضل اللي قدامك وقدام الجماهير من خلالك النادي الاهلي مستخدر جدا وحالته كويسة جدا وتم حصل فيه حاجات يلمسها الكثيرون وانا هاختم بالكلام الاخير الايجابي ده جدا وانا بشكرك موانس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي لأسف مش حابق في وقت لأي تعليقات لكن يعني اعتقد انه ده اول رد فعل من المهندس محمود طاهر واول ظهور له بعد الازمات الاخيرة المتعددة سواء نتائج النادي الاهلي التي لم يرضى عنها الكثيرون او الاحداث الاخيرة او الازمة مع الداخلية هي ليست ازمة يعني لكن بيحاولوا يحلوها لكن بيان النادي الاهلي يحمل تهديدات ويحمل مجموعة من المطالب يصممون على تحقيقها هنكون معاكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقة جديدة ونتمنى ان الرياضة تسمو بالناس ما يحصلش فيها ما نشاهده في مصر الناس كلها بتستمتع بالرياضة لكن في مصر تتحول احيانا الى مشاكل